الأساطير الإسكندنافية أو ما يسمى بالميثولوجيا النوردية هي معتقدات كانت منتشرة في إسكندنافيا وهي دول النرويج والسويد والدينمارك وآيسلندا في فترة الوثنية النرويجية بين قبائل الجرمان الشمالية المختلف في هذه الأساطير بأنها استمرت حتى بعد دخول مسيحية بين هذه القبائل وبين الفايكينج هذه الأساطير تتضمن قصص حول الآلهة والعالم التسع ونهاية العالم حسب هذه الأساطير الأساطير هذه كانت جزء من ديانة أهالي قبائل الجرمان الشمالية ورغم خروجها بشكل كامل من هذه الديانة ودخولها المسيحية لكن هذه الأساطير كتبت وانتشرت أكثر في القرن السابع عشر من خلال كتابة وتحليل هذه الأساطير قد تعتبر الأساطير النوردية ثاني أشهر الأساطير حتى بين الغير المهتمين بالتاريخ والأساطير بعد اليونانية خصوصا أنها في القرن التاسع عشر والعشرين كانت ملهمة لكتاب الخيال لكتابة قصصهم مثل ثلاثية سيد الخواتم لتولكن وأيضا أصبحت الأساس لعالم مارفل والتي أدخلت هذه الأساطير باستخدام شخصيات منها لعالم الكتب المصورة مثل ثور و لوكي وأودن حلقة اليوم هي الأولى من سلسلة أساطير سنتعرف فيها على أساطير أهل اسكندناتيا الأساطير هذه انتشرت أكثر من قصص غالفي جينغ هذه القصص انتشرت في القرن الرابع عشر من خلال قصة ملك السويد غالفي والذي ذهب لأسغارد متنكرا بزي رجل كبير السن اسمه غانغليبري ليسأل شعب قبيلة الأسير حول الكون وهناك أيضا قابل أودن أودن كان أيضا يتنكر من وقت لآخر لثلاث شخصيات وهم هار وغانبهار وإيرزي غالفي طلب الإذن من أودن لطرح أسئلة حول الكون فأجابه عن أساس الكون وأخبره بقوله في البداية كان هناك عالمان فقط وهم موس بليهام أو عالم الضباب والجليل وهيلهايم أو عالم النار بين هذين العالمين كان جينوغنغاب أو الفراغ ولكن الحد الفاصل بين العالمين تلاشى واختلطت الحرارة بالبرودة لتكون البخار والذي تجمع في جيونغاقاب ليكون أول مخلوقين وهم العملاق والذي حمل اسم يامير وأول بقرة والتي حملت اسم أثيملة بخلق هذين الكائنين بدأت الحياة بالكون يامير كان يشعر بالملل من هذا الكون فهو يقضي وقته بشرب حليب البقرة والبقرة كانت تأكل من لوح جليدي مالح من هذا اللوح ومع الوقت وذوبان الماء ظهر أول آسير أو إله في الأساطير النوردية وهو بوري ولد لبوري ابن أسماه بور والذي بدوره كان له ثلاث أبناء وهم أودن وفيلي وفي الأخوة ثلاثة هؤلاء حاربوا العملاق يامير وقتلوه واستخدموا جسده لخلق الكون في الأساطير النوردية الإسكندنافية هناك تسع عوالم وهي تذكر كإشارات بدون تفاصيل حقيقية وهي بدون ترتيب أسغارد وهو مكان تواجد قبيلة الأسير وفيها أعظم الآلهة مثل أودن أوثور وأيضا هي مكان تواجد الفالهالا وهي جنة المقاتلين المؤمنين المقتولين في أرض المعركة ألفنهايم وهي باختصار عالم الجن نيوابلير وهي التعني باللغة النوردية القديمة القمر الجديد وفيها يسكن الأقزام المتخصصين في الحدادة ميدغارد وهو عالم تواجد البشر وهو عالم يزوره كثيرا آلهة أسغارد يوتنهايم وهو عالم اليونير العمالقة ولها ارتباط وثيق مع أسغارد فانهايم وهو العالم الذي تتواجد فيه قبيلة البانير وهم آلهة ينافسون آلهة الأسير نيفلهايم أو ما يسمى بعالم الضباب وهو كما ذكرنا في قصة الخلق عالم بين عالم النار والثلج موسبلهايم وهو عالم الثلج وهو من العوالم الثلاث الأساسية في قصة الخلق هيل أو هيلهايم وهو عالم النار أو الجحيم وهو من العوالم الثلاث الأساسية وأيضا مكان نقل الموتى الغير المحاربي الحقيقة أن جحيمهم ليس كجحيم الديانات الأخرى فلا عذاب فيه ولكنه مختلف عن جنة الفالهالة والتي هي مخصصة للمحاربين وهي فقط عالم عادي بلا عذاب هذه العوالم كلها ترتبط بشجرة من الرماد تسمى ياكدراسيل والتي تمر عبر مركز الكون في الجزء العلوي من هذه الشجرة يعيش نسر في حين يعيش تنين في الجزء السفلي من الشجرة يحمل اسم نيد هوك ويمضغ جذور هذه الشجرة هذين المخلوقين يتواصلون مع بعض من خلال إرسال رسائل عبر السنجاب ريتاتوس هذه الرسائل توصف دائما بأنها عدائية هذه الشجرة تعتبر مصدر الحكمة وعندها تجتمع الآلهة أو الأسيريين الاجتماع يكون قرب بئر مقارب للشجرة يحمل اسم بئر أرد ومنه تظهر ثلاث أودية وهي أودية الأقدار وهناك أيضا بئر ميمير وفيه تخلى أدن عن عينه كثمن للشرب من هذا البئر وحصل على قوة المعرفة وفي الأساطير أيضا أودين شنق نفسه بهذه الشجرة في مسعاه للمعرفة تنقسم الآلهة في الأساطير الإسكندرافية لقبيلتين وهم قبيلة الأسير وقبيلة الفانير قبيلة الأسير هم الأقوى وهم يعيشون في أسغارد وأشهرهم هو أودين وثور وفريك وهلمان ولوكي لوكي هو شخصية جدلية جدا فهناك من لا يعتبره من آلهة الأسير بحكم أنه ابن متبنى من قبل أودين بالنسبة لقبيلة الفانير فهم يعيشون في فاناهايم وفي الأساطير الإسكندرافية أشهر الشخصيات من هذه القبيلة هم نوغور وطفلي فيرير وفيريا بين هذين القبيلتين حرب والتي انتهت بنقل نوغور وطفلي لأسغارد كرهائن من أجل ضمان السلم بين القبيلتين رغم أنهم رهائن لكنهم واجهوا معاملة حسنة في أسغارد أتباع الآلهة الثلاثة هؤلاء أصبحوا بين قبيلة الفانير والأسير فعند موت أحدهم في الحروب يخير بين الذهاب لجنة الأسير البالهالة أو جنة الفانير الفولكا بانكا رغم أن قبيلتين الأسير والفانير آلهة لكن حسب الأساطير لم تكن تصرفاتهم دائما نبيلة لكن أيضا في الأساطير الإسكندنافية هناك مخلوقات توصف بأنها وحوش فهناك العمالقة أو اليوتنار والذين يعيشون في يوتنهايم الحقيقة أن اليوتنار ليسوا عمالقة كأحجام ولكنهم وصف لهم الغريب في هذه القبيلة بأن نصفهم يوصفون بأنهم يحملون جمال خارق والنصف الآخر يتميزون بقبح مرعب ولهذه القبيلة ارتباط مباشر مع قبيلة الأسير فهم إما يحاربوا اليوتنار أو يتزوجون منهم عوائل اليوتنار تشمل سكادي وغيرت وسورت ويامير الأبن المتبنى من أودن والذي يحمل اسم لوكي هو من اليوتنار وكما قلنا سابقا هو متار للجدل فهل هو التابع لوالده الذي رباه أودن ليكون إله من قبيلة الأسير أو عملاقه من قبيلة اليوتنار وهناك أيضا قبيلة لوكسفار أو جن الضوء وقبيلة الدولكفار أو جن الظلام وهناك أيضا الأقزام والذين خلقوا من الديدان التي أكلت لحم اليمير الميت وهي التعيش تحت الأرض في الظلام الأقزام يوصفون بأنهم قبيحين جدا ولكن لهم مهارة في الحدادة الأقزام لهم دور في صناعة أهم ممتلكات آلهة الأسير وأهمهم مطرقة ثور أو ميولنير قبيلة الأسير رغم أهمية الأقزام لهم لكنهم لا يعاملونهم بشكل حسن الكثير من المهتمين في مجال الأساطير يعتقدون بأن الراغنوروك هو اسم آخر ليوم القيامة أو نهاية العالم في الأساطير الإسكندرافية لكن الحقيقة أنها نهاية النظام الحالي للعالم وبداية عهد جديد تقول نبوءة الفولسبا وهي أبيات شعرية تصف حال العالم وقت الراغنوروك الأخوة سيتقاتلون وسيجلبون الموت بينهم ستنقسم الروابط العائلية بشكل كامل وسيكون الوقت صعب حتى على الرجال سيتفش الفساد ويقل عمر السيوف والدرور بل وستنقسم الدرور وسيسقط العالم في الخراب ذلك الوقت سيكون صعب على قبيلة الأسير حسب هذه النبوة سيقتل أودن على يد فين رين والذي سيقتل بدوره من ابن أودن فيدار ابن لوكي والذي يحمل اسم يورمونغاد يقاتل ثور فيموت الأثنان الأول من المطرقة ثور والثاني من السون سورت يقتل فيرير وهو أحد آلهة قبيلة الفانير يدمر بعدها عالم البشر الميدغارد بالنار بعد كل هذا الدمار يبدأ عالم جديد بالتشكل فينجوا عدد من الآلهة من الأسير بينهم أبناء ثور مانغي ومودي وأبناء أودن فيدار وفالي وهونير بالدير وهود يعودان لأسغارد ويتجتمعون في لوافولير وهو حقل في أسغارد لم يتأثر أبدا بالمعارك بالنسبة للجنس البشري فأنه يعود من خلال آخر اثنين نجو من راجناروك وهم ليف وليف تراسيل بمعنى آخر الراجناروك هي مرحلة بين عالم قديم وعالم جديد قبل الاحتكاك بين الفايكينغ والشعوب الأخرى كان أهل الفايكينغ لا يدونون أي شيء بل أن التاريخ بينهم يتم نقله بشكل محكى لهذا فلا يوجد أي شيء يساعدنا لتحديد تاريخ هذه الأساطير أو من أين بدأت البلدان الإسكندراثية كانت قبل دخول المسيحية مناطق وثنية ورغم كلمة وثن يرادفها معنى لا ديني ولكن في ذلك الوقت كانت هناك ديانة ويشير لها المهتمون باسم ديانة ما قبل المسيحية لم تكن ديانة الفايكينغ ديانة منظمة ولم يكن الجميع يتبع مصدر واحد بل كان الكثير منها يفسر بأشكار مختلفة بين القبائل حتى بين الأشخاص لم يصل للكثير من شكل الممارسات التي كان يقوم بها المؤمنون بهذه الديانة اليوم وصلتنا قطع أثرية من زمن الفايكينغ وهي تمثل كثير من الأساطير الإسكندراثية مثل تمثال إيران لاند والذي يعتقد بأنها تصوير لثور إله النار والرعب وأيضا هناك تمثال باركرين فارا هاربي والذي يمثل باركري رغم التفاصيل التي وصلت لنا من هذه الديانة لكن لا تزال هناك الكثير من الأمور الغامضة والتي لا تفسير لها فبعض القطع التي وصلت لنا لا يعلم هدف صناعتها ولا الغرض منها القصص الملحمية والأشعار التي وصلت لنا هي المصدر الرئيسي لقصص الأساطير الإسكندراثية أشهر ما وصل لنا هي قصائد إيدا والتي كتبت في القرن الثالث عشر في آسلندا وهي كانت تنقل بين الفايكينغ ولكنها لم تكتب إلا في القرن الثالث عشر جمعت هذه الملاحم في قصائد الشاعر سونري ستولوسون رغم أن هذه القصيدة أجابت على كثير من الأسئلة عن ديانات الفايكينغ لكنها أيضا تحمل غموظ مثل معنى اسم إيدا المؤلفين الحقيقيين لهذه القصيدة لا يعرف أحد أسمائهم ويقال بأنها أساسا جاءت من كتاب يحمل اسم كوديك ريجوس أو كتاب الملك كتاب الملك هذا يعتقد بأنه كتب في عام 1270 ولم يكتشف إلا في القرن الثالث عشر في آسلندا شمال أوروبا والدول الإسكندنافية كانت أصعب المناطق على المنصرين في أوروبا كانت الممارسات الوثنية متأصلة بين أهالي إسكندنافيا واحتاجت المسيحية لوقت طويل لبس هذه الممارسات الشعوب تبنت المسيحية بسهولة ولكنها أصرت على الاستمرار بالمعتقدات الوثنية يبدو أنهم تبنوا المسيحية فقط من أجل الحصول على الامتيازات لا إيمانا منهم بهذه الديانة المسيحية والدين الوثني الإسكندنافي تعايشوا مع بعض في نفس المناطق بل وفي قلب الشخص الواحد والذي أظهر بأنه مسيحي بين الناس وحتى بين الكتابات المسيحية في ذلك الوقت كانت هناك إشارات لدين أهل الفايكين وهناك ملحمة فيها إشارة لعيسى عليه السلام وثور في فصل معين حيث كتب فيها هل سمعت كيف تحدى ثور المسيح في معركة وكيف لم يجرأ أحد على قتال ثور تاريخ يثفت لنا انتصار المسيحية النهاية لمسح الديانة الوثنية والتي أصبحت هي الديانة الرئيسية في الدول الإسكندنافية لكن الحقيقة أنه بدون المسيحية كان ممكن أن تضيع قصص هذه الأساطير ولم تصل لنا أبدا قبل المسيحية كانت القصص والأساطير تنقل عبر الأجيال بشكل تاريخ محكى الكتاب المسيحيين هم من نقلوا أساطير الإسكندنافية وكتبوها وإرفوها وهذا يجعل المسيحيين هم المصدر الرئيسي لما نعرفه اليوم من هذا التاريخ وهناك أيضا من يشكك بما وصل لنا في النهاية فهناك تشابه بين الأساطير المسيحية والأساطير الإسكندنافية مثلا ابن اودن والذي يحمل اسم بالدر يموت وينقل للجحيم ثم يعود بعد راغنروك ويحكم العالم الجديد هذه القصة مشابهة لإيمان المسيحيين بالمسيح وكيف أنه سيعود في نهاية العالم ليحكم وتأثير المسيحيين أيضا كان بشكل خاص في قصائد الايدا والذي قدم من جمع هذه القصائد اعتذار في بداية الكتاب عن معتقدات أسلافه الوثنية وفي الكتاب ذكر بأن كل آلهات الأساثير الإسكندنافية هم محاربون عظماء بشريون قدموا من الشرق بالتحديد ما يسمى اليوم بتركيا وكانوا أقوياء وعظماء في الحروب فأعجب الناس بهم واعتبروهم آلهة وعبدوهم ويعتقد بأن تأثير المسيحية لم يأتي من إيدا فقط ولكن حتى في عصر الفايكينج فالمسيحية كانت موجودة في ذلك الوقت وكان هناك احتكاك بين المسيحيين والفايكينج وعند نقل قصصهم من شخص لآخر يعتقد بأنه تم تغيير بعضها لتعكس إيمان الشخص سواء كان مسيحي أو آخر هناك من يعتقد بأنه تم تغيير في الأساطير الإسكندنافية لتشابه المسيحية لكي تقبل شعوب الدول الإسكندنافية الدين الجديد هناك أراء مختلفة وأيضا لا يوجد أي اتفاق عن مكان حدوث أحداث هذه الأساطير وهناك أيضا من ينكر وجود أي تأثير للمسيحية في أساطير أهالي الفايكينج الأساطير الإسكندنافية هي قصص وروايات ممتعة للغاية وتوفر بيئة خصبة للخيار ومع انتشار الاقتباسات من هذه الأساطير في بعض الروايات والقصص في القرن التاسع عشر والعشرين انتشرت أيضا بين محبي القصص المصورة بفضل مارفل أصبح الكثير يهتم بقراءة ومعرفة تاريخ هذه الأساطير ما يميز هذه الأساطير بأنها تكيفت كثيرا مع الثقافات والحضارات مع الوقت فهي كانت دينية في وقت الفايكينج ثم أصبحت قصص بعد ذلك بدخول المسيحية لإسكندنافيا واليوم هي جزء من قصص الخيال وقصص الأبطال بفضل الأفلام والمسلسلات وكتب مارفل الأكيد أن ما نعرفه اليوم هو مختلف ولو قليلا عما آمن به أهالي إسكندنافيا في وقت الفايكينج الأساطير الأغريقية واليونانية هي مجموعة من الأساطير والخرافات آمن بها اليونانيين القدماء ويعتقد بأنها كانت الأساس لممارسات أهل اليونان الدينية الإيمان بالآلهة اليونانيين امتد حتى خارج نفوذ اليونان بسبب انتشار كتابات وثقافة اليونان حول العالم بل هناك من يؤمن ببعض معتقدات اليونانيين حتى يومنا هذا العلماء يدرسون هذه الأساطير لفهم كيفية الحياة والسياسة في زمن اليونان القديمة لكن من أكثر الأسئلة غموضا هي عن أساس هذه الأساطير الميثولوجيا اليونانية لا تقتصر فقط على الروايات والأشعار ولكنها أيضا تشمل الفنون المختلفة مثل الرسم على الفخار وهذه الأساطير في كثير من الأحيان تحاول إجابة على السؤال الرئيسي وهو نشأة الكون ومتابعة قصص الأبطال في الأرض في البداية انتشرت هذه الخرافات والأساطير عن طريق الشعر والتاريخ المحكى ولكنها بعد ذلك انتشرت أكثر عبر الأدب المكتوب حلقة اليوم هي حلقة تعريفية عن الأساطير اليونانية الغريقية ذكر الشاعر روبورت غريفز في عام 1955 بأن الأسطورة لها وظيفتين أساسيتين الأولى هي الإجابة عن نوع الأسئلة المحرجة التي يطرحها الأطفال مثل من صنع العالم أو كيف سينتهي أو من كان أول رجل أو إلى أين تذهب الأرواح بعد الموت أما الوظيفة الثانية فهي تبرير النظام الاجتماعي القائم وتفسير الطقوس والعادات والتقاليم في اليونان القديمة كانت قصص الأساطير التي تشمل الآلهة والأبطال والوحوش هي جزء هام وأساسي من الحياة اليومية كانت هذه القصص هي الطريقة لشرح كل شيء في نواحي الحياة من حالة الطقس للطقوس الدينية هذه القصص أعطت معنى للعالم الذي رأاه الناس حولهم لا يوجد نص أصلي يشمل كل الروايات والقصص من الأساطير اليونانية مثل الكتاب المقدس المسيحي أو الفيديا الهندسية ولكنها نقلت للعالم كتاريخ محكى وتقليد شفوي أيضا من العصر البرونزي الأساطير اختلطت مع القصص الواقعية ودخلت في الأتب المكتوب في الفترات القديمة والكلاسيكية من أشهر الملاحم اليونانية كانت ملاحم الشاعر الأعمى هوميروس في القرن الثامن قبل الميلاد وهي ملاحم الياذة والأوديسية والتي تذكر قصة حرب طروادة وفيها ذكر للصراع الإلهي إضافة للصراع الإنساني الملاحظ أن في ذلك الأدب لا يهتم بتقديم الآلهة والآلهات رغم أنهم شخصيات رئيسية فالقراء والمستمعين كانوا على دراية بهم وتقريبا في عام سبعمية قبل الميلاد قدم الشاعر فيوغونيا أول كتاب يشرح نشأة الكون أو قصة الأصل حسب الأساطير اليونانية وفيها يروي ثيوغونيا قصة رحلة الكون من العدم للوجود ويفصل فيها شجرة عائلة متقنة من العناصر والآلهة والآلهات والتي تطورت من الفوضى وتوزعت لأربع مناطق وهي قيا أو الأرض أورونوس أو السماء كونتوس أو البحر وأخيرا تارتوروس أو العالم السفلي الكتاب والفنانون اليونانيون استخدموا هذه الأدوات في شرح أعمالهم الخاصة فتجد هذه الشخصيات واللحداث الأسطورية تظهر في مسرحيات القرن الخامس لأسخيلوس وسوفوكيلس ويوروروبيدروس والقصائد المغنى لبيدار أما عن تجمع الأساطير في كتاب واحد فكانت من خلال أبولودوروس في القرن الثاني قبل الميلاد والمؤرخ الروماني جايوس يوليوس هايغونيوس في القرن الأول وهذا ما أوصل هذه الروايات والأساطير للجمهور المعاصر تتمحور الأساطير اليونانية حول مجمع الآلهة والذي يقال بأنه يقع على جبل أولومبوس وهو أعلى جبال يونان وفيها يتابعون ويحكمون كل نواحي الحياة البشرية وفي وصف هذه الآلهة يميل الكتاب بوصفها بأنها بشرية فهناك الرجال والنساء منهم رغم أنهم في بعض الأحيان يغيروا من نفسهم لحيوانات وأشياء أخرى وهذا ما جعلهم عرضة لنقاط الضعف والعواطف البشرية هناك 12 شخصية أساسية في مجمع الآلهة وهو ملك كل الآلهة وإلهة الطقس والقانون والقدر هييرا أو جونو وهي ملكة الآلهة وإلهة النساء والزواج أفريديت أو فينوس وهي إلهة الجمال والحب أبولو وهو إلهة النبوة والموسيقى والشعر والمعرفة إيريس وهو إلهة الحرب أرتميس أو ديانا وهي آلهة الصيد والحيوانات والولادة أثينا أو منيرفا وهي إلهة الحكمة والدفاع ديميتر أو سيروس وهو إلهة الزراعة والحبوب ديونيسوس أو باخوس وهو إلهة الخمر والسرور والاحتفال هيفايستوس أو فولكان وهو إلهة النار والمعادن والنحت هيرميوس أو ميركوري وهو إلهة السفر والضيافة والتجارة ورسول زيوس الشخصي بوسيدون أو نيبتون وهو إلهة البحر وهناك أيضا آلهة آخرين يذكرون بشكل أقل مثل هاديس أو بلوتو وهو إله العالم السفلي وهيستيا أو فيستا وهو إله المنزل والعائلة وأخيرا إيروس أو كيوبيد وهو إله الجنس والتابع لأفروديد الأساطير اليونانية لا تحكي فقط قصص الآلهة والآلهات ولكن هناك شخصيات أخرى فهناك مثلا هيرقل أو هيركولوس والذي قام بإثنى عشر عمل مستحيل للملك إيريستيوس والذي عبده بعد ذلك كإله لإنجازاته وهناك أيضا المرأة الأولى والتي تحمل اسم بندورا والتي جلب فضولها الشر للبشرية أما الملك بيجماليون فقد وقع في حب تمثال من العاج وهناك أيضا أراكني النساجة والتي تحولت لعنكبوت بسبب غطرستها وأيضا أمير طروادة جان ميند والذي ترقى ليصبح ساقي للآلهة أما الملك مدراس فقد حصل على قدرة على جعل كل ما يلمسه يتحول للذهب في الأساطير اليونانية هناك أيضا وحوش ومخلوقات هجينة بين الحيوانات والإنسان وهناك الحصان المجنح بيغاسوس والرجل الحصان سنتور والأسد المرأة والتي تحمل اسم سفينكس والعملاق ذو العين الواحدة وهناك أيضا مخلوقات حديدية تم إحيائها من قبل هيباستوس وهناك أيضا أنواع مختلفة من التنانين ومخلوقات أخرى مثل ساتير ومنيوتور والأقزام وغورغون وأوحادي القرن ومانتيكور هذه المخلوقات أصبحت مشهورة مثلها مثل الآلهة والأبطال التي انتشرت قصصهم في الأساطير اليونانية حرب طروادة هي أشهر قصص الأساطير اليونانية وهي صراع في العصر البرونزي بين مملكتي طروادة واليوناني هذه القصص تنقلها أهم الكتاب والفلاسفة اليونانيين مثل هوميروس وهيرودت وسفوركليس وصولا للسيرفجل لكن في القرن التاسع عشر اكتشف العلماء أثار لمدينة طروادة في غرب تركيا وهو ما أثبت حصول أحداث هذه الحرب التاريخية والذي يقال بأنها تدمرت في حوالي عام 1180 قبل الميلاد هذه الحرب هي الأساس الذي اعتمد عليها هوميروس في الإلياذة والأوديسية القصة أساسا حسب المصادر تبدأ بعد اختطاف أو هروب الأميرة هيلن من سبارتا من قبل أمير طروادة باريس فأقنع ميليوس زوج هيلن شقيقه وأقاممنون ملك ميسينا بقيادة حملة عسكرية لاستعادة الأميرة انضم لأقاممنون أبطال يونانيين عظماء مثل أخيل أو أكيلس وأوديسيوس ونيستور وأيكسو ورافقهم أسطول ضم أكثر من ألف سفينة من جميع أنحاء العالم في كل سفينة مئة جندي هذا الأسطول عبر البحر إلى آسيا الصغرى لحصار طروادة ومطالبة ملك طروادة بريان بعودة هيلن حصار طروادة استمر لعشر أعوام تخلى له معارك ومناهشات منها مقتل هكتور أمير طروادة وأيضا مقتل أخيل الذي لا يقهر وبعد عشر أعوام انسحبت القوات اليونانية في صباح يوم تاركين حصان خشبي ضخم خارج أبواب مملكة طروادة تناقش قبار طروادة حول معنى وجود هذا الحصان وكانت كساندرا ابنة الأمير بريان تحذر الجميع من هذا الأمر ولكن لم يلتفت لها أحد وتم إدخال الحصان لداخل أسوار طروادة وفي الليل فتح الحصان ونزل منه مجموعة من المحاربين اليونانيين بقيادة أوديسوس وهجموا على طروادة من الداخل بعد هزيمة طروادة عاد الجميع لمنازلهم ولكن أوديسوس استغرق عشر عوام في رحلة شاقة للعودة للمنزل في رحلة ذكرها هوميروس في ملحمة الأوديسية أما هيلين سبب الحرب فنجت من هذا الهجوم وعادت لسبارتا ولكن قيل بأنه تم نفيها لجزيرة رودوس وهنا تم شنقها الحقيقة لا نعرف الكثير عن تاريخ هوميروس والمؤرخون يذكرون بأن الإلياذة تعود لعام 750 قبل الميلاد والأوديسية ل725 قبل الميلاد كلاهما انتقل في البداية بشكل شفوي بين الشعراء في اليونان القديمة وتم نسخ هذه الأشعار بعد عقود أو قرون من تأليفها القصص هذه كانت تقسم كحلقات كل حلقة تشمل قصة معينة من خطاف هيلين لحصان طروادة لغزو طروادة وفي القرن الأول قبل الميلاد قام الشاعر اليوناني فريقل بتأليف الإنيادة وهي ثلاث ملاحم كلاسيكية مستوحى من حرب طروادة وهي تتبع مجموعة من أحصان طروادة بقيادة البطل إنيس وسافروا لقرطاج قبل تأسيس مدينة روما وهذه الملحمة هي قصة تأسيس روما وظهور أول سلالة إمبراطورية في روما لكن في السؤال الذي يتبع مأهولة تبلغ عشر أضعاف حجم القلعة وهو ما يجعل طروادة مبنية ضمن العصر البرونزي الطبقة السابعة من الحفريات يعود تاريخها لحوالي 1180 قبل الميلاد وهي تكشف حطام متفحم وهياك العظمية متناثرة وهو دليل على تدمير المدينة في حرب والذي يعتقد بأنها الأساس لقصة حرب طروادة والتي كتبها هوميروس 400 عام بعد هذه الحرب آثار طروادة لا تزال مرئية حتى اليوم لألاف السنين استمرت الشخصيات والقصص في الأساطير اليونانية في تأثيرها على القصص والروايات في كل الآداب والفنون ففي عصر النهضة ظهرت لوحات مستوحى من الأساطير اليونانية مثل لوحة ولادة فينوس لبوتي تشيلي وانتصار غالاتيا لرفايل رغم انتشار المسيحية لكن الأساطير اليونانية استمرت بالانتشار وخصوصا في العصور الكلاسيكية القديمة وبداية عصر النهضة وكان لهذه القصص والأساطير تأثير حقيقي على الموسيقيين والفنانيين في أوائل عصر النهضة وفنانون مثل يوناردو دافينشي ومايكل أنجلو ورافايل دمجوا المواد المسيحية مع الإغريقية واستلهم مشعاراء عصر النهضة والعصور الوسطى مثل دانتي وقيوفاني بوكاتشو من الموثولوجيا الإغريقية للتقديم أشعار نشرت في إيطاليا أما في الأدب فالأساطير اليونانية أثرت على كثير من الكتاب الإنجليز مثل جيفري تشوسر وجون ميلتون وشيكسبير وبريجز أما في فرسا وألمانيا فقد أعاد كل من راسين وقوتي إحياء الأساطير الإغريقية في عصر التنوير وبحلول نهاية القرن الثامن عشر بدأت موجة خاصة من الحماس لكل ما هو يوناني وبالتحديد الأساطير اليونانية والتي ألهمت شعراء المعاصرين مثل ألفريد تينسون وجورج كوردن وبيرسي بريجز وجون كيت لا تزال الأساطير الإغريقية هي مثار خيال كثير من المهتمين بالتاريخ والعدب ولها تأثير حقيقي في كثير مما قدم من أدب في القرون السابقة والأفلام والمسلسلات في العصر الحالي أسطورة اليوم هي أسطورة ضمن الأدب النوردي لسكندناتنا وهي كانت الأسطورة التي اعتمد عليها الكاتب الإنجليزي تولكن في كتابة أحد أهم كتب القرن العشرين كتاب سيد الخوات أسطورة اليوم هي أسطورة الخاتم السحري من الأساطير الإسكندناتية أعظم آلهة قبيلة الأسير أودن كان في رحلة حول العوالم التسع وكان معه هايمن وأبنه المتبنى لوكي المشهور بأنه ماكر وذكي الثلاثة وصلوا لعالم الأغزام نيوافلير وهناك توقفوا عند الشلال بحثا عن الماء أودن وهايمن كان يخططون في زيارتهم لأرض الأغزام لمقابلة ملك الأغزام هايتمار ولكن لوكي لم يهتم بهذا الأمر بل قيل بأنه أحس بملل من هذا العالم وفي نفس الوقت أحس بالجوع لوكي لاحظ وجود حيوان غريب قرب الماء فألقى حجر على رأس هذا الحيوان وقتله ثم سلخ جلده وأكله وأخذ معه الجلد في هذه الرحلة لمقابلة ملك الأغزام عند وصولهم لملك الأغزام صدم أودن بغضب ملك الأغزام المفاجئ والذي لاحظ وجود جلد الحيوان بحوزة لوكي فاظ مير وريقين والذين قبضوا على الآلهة الثلاث حسب قوانين عالم الأغزام لا يطلق صراح القاتل إلا بأن يأتي بالذهب حسب ما يحدده أهل الدم فأعلن الملك بأنه سيعفو عن أودن ومرافقيه إذا استطاعوا جمع ذهب يغطي كل جزء من أجزاء جلد ابنه المتوفى وأن لا تظهر أي شعره لكن الجلد كان كبير ويتمدد مع الوقت لهذا فالآلهة يحتاجون لكمية رهيبة من الذهب لكن سبب كل هذه المشكلة لوكي قال بأنه لديه الحل أخبر لوكي أودن بأنه يعرف عن قصة قزم يملك من الذهب الذي يكفي لتقطية كل الجلد الأغزام حسب الأساطير الإسكندنافية ماهرون في الحدادة ومن أشهرهم كان أندفاري أندفاري كان مثل ابن الملك يملك القدرة على تغيير شكله وفي يوم اتخذ شكل سمكة وسبح في البحر بحثا عن أرض حريات البحر وفي هذه الأرض شاهد كمية كبيرة لا منتهية من الذهب أندفاري لم تكن لديه نية سيئة من هذه الزيارة فكان فقط يريد مشاهدة عجائب أرض حريات البحر لكن حريات البحر قابلوه بشكل سيء واستهزأوه من منظره غضب أندفاري وقرر أن يستولي على كل الذهب من هذا الذهب صنع لنفسه خاتم سحري من يلبس هذا الخاتم تنمو ثروته ويملك عدد لا منتهي من الذهب لوكي وجد من هذه القصة وسيلة لحل المشكلة التي حصلت لهم بقتل ابن الملك وقال لأودن بأنه بالوصول لأندفاري سنملك الذهب الكافي لتغطية جلد ابن الملك عاد لوكي للشلال معه شبكة صيد ضخمة واستطاع صيد سمكة غريبة والتي كانت أساسا أندفاري هدد لوكي أندفاري بأنه سيقتله ما لم يعطيه كل الذهب الذي يملك أندفاري أوصل لوكي لمخبأ الذهب وعطى لوكي كل الذهب لكنه حاول إخطاء الخاتم السحري والذي لاحظه لوكي قبل مغادرة الخاتم كان كأنه ينادي لوكي والذي علم بقوة هذا الخاتم السحرية أندفاري ترجى لوكي بعدم أخذ الخاتم وبأنه سيعطيه كل ما يملك إلا الخاتم لكن لوكي أصر وأخذ الخاتم بقوة غضب أندفاري من خسارة الخاتم وقبل خروج لوكي قام بإرسال اللعنة على هذا الخاتم وبأن كل من يملكه سيحصل على هذه اللعنة حسب لعنة أندفاري من يملك الخاتم سيلعن وسيكون مصيره الهلام وصل لوكي مع الذهب لقصر الملك وبالفعل كان الذهب كافي لتغطية كل الجلد لكن الملك هاتمار لاحظ ظهور شعرة واحدة من بين كل الذهب وهو منافي للاتفاق لوكي اضطر للتخلي عن الخاتم السحري من أجل تغطية هذه الشعرة فحصل الآلهة الثلاثة على الحرية الملك هاتمار أخذ الخاتم وأحس برغبة شديدة بلبس هذا الخاتم وامتلاكه بمجرد أن لبس الملك الخاتم أحس ابنه ريغون بالجشع وبأنه يجب أن يملك هذا الخاتم نفس النظرة كانت بعيون فانفير ابن الملك الثاني فانفير طلب من والده اقتسام الذهب بينهم بدل أن يستحوذ الأب على كل الذهب فرفض الملك هذا الأمر فقتل فانفير والده ونزع الخاتم من يده وهرب من القصر خوفا من انتقام شقيقه حتى وصل لكهف سعيد بخاتمه الذهبي السحري الخاتم كان له تأثير سحري على من يملكه وحتى على أفكاره الخاتم كان يعطي من يملكه الذهب بشكل لا نهاي وفي نفس الوقت يسمم أفكاره فانفير حول نفسه للتنين وكان يحوم حول كومة الذهب لحراستها ريفن غضب من تصرف أخوه بسبب قتل والده ولكن ما كان يشغل باله وأساسا هو الخاتم السحري استدعى ريفن ابنه المحارب سيغورث وأمره بالذهاب للكهف وقتل التنين وأخذ الخاتم بالفعل نجح سيغورث بهذه المهمة وجاء لوالده بقلب التنين والخاتم ريفن بسبب الغضب من شقيقه أخذ القلب وشواه وطلب من ابنه أكل هذا الغلب سيغورث لبى طلب والده وأخذ القلب ليأكله بمجرد أن لمس دم قلب التنين لسان سيغورث سمع الصوت قادم من بعيد الصوت كان يقول بأن ريغون سيقتل سيغورث وهو الصوت يتكرر في إذن سيغورث وخلال لحظات قام سيغورث بقتل والده ريغون والاستحواذ على كل المال وطبعا الخاتم هذه كانت بداية لعنة الخاتم هذا الخاتم استمر بالانتقال من يد لأخرى وكل من كان يملكه يقتل بعد وقت قصير من امتلاك الابن قتل أبوه والزوج قتل زوجته الكل يسعى لشيء واحد وهو امتلاك هذا الخاتم لعنة أنتفاري تمرت كل من امتلك هذا الخاتم هذه الأسطورة هي من الأساطير النوردية والتي استخدمها الكاتب جي آر آر تولكن في روايته الأشهر سيد الخواتم من هذه الأسطورة استوحى تولكن ثلاثيته المشهورة رواية سيد الخواتم هي رواية ملحمية كتبها الكاتب جي آر آر تولكن الإنجليزي في الثلاثينات من القرن الماضي وتدور أحداثها في عالم يسمى ميدل إيرت والذي كان يخطط تولكن في بداية الأمر أن تكون قصة لأرض البشر منذ ملايين السنين أول كتاب من هذه الرواية ظهر في عام 1937 من خلال كتاب The Hobbit وهو كتاب مخصص للأطفال يحكي قصة قزم حصل على خاتم سحري من مخلوق اسمه غولم ثم طور تولكن القصة لتحمل اسم سيد الخواتم The Lord of the Ring بين عوام 1937 حتى 1949 ليكون أحد أكثر الكتب مبيعا في التاريخ ويباع منه 150 مليون نسخة رغم أن الرواية دائما يشار لها بالثلاثية لكن العمل أساسا مكون من مجلدين تم فصل المجلدين لثلاث مجلدات تحمل أسماء زمارة الخاتم والبرجان وعودة الملك وكل قصة أو مجلد مقسمة لقسمين لتكون في النهاية ست كتب اثنان لكل مجلد بعض المطابع قررت نشر الرواية كاملة في مجلد واحد وهو ما كان يهدف له الكاتب أساسا الرواية أساسا اعتمدت على فكرة الخاتم السحري والذي كان مستوحى من الأساطير النوردية ولكن العمل بشكل كامل شمل على العديد من المواضيع منها اللغات حيث قام تولكن بتأليف لغة جديدة كاملة بقوانين خاصة وهي لغة الجن أيضا استوحى أساطير من ثقافات مختلفة مثل النوردية واليونانية والمسيحية بل قيل بأنه كان يرمز في بعض الأمور للحرب العالمية الأولى والتي شارك فيها تولكن الرواية ترجمت لـ 38 لغة وكان لها تأثير حقيقي للأدب العالمي بعد ذلك تولكن لم يقوم بتأليف رواية عادية ولكنه خلق عالم متكامل وأرخ لقرون ضمن هذا العالم وهو ما أغرى الكتاب بعده لخلق عوالم خاصة مثل رواية الكتبان وصراع العروش أو Game Thrones ويوصف تولكن بأنه مؤسس أدب الخيال الحديث أسطورة اليوم هي من الأساطير الإيرلندية القديمة وهي تحكي قصة المحارب كوخلين ومعركته للدفاع عن أرض مملكة أولستر كان كوخلين محارب قوي وأبن أخت ملك أولستر في القرون الأولى الميلادية وقصصه كانت تنتشر بين العامة كتاريخ محكى حتى تم كتابتها بشكل روائي في القرن التاسع عشر يقال بأن هذا المحارب أساسا شخصية أسطورية غير حقيقية وبأن كل القصص التي تحوم حوله هي قصص شرقية تم نقلها لإيرلندا من قبل الرحالة الذين زاروا بلاد فارس والعرب ويقال بأن كوخلين ما هو إلا نسخة غربية من المحارب الفارسي رستوم واليوناني هرقل قصة اليوم هي قصة التور البني من الأساطير الإيرلندية القديمة وقف كوخلين بطل أولستر في شبه جزيرة كولي متأهب لمواجهة جيش كامل بمفرته كل هذا القتال من أجل ثور واحد الجيش الذي واجهه كوخلين كان تابع لمديب ملكة كوناك والتي كانت غاضبة من امتلاك زوجها ثور أبيض ذو قوة مهيبة وتسعى للحصول على ثور أولستر البني الأسطوري في نفس الوقت كان ملك أولستر قد أغضب الآلهة ماخا بإجبارها بالمشاركة في سباق العربات وهي حبلة فأرسلت اللعنة على الملك وجيشه ليصابوا بمرض في المعدة يصاب الشخص بالتشنجات تشابه أعراض الولادة كل من في مملكة أولستر أصيب بهذه الأعراض فيما عدا كوخلين رغم أنه يعتبر مقاتل أسطوري في أولستر لكن كوخلين كان يعلم بأنه لن يستطيع مواجهة جيش الملكة ميديب لوحده لهذا طالب قائد جيش ميديب بالقتال الفردي القتال الفردي هو حق مقدس لقائد أي جيش قبل سنوات من هذه الحرب كان كوخلين قد سافر لأسكتلندا من أجل مقابلة المحاربة الأسطورية سكاخاخ والتدرب تحت أيديها لكن في طريقه قابل محارب شاب من كونكات اسمه فرديان الشابين ارتبطوا بصداقة حقيقية وترافقوا في هذه الرحلة تدرب الشابين عند سكاخاخ ثم عادوا لوطنهم ليجدوا نفسهم بعد عوام في طرفين قيض في حرب لأيام قام كوخلين بالدفاع عن مملكته في مواجهة جيش كامل بل أنه استطاع قتل بعض جنود ميديب وأرسال رأسهم لمعسكرها النهر القريب من معسكر ميديب امتلأ بدماء جنود الملكة والذين قتلوا على يد القائد الأسطوري كوخلين قيل بأنه في دقاءة كان يقضي على مئات الجنود كان كوخلين يقترب من الجيش ليكون على مسافة قريبة من الملكة ويرميها بالحجر استهزاء بها وبجيشها لم يستطع إصابة الملكة إلا في مرة واحدة كان الحجر قريب منها بحيث أطاح بسنجاب كان على كتف الملكة في معسكر ميديب كان فردياد يتفادى خوض هذه الحرب لأنه يعلم بأنه سيواجه صديقة بشكل مباشر الملكة غضبت من الانتظار ومن الخسائر وكانت مستعجلة للحصول على الثور البني فأمرت قائد الجيش بترشيح أفضل مقاتل عندهم القادة ذكروا بالإجماع بأن أفضل مقاتل في الجيش هو فردياد وبأنه الوحيد الذي يستطيع هزيمة كوخلين الملكة استدعت فردياد وكانت غاضبة من عدم مشاركته بالحرب بل أنها شككت في ولائه لمملكته فما كان أمامه سوى الموافقة على المشاركة في هذه الحرب التقى المقاتلان في معركة فردية وكانت المعركة متساوية رغم استخدامهم لعدد مختلف من الأسلحة استمر قتالهم الفردي لثلاثة أيام متواصلة وفي اليوم الثالث كان فردياد قد بدأ بالتفوق على كوخلين المنهك من طول المعركة كوخلين فكر في خدعة أخيرة للانتصار تذكر كوخلين معلمة سكخاه والتي شاركته بسر لم تشارك أحد غيره كانت قد علمته عن طريقة استدعاء جاي بولنغ جاي بولنغ هو الرمح سحري اسطوري مصنوع من عظام وحوش البحر حسب الأساطير هذا السلاح ضائع في عماق البحار ولا يستطيع الوصول له إلا من يستدعيه كوخلين استخدم التعويذة واستطاع استدعاء السلاح وبسرعة قعن صديقة فردياد وارداه قتيلا أمام الجيش وفي نفس الوقت سقط كوخلين متعب من طول فترة المعركة الملكة ميديب استغلت الفرصة وأمرت جيشها بالهجوم المباشر على الثور البني وأخذه بالقوة في نفس وقت هجوم جيش الملكة كان الرجال أولستر قد بدأوا بالتعافي من المرض السحري الذي أصابهم فبدأوا بمطاردة جيش الملكة والذين كانوا يجرون معهم الثور البني لكن الملكة نجحت في هذا الهجوم وفي الحصول على الثور البني دخلت الملكة ميديب قصرها سعيدة بالثور وطلبت من زوجها أن يأتي بالثور الأبيض ليصارع الثور البني وأمام شعب الملكة اشتبك الثورين في معركة متساوية طوال الليل المعركة امتدت لتصل لكل أراضي إيرلندا ولكن في النهاية انتصر الثور البني الملكة ميديب ساعدت بانتصار ثورها على ثور زوجها ويقال بأن الثور البني بعد هذه المعركة أحس بالحزن على مغادرته أرض أولستر وقيل بأنه بعد أيام من انتصاره مات حزن على الخراب التي تسببت به الملكة ميديب في معركتها العبثية اليوم عند التفكير في قصص الأطفال وقصص الخيال يأتي في ذهننا أفلام وقصص الكارتون التي تنتجها ديزني الحقيقة أن هذه القصص قديمة قدم خيال الإنسان في التاريخ بل أن قصة مثل ساندريلا تعود أصولها لمصر القديمة وأيضا لحضارة الصين القديمة التفاصيل لهذه القصص تتغير في السرد حسب الأصول الثقافية لراوي القصة ففي مصر مثلا يكون نعل بطلة القصة من الجلد الأحمر في حين أن هذه القصة في جزر الهند الغربية نجد أن الخبز بدل يقطين يتحول لعربة تركبها بطلات القصة قصص مثل ساندريلا وغيرها مثل أمير الضفدع وهانزلاند جريدل وبيضاء الثلج والأقزام وذات الرداء الأحمر وغيرها وصلت لنا بفضل الأخوين جريم الأخوين جريم هما أخوان من ألمانيا أكبرهم كان جيكوب وأصغرهم فينهرن كان الأخوين جريم مهتمين في الثقافات واللغات وكانوا أيضا أكاديميين وكتاب جمع الأخوين جريم للقصص الشعبية الألمانية في كتاب واحد في القرن التاسع عشر وهذا الكتاب هو الأساس بنسبة كبيرة من قصص الأطفال التي نعرفها اليوم ونحفظها في حلقة اليوم سنتعرف على الأخوين جريم ومشوارهم لنقل أدب الخيال الألماني للعالم الحقيقة أن قصص الأخوين جريم لم تكن أساسا قصص متخصصة للأطفال ولكنها كانت عبارة عن بحث لدراسة الحكايات الشعبية والثقافية الإنسانية لأهل ألمانيا القديمة أول منشور لقصص جريم كانت في عام 1812 القصص التي نعرفها اليوم مختلفة بشكل ما عما نشرهما الأخوين جريم نجد مثلا قصة الشابة أشنو بتل هذه الشابة كانت تقوم بالجلوس عند شجرة البندق يوميا وتحكي لهذه الشجرة عن أمنياتها شجرة البندق هذه نمت فوق قبر والدتها ليتم تحقيق أمنياتها بأن يأتي أمير يملك نعل ذهبي ويبحث عن أميرته أخوات هذه الشابة يتصارعون من أجل لبس النعل الذهبي فتقطع واحدة منهن جزء من كعبها أما الأخرى فتقطع أصابعها وفي خدام القصة يكون حفل زفاف الأمير على أشنو بتل وفيها تطير العصافير البيضاء لتغرد فرحا بهذا الحفل وتقوم بالانتقام من الأخوات بفقع عيونهن هذه القصة الغريبة هي أساس ما نعرفه اليوم بقصة ساندرالا والتي تحولت لفيلم كارتوني من قبل ديزني في عام 1950 بسرعة أصبح كتاب وقصص الأخوين غريم من أكثر كتب الفلكلور شهرة في العالم في البداية حمل الكتاب اسم الحكايات المنزلية للأطفال ليتغير اسم الكتاب بعد ذلك ويكون حكايات غريم الخيالية رغم انتشارها في ألمانيا والعالم على أنها قصة للأطفال أو قصة قبل النوم لكن آل غريم حاربوا هذه الفكرة وقالوا بأنها بحث أكاديمي لعلماء الثقافة الألمانية وما شجع الأخوين غريم على جمع هذا الكتاب كان الحالة السياسية في أوروبا فأوروبا كانت في عز الحروب النابليونية وألمانيا كانت قد تعرضت أراضيها للاحتلال الفرنسي الأخوين غريم كانوا يملكون فكر قومي جرماني حقيقي وأرادوا أن يكون الكتاب هو مرجع صحيح لتراث ألمانيا وبعيدا عن تزوير المحتلين وجد الأخوين غريم بأن أنقى أنواع الثقافة والأدب هو الأدب المرتبط بشكل مباشر بالمجتمع الكتاب نجح فيما سعى له الأخوين غريم وجمع جوهر الثقافة الألمانية قام الأخوين بالسفر عبر أراضي ألمانيا لجمع القصص والتي كانت تنتشر عبر التاريخ الشفوي المحكى بين الأجيال وذكر الأخوين بأن هدفهم الرئيسي هو الحفاظ على الثقافة الألمانية من الزوال وأن لا يكونوا صامتين في عز الحروب التي تتعرض لها أوروبا كثير من القصص التي وصلتنا من الأخوين غريم هي قصص من الفقر للثراء وهي تشابه قصة الأخوين كان يفرق بين الأخوين في العمر عام واحد وقد ولدوا في ولاية هس والتي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة فيما يعرف اليوم بفرانكفورت في عام 1796 وبعد أياما بلوغ جيكوب 11 عاما وتوفى والدهم وكان لهذا أثر كبير على العائلة المكونة من 6 أطفال والتي كانت تعاني من الفقر وبعد عامين غادر الأخوين للالتحاق والمدرسة الثانوية في كاسل بدعم مالي من خالتهم واستمر الأخوين في الدراسة والعيش معنى والارتباط حتى في العمل قيل بأن الأخوين كانوا يدرسون لـ 12 ساعة يوميا عند التخرج انتقل جيكوب لماربورغ في عام 1802 لدراسة القانون والجامعة وبعده بعام تبعه فيلهم المشكلة التي واجههم الأخوين غريم كان عدم حصولهم على الدعم مالي للدراسة وذكر جيكوب في سيرته بأن المعاناة دائما تحفز الإنسان على الاجتهاد والعمل الشابان غريم دخلوا تخصص القانون سعيا لتقرار تجربة والدهم في القانون والخدمة المدنية الأخوين عملوا في مهن مختلفة واختلطوا مع الطبقات المختلفة من المجتمع الألماني وهو ما حثهم بعد ذلك لحفظ لغة وثقافة شعبهم في كتاب هذه التجربة كانت الأساس لتحديد حياتهم وتغيرها للأفضل وخلال دراستهم في الجامعة تعرف الأخوين على فريدرس كارل فورس سافيني أستاذ التاريخ في جامعة ماربورد اهتم الأخوين في التاريخ والأدب والثقافة القديمة سافيني أدخل الأخوين للدائرة العلمية الخاصة بالأدب الألماني القديم وتعرفوا على كليمنس برنانتو وأيكيم فون أرني والذين كانوا مهتمين باكتشاف الأدب القديم وفي عام 1805 سافرت جيكوب مع الساطيني لباريس وعمل معه في جمعة وثائق القديمة حول العادات والقوانين والأدب الألماني وخلال بقائه في باريس أرسل جيكوب لشقيقه يخبره برغبته في تكريز كل حياته لدراسة التاريخ الأدبي لألمانيا الكاتبان أرنم وبرنانتو قاموا بنشر مجموعة من الأغاني الشعبية الألمانية القديمة واقترح برنانتو على الأخوين قرم البحث في المكتبات والكتب القديمة على الحكايات الشعبية لكن الأخوين وجدوا بأن التاريخ المحكى أساسا به كنز من القصص لم تصل للباحثين والكتاب الأخوين بدأوا بسؤال الأصدقاء والمعارف حول القصص التي سمعوها عن جداتهم وانتقلوا للدائرة أكبر وكان أكثر من حصل منهم الأخوين على القصص النساء وبينهم كانت دورثيا وايد والتي تزوجها ويلهم لاحقا وأكثر من حصل منهم الأخوين جريم على قصص كانت دورثيا بيرسون فيهما والتي كان والدها يملك نزل قرب كاسل فكانت تحصل على القصص من قبل المسافرين الذين يسكنون فندق والدها أرسل الأخوين جريم القصص لبرناندو ولكنه لم يستخدمها في بحثه في عام 1810 والتي وصل عددها لـ 54 حكاية طرح أرني مع الأخوين جريم نشر هذه الروايات بنفسهم في مجموعة خاصة لتنشر تحت اسم الحكايات المنزلية للأطفال كيندر آوند هاوس مارشل في عام 1812 لم يحظى هذا الكتاب بشهرة في بداية الأمر ولكن الأخوين استمروا بنشر الأبحاث حول الأساطير الألمانية والتاريخ الأدبي لألمانيا فعزت ذلك من سمعتهم كعلماء بارزين ألمان استمرنا الأخوين بنشر الإصدارات التي تضيف لمجموعة الكتب على مدى 40 عام وفيها نشر سبع إصدارات من مجموعة الحكايات الشعبية لتنشر بشكل نهائي في عام 1857 وهي النسخة الأكثر شهرة اليوم وتختلف بشكل كامل عن الإصدار الأول في عام 1812 الأخوين اعتمدوا على الدقة الأكاديمية لنقل هذه القصص فالكثير منها تحمل شكل سوداوي مأساوي لا تناسب الأطفال وبسبب شعبيتها بين العوائل لقراءة قصص للأطفال قام بينهم بتعديل بعض القصص لتكون مناسبة للأطفال وتبتعد عن التخوير ما يميز إصدارات الأخوين جرام هو إضافة الصور التوضيحية وقام بهذا الأخوين جرام بدءا من عام 1815 وهذا كان منهج جديد وهو ما تسبب في شهرة الأصدارات بين الناس الأساس كان من الإصدارات الأخوين جرام هو الحفاظ على الثقافة الألمانية الشعبية وحث الناس على استمرار العادات والتقاليد وأن يكون الكتاب هو مصدر لمن ينقل في الكلور الألماني لم يتوقع الأخوين بأن يكون هذا الكتاب بيد كل رب أسرة في ألمانيا ليقرأ القصص على أطفاله صحيح كما قلنا في البداية أن الكتاب هو الأساس المواصل لليوم من قصص وحكايات مثله مثل كتاب ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنا ولكنه أيضا قدم منهج جديد للعلماء والباحثين لوضع عيار جديد في البحث والتوثيق للفلكلور ليتأثر به العلماء حول العالم لجمع الأساطير والقصص القديمة في الثمانينات من القرن التاسع عشر والعشرينات من القرن الماضي قام الأمريكان بابتكار أساطير وشخصيات مهمة لترسيخ استحقاقهم للاستقرار في أمريكا كموطن لهم الفلكلور الشعبي للشعب الأمريكي الذي بدأ يستقر في الأرض الجديدة كان يبحث عن ثقافات خاصة به وأساطير خاصة وكان من أهم الشخصيات التي ظهرت في تلك الحقبة وليام فريدريك كودي والمعروف اليوم بلقب بافيلو بيل أصبح بافيلو بيل رمز حي للغرب الأمريكي وكان وليام فريدريك كودي قد حصل على لقب بافيلو بيل بعد أن استطاع ذبح 4,280 جاموس متوحش في ثمانية أشهر ولد كودي في إقليم آيوا في عام 1846 وبعمر 11 عمل كمرسول متنقل للشركة الشحن بوني إكسبريس ولكن خلال الحرب الأهلية انضم للجيش الاتحاد وعمل معهم ككشاف في السهول عرف عن كودي بأنه كان رامي ومتسابق بارع ولكن أهم شيء كان معرفته الدقيقة بعادات السكان الأصليين وجغرافيا المناطق التي يسكنونها ولهذا استمر في العمل ككشاف في السبعينات من القرن التاسع عشر وانتشرت قصص بافيلو بيل بين سكان أمريكا المهاجرين بالتحديد في الغرب ولكن ما أبرز هذه الشخصية هو ظهور كودي نفسه بشخصية بافيلو بيل في عدد من المسرحيات ليصبح أحد أهم الشخصيات في الولايات المتحدة وفي عام 1883 قام كودي بتنظيم العرض الخاص به حول أمريكا والذي حمل اسم بافيلو بيل ويلد ويست العرض تضمن على فقرات ترفيهية لمدة أربع ساعات من الحيوانات البرية وعرض لحيال ركوب الخيل وأطلاق النار والألعاب الخاصة مثل رقصات الحرب الهندية وهجمات الحافلة العرض حظى بشعبية واسعة في أمريكا رغم هذا توقف عن العمل في عام 1913 بعده قدم كودي عروض جديدة بعد توقف بافيلو بيل ويلد ويست حتى وفاته في دنفر بكولورادو في عام 1917 وهو حدث يعتبر من أهم أحداث القرن العشرين في أمريكا ولهذا أسمت الصحافة ذلك اليوم بوفاة أيقونة الغرب الأمريكي العظيم في حلقة اليوم سنتعرف على قصة أسطورة الغرب الأمريكي بافيلو بيل وليام فريدريك كودي ولد في السادس والعشرين من فبراير من عام 1846 في مقاطعة سكوت آيوا واشتهر بأنه صائد للجواميس الأمريكية وعمل ككشاف في الجيش الأمريكي ومتسابق وأيضا مقاتل هندي ولكنه اشتهر أكثر بأنه كان ممثل تميزت عروض كودي بأنها مزيج من الخيال والميلو دراما واستطرع تغيير عروض الغرب الأمريكي لتكون أكثر حيوية وأشهر ما قدمه كان بافيلو بيل ويلد ويست وكونجرس أوف روف ريدرز أوف دا وورد قد يعتبر بافيلو بيل أحد أوائل المشاهير الأمريكية عالميا انتقل والد كودي آيزاك من آيوا لكنسس حيث كان يدير مركز تجاري بالقرب من قرية كيباكو والتي يسكنها السكان الأصليين كانت كنسس في ذلك الوقت ساحة صراع أهلي بين الدعمين للعبودية والمعارضين لها والد كودي كان معارض شديد للعبودية وكان يلقي الخطب ويقود المظاهرات وفي يوم تعرض والد كودي للطعن أثناء القائه خطبة مناهضة لقوانين العبودية وتوفى متأثرا بهذه الحادثة بعد ثلاث سنوات في عام 1857 فكان على الطفل كودي صاحب تسع عوام العمل لعالة عائلته فعمل في شركة شحن وفيها أصبح ماهر في ركوب الخيم وفي عام 1857 كان كودي يحرس ماشيته وحاول أحد السكان الأصليين السرقة من القطيع فقدله كودي ليتم الاحتفال به في القرية كأصغر مقاتل ضد الهنود الحمر وخلال عمله الآخر في رعي الماشية تعرف كودي على الشاب وايلد بيل هيكوك والذي ارتبط مع كودي بصداقة السجلات الرسمية لشركة بوني اكسبرس للشحن لا تظهر اسم كودي ضمن من عمل بها ولكنه في الحقيقة عمل بهذه الشركات في فترتين من حياته كمراسل عندما بلغ الرابع عشر من عمره في ربيع 1860 في البداية اعطي كودي مهمات توصيل المسافات القصيرة لما يقارب السبعين كيلومتر ولكنه بسبب مهاراته ترقى ليحصل على مهمات التوصيل المسافات البعيدة والتي تحصل لأربعمائة وثمانين كيلومتر قيل بانه قضى 22 ساعة في رحلة توصيل ومساعدة المراسلين الاخرين بلا نوم وفي رحلة اسطورية اخرى استطاع الشاب التفوق على محاربي قبيلة سيكوس وسابقهم لمحطة تري كونغرس في وايومي ولكنه وجد حارس المحطة مقتول وقد سرقت خيوله وبعجوبة نجى وهرب للمحطة التالية ليقود مجموعة من الرجال ويهاجم الهنود ويعود لمعسكرهم ويحرر الخيول المسروقة ويستعيد كل الاموال اشتهر عن كودي بانه كان يملك دهاء نادر فقيل بانه طلب منه نقل مبلغ كبير من المال وحتى لا يتم سرقته اخفى العملات تحت بطانية السرج الخاص لخيله وعندما قام اللصوص بمحاولة سرقته القى عليهم الشنطة الخاصة والتي اساسا لا تحتوي على اي مال وهرب واثناء الحرب الاهلية بين عوام 1861 حتى 1865 خدم كودي ككشاف في الحملات التي كانت ضد قبائل الكيواء والكومانشي وفي عام 1864 انضم كودي لفرقة كنسس السابعة العسكرية والتي تتمحور نشاطاتها في مازوري وتنسي وبعد الحرب عمل في الجيش الامريكي ككشاف ومراسل لحصن السورت في كنسس في عام 1866 ولكن شهرته بصيد الجواميز كانت في الفترة بين عوام 1867 حتى 1868 عندما عمل في سكة حديد لشركة يونيو باسيفك حيث كان يقوم باستياد الجواميز لإبعام العمال في السكة الحديد وقيل بأنه استطاع صيد 4,280 جاموس فاشتهر باسم قاتل الجاموس في السهول الكبرى كودي ايضا اشتهر بدقة الرماية والذكاء الخارق حيث انه يحفظ بسرعة تضاريس الشاسعة لأي منطقة يزورها وكان على معرفة دقيقة بالطرق الخاصة بالسكان الاصليين فاصبح مطلوب من الجميع كدليل وكشاف وكثيرا ما طلبه سلاح الفرسان الخامس الامريكي في الحملات التي قادد الحكومة للقضاء على المقاومة الهندية والسيطرة على أراضي السكان الاصليين الواقعة غرب نهر مساسبي بين عوام 1868 حتى 1876 وفي عام 1872 قام فيليب شريدان بالطلب من كودي تنظيم وتأمين رحلة للدوق الروسي أليكسس في رحلة صيب والتي طلبت تنفيذها الرئيس الامريكي وفي نفس العام حصلت كوديا على كثير من المهام التي رفضها الآخرين فعطي وسام الشرف لأعماله البطولية في الـ 26 من إبريل من قبل وحدة سلام الفرسان الثالث عندما طارد مجموعة من السكان الاصليين الذين سرقوا خيول الجيش في نبراسكا ولكنه تم إلغاء هذا الوسام في عام 1916 كجزء من مراجعة عامة لتحديد الأفراد الذين حصلوا على الجائزة والذين يجب أن يكونوا أعضاء في الجيش أو مجندين وتم تصنيف الكشافة على أنهم مدنيين ثم أعيدت هذه الجائزة بعد وفاته في عام 1989 وبسبب مساهماته في الجيش استمرت سمعة كوديا في الانتشار ويقال بأنه شارك في 16 معركة ضد السكان الاصليين من أشهر المعارك كانت معركة حملت اسم يالو هاند في نبراسكا في عام 1876 والتي اعتبرت رد اعتبار على خسارة معركة ليتل بيرجون في نفس العام أخبار كودي انتشرت بشكل كبير بين الشعب الأمريكي واعتبر ضمن الشخصيات المهمة في التاريخ الأمريكي بل قيل بأن كثير من الخرافات ارتبطت بكودي قام مثلا الروائي نيد بونتلاين بتأليف قصة حملت اسم بونتلاين The Scotty of Prairie في عام 1872 والتي استطاع اقناع كودي نفسه بأن يشارك في هذه المسرحية قيل بأن مشاركة كودي لم تكن مقنعة كممثل ولكن رغم هذا تهاتف الناس لمشاهدة كودي المشهور وهنا بدأت مسيرة كودي الفنية والتي استمرت لـ 45 عام في الشتاء كان كودي يقوم بالرحلات الفنية في أمريكا ويعود في الصيف ليعمل كمرافق وكشاف للجيش أو يرافق فرق الصيد في الغرب هنا انتشر اسمين في أمريكا وليام كودي الكشاف الأسطوري والفنان بافيلو بيل بل أصبح هناك خلط بين الناس اعتقادا منهم بأنهم شخصيتين مختلفتين في بداية عمله في الفن في عام 1876 كان كودي يرتدي نفس ملابسه في المسرح في ساحات المعارك ولكنه غير من ملابسه بعد ذلك في عام 1884 حيث نظم كودي بمساعدة شريكة نيت سالسبري أشهر العروض والتي حملت اسم ويلد ويست شو العرض كان مختلف عن أي العروض السابقة حيث شارك فيه بئات الفنانين وفيه تمت إضافة عروض رماية خيالية ورعاة بقر وأيضا أضيف للعروض رقصات وصرخات السكان الأصليين وهو أمر جديد في المسرح أضاف كودي للعرض إعادة تمثيل لأهم القصص في الغرب الأمريكي مثل قصص مطاردات الجاموس والقبض على ديدوود وحكاية أني أوكلي والمشهورة بدقة إصابتها للأهداف وأيضا قصة القائد المشهور بين قبائل السكان الأصليين والذي يحمل اسم سيتينغ بول وهي قصة ضيفة للعرض في عام 1885 العرض أصبح أشهر العروض في أمريكا وفي عام 1887 انتقل العرض لأوروبا وعرض في اليوبيل الذهبي للملكة فيكتوريا وانتقل لأكثر من دولة في القارة الأوروبية وبحلول عام 1893 حضر العرض 3 ملايين شخص وبهذا أصبح اسم بافيلو بيل من أشهر الشخصيات على مستوى العالم استمر بافيلو بيل في تقديم عروضه حتى عام 1916 رغم أنه كان كبير بالسن بعمر الواحد وسبعين عام وكان في كثير من الأحيان يحتاج لمساعدة في الكواليس لركوب الخيب من هذه العروض حصل كودي على مبالغ هائلة ولكنه قام باستثمارات سيئة تسببت في فخدانه لكل ما كسبه استمر كودي في العروض حتى قبل شهرين من وفاته في العاشر من يناير من عام 1917 عروض بافيلو بيل استمرت حتى بعد وفاة كودي بالتأثير على الفن والأدب الأمريكي بل أن الأفلام التي تصور الحياة الغربية الأمريكية في القرن العشرين كلها كانت متأثرة ببافيلو بيل أيضا ظهرت في بدايات القرن العشرين ألعاب رياضية مقتبسة من بعض فقرات العرض فظهرت لعبة The Great Train Robbery والتي ظهرت في عام 1903 وتبعها الآلاف من المناسبات والألعاب المقتبسة من عروض بافيلو بيل حتى ستينات من القرن الماضي في بداية الأمر كان هناك تصوير سيئ عن الشعب الأصلي الأمريكي في هذه العروض وكأنها شعوب متوحشة بلا أي ثقافة ولكن أضيف لعروض بافيلو بيل بعد ذلك قصص حقيقية تبين شجاعة السكان الأصليين وقوتهم اليوم حول العالم لا تزال هناك المناسبات التي تستنسخ العروض التي كان يقدمها كودي في القرن التاسع عشر منها ما يقدم في حدائق ديزني في أمريكا وفرنسا وهي تحتفل بأسطورة بافيلو بيل الأمريكي يقال بأن فاطمة كانت أميرة مسلمة خطفها الفارس كونزالو هيرميغوس والذي بدوره أخذها لقرية صغيرة على كلال سيرا دي إيري في مملكة المرتغال الجديدة هناك روايتين لمصير الأميرة فاطمة المصادر الغربية الكاثوليكية تقول بأن فاطمة وقعت في حب خاطفها واعتنقت المسيحية وتعمدت وعطيت الاسم المسيحي أوريانا في حين أن المصادر المسلمة ذكرت بأن فاطمة أجبرت على اعتناق المسيحية حالها حال معظم الأسرى المسلمين في ذلك الوقت لا يوجد أي تأكيد على صحة أي من الروايتين لكن ما وصل لنا اليوم هو اسم القرية أو المدينة في البرتغال وهي مدينة فاطمة في حلقة اليوم سنتعرف على أسطورة مدينة فاطمة البرتغالية البعض ينسب اسم المدينة للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها لكن حقيقة أنها تنسب للأميرة المسلمة فاطمة بعض الكتب المسيحية كانت تشرح بأن اسم فاطمة هو اسم عربي منتشر يستخدم تيمنا بالسيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهنا جاء الخلط والاعتقاد بأن اسم المدينة كان تيمنا بفاطمة الزهراء رضي الله عنها وهذا غير صحيح الغريب أن اسم القرية هو اسم الأميرة العربي للمسيحي رغم أنها قرية مسيحية القرية أساسا تم إنشاءها في عام 1568 وعاش بها قبيلة أورين لعدة قرون والذين عاشوا في تربية الأغنام والزراعة شهرة القرية كانت في القرن الثامن عشر عند ظهور السيدة العذراء حسب المعتقدات المسيحية هذه القرية كانت مكان لظهور العذراء لأربع مرات وهو أمر نادر في قرية واحدة حسب الأسطورة فإنه كانت هناك شابة لا تستطيع الحديث تمشي وحيدة مع خرافها فظهرت لها العذراء مريم وطلبت من الشابة إحدى خرافها فنطقت الشابة وردت على العذراء وعند عودتها للقرية فوجأ السكان بقدرتها على الحديث وهو ما دفع السكان على إنشاء مزار للسيدة أورتيغا في عام 1758 وهذا ما جعل البابا بيوس السابع في عام 1801 للإعلام بأن زيارة طريح مريان في قرية فاطمة تعطي المغفرة لصاحبها أما عن القصة الأخرى وهي الأشهر فقد حصلت في مايو من عام 1917 وفيها ادعى ثلاث أطفال تتراوح أعمارهم بين السبع سنوات والتسع سنوات والعشر سنوات بأنهم قابلوا مريم العذراء في طريق عودتهم لمنزلهم رعاية الأغنام لوسيا من بين الأطفال كانت هي الوحيدة التي تحدثت مع العذراء حسب الأطفال أخبرت العذراء الأطفال بأنها ستظهر في اليوم الثالث عشر من الأشهر الست المقبلة ثم اختفت وسرعان ما أخبر الأطفال والديهم بالأمر وفيها انقسم أهل القرية لقسمين هناك من كذب الأطفال والرواية وهناك من صدقها بل ونشرها على طول البرتغال وهو ما تسبب في تجمع الحجاج من مختلف المدن في ساحات مدينة فاطمة لرؤية العذراء في الثالث عشر من كل شهر لم تظهر العذراء رغم أنه كان ينتظرها الآلاف كل يوم ثالث عشر من كل شهر وخلال تجمع الناس كانت دوسية تبدأ في وصف مرأة وفي الثالث عشر من أكتوبر من عام 1917 ظهرت مريم العذراء وشاهدها حسب الرواية سبعين ألف شخص كانوا حاضرين لمشاهدة العذراء في زيارتها الأخيرة يقال بأن مريم العذراء في هذا الظهور عرفت نفسها أمام الأطفال الثلاث مرة أخرى بأنها السيدة الوردية وحثت الزوار على التوبة وبناء كنيسة في موقع ظهورها يقال أيضا بأنها أخبرت الأطفال بنبوءات خاصة منها موعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ثم رفعت يتها للسماء واختفت في قرص فضي مضي لتصرخ الطفلة الوسية بكلمة الشمس وبهذا تعرف هذه المعجزة باسم معجزة الشمس استغرق الحدث ما يقارب العشر دقائق ومن بين سبعين ألف من الحاضرين لم تكن كل القصص متشابهة هناك من قال بأن الشمس ظهرت وكانت ترقص حول السماء وهناك من قال بأن الشمس كانت تقترب من الأرض وكانوا متخوفين من صدامها بالأرض وهناك أيضا من قال بأن ألوان الشمس كانت متغيرة ولكن الآلاف ذكروا بأنهم لم يروا شيء أساسا ولكن ما الذي حدث في فاطمة في ذلك الوقت هناك يقين بأن الشمس لم ترقص في السماء أمام الناس ولم يكن هناك أي حدث غير تقليدي لأن حدث سماوي مثل هذا من الطبيعي أن يكون مشاهد خارج حدود مدينة فاطمة ولكن لم يذكر أحد حدوث أي شيء غير تقليدي على مستوى العالم في ذلك اليوم وفي كتاب حول هذه الظاهرة ذكر الكاتب نيكيل بأن الحشد بكل بساطة رأى ظاهرة الشمس الكاذبة أو صندوق وهي ظاهرة بصرية متعلقة بالغلاف الجوي تتمثل في ظهور شموس زائفة تحدث هذه الظاهرة عندما تنعكس أشعة الشمس على البلورات الثلجية المحملة في السحاب ولكن حتى هذه الظاهرة لا تفسر رؤية حركة أو رقص للشمس ولكن الكاتب نيكيل يفسر ذلك بقوله بأنها كانت في ذهن وخيال الحجاج في ذلك الوقت الجمهور هؤلاء قضوا أشهر وهم يترقبون أي ظاهرة وهذا ما ساهم في تخيلهم لحركة رقص الشمس حسب ما قالوا ميل بأن الحجاج قضوا ساعات وهم ينظرون للشمس في انتظار أي إشارة وهو بالتأكيد كان سيسبب ضرر للعين وإرهاق لعضلات العين الشهادات التي ظهرت في ذلك اليوم كانت مختلفة وهو دليل قوي بأنها ظاهرة نفسية كل من يكذب قصص ظهور العذراء لا يكذبون أبدا أصحاب القصص ولكنهم يرون بأنها كانت خداع من خيال هؤلاء لكن أصل هذه القصة وهم الأطفال الثلاث والذين وصلوا لدرجة القدسية عند المسيحيين لا يوجد من ينتقد روايتهم الكثير يؤمن بأن السيدة مريم إذا ظهرت فأنه من الأنسب أن تظهر أمام أطفال فلاحين أبرياء وبأنهم سيكونون لسان صادق للحديث للعالم ولهذا لا يوجد كثير مما ينتقد رواية الأطفال الثلاثة لكن من يشكك في هذا الأمر يقول بأنه لا يوجد أمر حسي يثبت هذه المعجزة الأمر الوحيد الذي قد يكون دليل حسي على صحة الرواية هي النبوآت التي ذكرها الأطفال بأن العذراء أخبرتهم بها بعض هذه النبوآت كانت صحيحة وحدثت ولكن هناك كثير من يرى بأنها أساسا أضيفت للقصة بعد حدوث الأحداث مثل تاريخ نهاية الحرب العالمية الأولى يرى بعض المهتمين بأن ما حدث لهم هو بكل بساطة هستيريا الجماعية وهو أن يرى الشخص خيال أمامه ويشعر بهذا الخيال بسبب تغذية الآخرين حوله وهذا أمر غير شاع ولكن هناك من يفسر الموضوع ويربطه بالهستيريا الجماعية وعلى مر قرون هناك مشاهدات مماثلة للعذراء على مستوى العالم وهو ما قد يؤكد الهستيريا الجماعية فما حدث في قرية فاطمة هو واحد من بين المئات من هذه الضواهر الإنسان يسعى دائما لتحقيق ما يراه في بعض الأحيان مستحيل اليوم نحن نعيش في عالم تكثر فيه الاكتشافات والاختراعات والتي تهدف كثيرا لتغيير حياة البشر للأفضل والهروب من الحياة العادية أيضا في نفس الوقت يكون البحث عن الاكتشاف والاختراع طريق للشر والهلاك فالسعي للمعرفة عملة من وجهين وجه الخير مثل التقنيات التي نستخدمها اليوم وتسهل حياتنا ووجه الشر مثل أسلحة الدمار والقتل وعندما نتكلم عن المعرفة دائما يأتي في بالنا الجانب المشرق من المعرفة ونتغاضى في بعض الأحيان عن الجانب المظلم وأشهر ما قيل عن الجانب المظلم من المعرفة هي قصة ديلادوس وإكروس من الأساطير اليونانية القديمة هذه القصة هي قصة البحث عن المعرفة ولكن تعلم المستمع بأنه عند البحث يجب أن نكون حذرين من استخدام هذه المعرفة أسطورة اليوم هي أسطورة ديلادوس وأبنه إكروس في الأدب والثقافة اليونانية القديمة اشتهر ديلادوس على أنه أفضل فنان على الإطلاق ووصف بأنه حاد الذكاء كان ديلادوس يعمل في أثينا وكان لديه متدرب شاب هو ابن أخي تالوس تالوس كان فتى موهوب بشكل غير عادي بل أنه تفوق على معلمه ديلادوس أحسد ديلادوس بالحسد الشديد من ذكاء وقدرات ابن أخي وفي يوم كان ديلادوس مع ابن أخي تالوس وابن أخته بيردوكوس في زيارة للتل أكروبولوس وفيه قام ديلادوس بدفع الشاب من هذا التل وقتله يقال بأن ديلادوس قتل ابن أخي لغيرته الشديدة ويقال أيضا بأنه قتل ابن أخته بالغلط لاعتقاده بأنه تالوس ولكن آلهة أثينا تحولت لطائر وأنقذت الشاب من القتل وطارت به بعيدا لبر الأمام الأسطورة تقول بأن هذا الطائر كان طائر الحجر هذا الطائر كان يحذر الشاب من مصيره المأساوي ويحذره دائما من الذهاب للأماكن المرتفعة بغض النظر عن ضحية ديلادوس فقد تم تقديمه للمحاكمة في المحكمة العليا في أثينا موجهين له تهمة القتل العمل وبه تمت عقوبته بطرده من أثينا لجزيرة كيرت جزيرة كيرت كان يحكمها الملك كينوس وهناك استقبل الملك الفنان ديلادوس وأعطاه مهمة العمل كمهندس معماري للملك تقربت ديلادوس من البلاط الملكي في جزيرة كيرت وأصبح من كبار الشخصيات في العرش وهنا تعرف على ناوكريت والتي كانت عشيقة لعبد الملك تزوج ديلادوس من ناوكريت ورزق منها بالطفل اسمه بيكولوس استمرت حياة ديلادوس بدون أي مشاكل وعاش حياة سعيدة في جزيرة كيرت حتى قام الملك مينوس باستدعاء ديلادوس طلب الملك من ديلادوس تصميم وبناء حضيرة للكائن الاسطوري مينوتور المينوتور كان كائن بجسد رجل ورأس وذيل ثور هذا المخلوق هو ابن باسفاي زوجة مينوس ولكن ليس من صلب الملك فعندما وصل الملك مينوس للعرش في جزيرة كيرت اشتعل خلاف بين الملك وأخوته أحس الملك مينوس بالضيق من هذه المشاكل فصلى لإله البحر بوسيدون لأن يرسل له علامة لتأكيد حقيته بالعرش فأرسل بوسيدون ثور ناصع البياض كعلامة مينوس فرح فرحا شديدا بهذه العلامة وتعهد بأنه سيضحي بهذا الثور لإله البحر لكن الجشع تغلب على الملك مينوس وقرر الاحتفاظ بالثور لنفسه إله البحر بوسيدوس انتقام من الملك بأن جعل باسفاي تقع في حب الثور ومن هذه العلاقة ولد المينوتور نتج عن علاقة زوجة الملك والثور الأبيض ولادة المخلوق المشوى مينوتور الملك خجل من فعلة زوجة دوارات إخفاء هذا الوحش والذي كان يزداد عنفا وحجما يوميا ولهذا طلب الملك من ديلادوس بناء متاهة للوحش المتاهة كانت تتغير مع الوقت حتى يضيع من يدخل فيها للأبد الحقيقة أن ديلادوس نفسه عندما انتهى من المتاهة وجد صعوبة حقيقية في الخروج مما بناه وبعد الانتهاء من المتاهة وخروج ديلادوس منها تم وضع الوحش في وسط هذه المتاهة ليكون مخفي عن عيون الناس وكان الملك يدخل أي رجل خائن أو محكم عليه بالإعدام للمتاهة ليكون طعام للمينوتور الملك قام بوضع ديلادوس وأبنه إيكورس في سجن في برج عالي حتى لا يشوفوا أسرار هذه المتاهة لأحد ولا يساعد المخلوق المرعب في الهروب الأب وأبنه في سجنهم بدأوا بالتخطيط للهرب من هذا البرج من أعلى البرج لاحظ ديلادوس بأن الملك قد أمر جنوده بتفتيش كل المراكب التي تترك الجزيرة وعلم بأنه من المستحيل الهروب عن طريق المراكب ولكنه وجد الحل في الطيور التي تطير حول البرج درست ديلادوس وإيكورس سلوك الطيور وطريقة طيرانها كان ديلادوس وأبنه يجمعون الريش الذي يتساقط من الطيور ويجمعونها مع بعض باستخدام الشمع استطاع الأب وأبنه صناعة زوجان من الأجنحة واحد لديلادوس والآخر لإيكورس وفي يوم كان الجو فيه هادئ وبدون أي أمطار والشمس مشرقة وجد ديلادوس بأنه يوم مناسب للهروب أخبر ديلادوس ابنه وحذره من الطيران قريب من الشمس فأشعة الشمس الحارة ستذيب الشمع أو أن يطير قريب من البحر لأن المياه ستضرب الريش وتذقل الأجنحة وقف الأب وأبنه على حافة البرج وقفزه وبالفعل نجحوا بالطيران والابتعاد عن جزيرة كارد امتلأ قلب إيكورس بالسعادة والبهجة من الطيران والهروب من السجن لكنه أيضا نسى تحذير والده وابتعد عنه وحلق قريبا من الشمس حرارة الشمس أذابت الشمع وفي دقائق سقط الأبن في البحر وما ديلادوس شعر بالرعب من هذا المشهد ومن عدم قدرته على أنقاذ ابنه أطلق ديلادوس عن المكان الذي سقط فيه ابنه والجزيرة القريبة من هذا المكان جزيرة إيكاريا لإحياء ذكرى ابنه تقول بعض الأساطير اليونانية بأنه وقت سقوط إيكورس في البحر كان هرقل يمر من نفس المكان فقام هرقل بدفن إيكورس وتكريم جثمانه واصلت ديلادوس الطيران حتى وصل للسقلية وهناك دخل على الملك كوكالوس وطلب منه اللجوء هناك شيد معبد لأبولو وفي هذا المعبد علق الأجنحة وقدمها قربانا للآلهة لكن في جزيرة كرت كان غضب الملك مينوس عظيم على هروب ديلادوس الأسطوري فأقسم على إعادة ديلادوس كان الملك يعلم بأن ديلادوس يملك موهبة التنكر وبأن البحث عنه بالأسلوب التقليدي لن ينفع بل وسيكون من المستحيل القبض عليه ولكنه أيضا كان يعلم بأن ديلادوس يحب الألغاز وأنه قد يسافر لأيام فقط من أجل حله أعلن الملك عن مكافأة عظيمة لمن يتمكن من تمرير خيط عبر صدفة بحر حلزونية الملك قام بجولة عبر الجزر والمدن حوله وفي كل مكان يعلن الملك عن اللغز والمكافأة وهو يعلم بأن ديلادوس سيأتي لحل هذا اللغز ويحصل على المكافأة حتى وصل لمكان إقامة ديلادوس وأعلن عن اللغز والمكافأة الكثير خلال رحلات الملك حاولوا حل اللغز ولكن الكل فشك وصلت الأخبار للملك كوكالوس والذي أمر حاشيته بجلب لدالوس بسرعة لأنه يعلم بأنه الوحيد الذي يستطيع حل اللغز ورغم أن وقت استدعاء الملك له كان ديلادوس قد أصبح كبير في العمر ولكنه كان لا يزال ذكي وسريع البديهة بكل بساطة وضع ديلادوس على الطرف الصدفة قطرة عسل وأحضر نملة وربط الخيط بها لتدخل النملة للصدفة وتتجول داخل متاهة الحلزونة وتصل لنهاية الصدفة وتخرج من الطرف الآخر الملك مينوس عرف بأن هذا الرجل كبير السن الذي نجح في حل اللغز هو نفسه ديلادوس وطلب من الملك كوكالوس تسليمه له كوكالوس أقنع الملك مينوس بالبقاء أكثر في الجزيرة وعدم العودة لكيري الملك مينوس كان قد قضى أشهر في السفر ووجد بأن المجال مناسب له للراحة أخيرا بعد أن قبض على ديلادوس بنات الملك كوكالوس كنا معجبات بالعجوز ديلادوس وقصصه الساحرة وحتى لا يبتعد عنهن قرروا اغتيال الملك مينوس فسكبوا الماء الساخن على الملك عند استحمامه لقتله وبالفعل نجحنا في قتل الملك وأنقاض ديلادوس رغم هذا شعر ديلادوس بأنه يجب أن يختفي عن الأنظار رغم أن الملك وبناته طلبوا منه البقاء لكن ديلادوس غادر واختفى عن الأنظار وعن كتب التاريخ وآخر ذكر له في الأدب اليوناني كان عندما شاهده بعض الناس في سردينيا بصحبة هيولاوس ابن شقيق هرقل لا أعلم أحد مصير ديلادوس بعد ذلك أو كيف مات ولكن قصة ديلادوس وابنه إيكورس هي درس لكل الأمم عن كيف أن موهبة الشخص وذكاءه قد تؤدي في النهاية لمأساة والتي كانت هنا وفاة ابنه أمام عينه كثير من الأساطير والمثولوجيا اليابانية تتمحور حول وصف حياة المزارع الياباني لهذا نجد التركيز أساسا على الزراعة وكيف وصلت بذرة الأرز للأرض حسب هذه الأساطير هناك مجموعة من الآلهة ومن بين أهم المخطوطات التي تكلمت عن الأساطير والخرافات في تاريخ اليابان هناك كابي كوجيكي ونيهون شوكي وأيضا هناك مخطوطة شينتوشو والتي تصف الآلهة اليابانية من المنظور البوذي في حين نجد بأن الكتاب هستوما تيسيتا تتكلم عن قصص مختلفة عن الأساطير اليابانية هذه الأساطير انتشرت بدعم من الامبراطور الياباني من أجل إضافة الصفة الإلهية للعائلة الحاكمة لهذا فإن الامبراطور الياباني يحبل اسم تينو أو السيد السماوي حلقة اليوم هي حلقة تعريفية حول الأساطير اليابانية الأساطير اليابانية هي مجموعة من القصص والخرافات التي تم تجميعها من التاريخ المحكى وهذه الأساطير تشرح عدد من الاحتفالات والعادات التي عاش فيها الشعب الياباني عبر التاريخ ففي عام 712 تم جمع هذه الأساطير في كتاب حمل اسم كوجيكي وهو من أهم المراجع حول الأساطير والديانات اليابانية القديمة كتاب كوجيكي يلقب بسجلات التاريخ القديم وفي عام 720 ظهر كتاب نيهون شوكي والذي يعني سجلات اليابان في هذا الكتاب هناك شرح عن الطبقة الحاكمة وعن أصل عوائل الطبقة الحاكمة ويقال بأن هذا الكتاب تم كتابته بدعم من الأسرة الحاكمة بهدف تعزيز سلطة الإمبراطور هذا الكتاب لم يكن مخصص بشكل كامل لتدوين الأساطير ولكنه دمج بعض الأساطير مع التدوين السياسي لليابان الأساطير اليابانية تعتمد على دورة ياماتو والتي تتمحور حول آلهة الشمس وأيضا هناك دورة إيزومو وفيها قصة الشخصية الرئيسية سوزانو شقيق أماتراسو أهم السجلات والمخطوطات اليابانية ظهرت من القرن السادس الميلادي وقد يكون هناك سجلات أقدم من هذا ولكن بحلول القرن السابع الميلادي في زمن الإمبراطور تيمو كان من الضروري تأريخ جميع العوائل المهمة في اليابان في هذه السجلات تم توزيع الرتب والمستويات لهذه العوائل بمثل ما هو في العوائل الصينية وفيه تم توزيع العوائل للثمان مستويات ورتب كل هذا بأوامر الإمبراطور تيمو والذي اعتمد على كتابي كوجيكي ونيهون شوكي ظهور هذين الكتابين غيروا كثيرا من التاريخ الياباني فانتقل التاريخ الياباني من التاريخ الشفوي للتاريخ المكتوب كتاب نيهون شوكي حظى بدعم مباشر من الإمبراطور ولهذا يعتبر سجل حقيقي لتاريخ الأسرة الحاكمة ولكنه يفتقر لشرح الجانب الديني والأساطير لكن كتاب كوجيكي هو كتاب غني بالأساطير وعلم الأنساب لشعب اليابان كتاب نيهون شوكي أضاف شرح علمي للأساطير اليابانية ويقال بأن الغرض الرئيسي كان إضافة الصيغة الأسطورية للعائلة الحاكمة اليابانية مثل ما قلنا سابقا كتاب كوجيكي ونيهون شوكي هدفهم الأساسي هو التدبع الأنساب للشعب الياباني والسلالة الإمبراطورية ولكنها أيضا قدمت قصة أساس العالم في هذه القصص ذكر أساس الكون وقيل بأن العالم قبل كل شيء كان عبارة عن كتلة فوضوية على شكل بيضة غير واضحة المعالم ومع الوقت انقسمت هذه البيضة لقسمين القسم الفخم تحول للجنة والتي تحمل اسم يانك والأجزاء الثقيلة اجتمعت لتكون الأرض أو الين وحتى الآلهة انقسموا لقسمين أول قسم هم الآلهة الفردية والذين كانوا ثلاث آلهة أما القسم الثاني فهم الآلهة الأزواج وقال لكتاب نيهون شوكي ظهر أحد الآلهة الثلاث وهو الذكر النقي على شكل قصبة تربط الأرض بالسماء ومعه تم وضع الأساس المركزي للكون وفي الأرض تجمع الطين والرمل ليشكلوا الأرض التي يسكنها البشر بعدها ظهر الإله إيزاكي الذكر والآلهة إيزامي الأنثى ووقف هؤلاء على جسر عائم في السماء وخلقوا المحيط باستخدام حربة خاصة ملح البحر تكون من جزيرة أونوغورو والتي كانت تحتوي على شواطئ ملحية إيزاكي وإيزانامو نزلوا لهذه الجزيرة والتقوا مع بعض حول العمود السماوي وتزاوجوا في هذه الجزيرة وبدأوا بالإنجاب من هذه الجزيرة أول ثماني أطفال توفوا وانتجوا الجزر الثمان التي شكلت اليابان أنجبت إيزامي إله النار والذي قتل أمه حرقا غضب إيزاناكي من ابنه وهجم عليه من دم هذا الصراع ولد إله الرعب إيزانامي قبل وفاتها ولدت آلهة آخرون وهم آلهة المعادن والزراعة إيزاناكي تواصل مع إيزامي في أرض الأموات وطلب منها العودة لأرض الأحياء ولكنها قالت بأنها أكلت طعام من أرض الأموات فلا يمكن لها العودة أبدا رغم أنه كان قد حذرها من هذا الأكل بسبب هذا امتلأ جسم إيزانامي بالديدان وتمنق لها من قبل آلهة للعالم السفلي لكن إيزاناكي استطاع عادتها للعالم العلوي وسد بوابة العالم السفلي بحجر ضخم الآلهة غضبت من إيزاناكي وهددته بقتل ألف شخص يوميا ولكنه قال بأنه سينجب ألف وخمسمائة طفل مقابل كل ألف شخص يموت إيزاناكي عاد لعالم البشر وطهر نفسه في مستنقع يومي نوكونو من المياه اللامعة المتساقطة من عينيه الأسرة ولدت آلهة الشمس أماتيراسو أوميكامي وهو الجد الأكبر للعائلة الإمبراطورية ومن عينه اليمنى ولد إله القمر سوكومي نوموكيتو ومن أنذه ولد الإله المحتال سوسانو أعطى إيزاناكي إله الشمس جوهرة من قلادة وأمرها بأن تحكم الجنة وأعطى حكم الليل لإله القمر وأمر سوسانو بأن يحكم البحر حسب كتاب كوجيكي كان سوسانو غير راضي من هذا الأمر وصعد للسماء لمقابلة أخته الكبرى وهناك التقى بأماتيراسو والتي منها ولدت الآلهة كانت آلهة الشمس أماتيراسو غاضبة من تصرفات سوسانو فاختفت في كهف السماوي ورفضت الخروج ولهذا ملئ الظلام الأرض والسماء الآلهة اجتمعوا أمام الكهف وأشعلوا النار وزرعوا شجرة مقدسة أمام هذا الكهف في هذا الاجتماع الآلهة أقاموا احتفال ورقصت آلهة اسمها أمانيزيومي نو ميكوتو انزعجت آلهة الشمس أماتيراسو منضحك وغناء الآلهة خارج الكهف ففتحت باب الكهف فسحبوها خارج هذا الكهف لتبدأ بعد ذلك دورة أزومو وفيها نزل سوسانو من السماء بعد نفيه بسبب إغضابه لآلهة السماوية ويكمل كتاب قصة دورة الأزومو وفيها يقوم رايس فيلت بينقاذ الأميرة مارفلوس من ثعبان ذي ثمانية رؤوس والذي تزوج من هذه الأميرة وكانوا سلف الأسرة الحاكمة لآيزومو وهي منطقة في اليابان من أهم أفراد عائلة سازونو كان الآلهة أوكنينشي نو ميكوتو والذي يلقى برئيس الأرض العظيم والذي تولى السيطرة على اليابان قبل نزول أحفاد آلهة الشمس إلى الأرض بعد وقت طويل طلب أماتيراسو زعيم الآلهة السماوية من آلهة الأرض والذين يعرفون باسم آلهة أزيمو تسليم الأرض طلب إله السما من آلهة الأرض أن يحكم أرض السهول الوفيرة المغطى بالأرض بعد ذلك رضخت آلهة الأرض لطلب أماتيراسو والذي أمر حفيده أن ينزل يكون إله الأرض حسب كتاب نيهون شوكي قام أماتيراسو بتسليم نيكيني بعض بذور الأرض من حق الأرض مقدس وطلب منه زراعة الأرض على الأرض وعبادة الآلهة السماوية نزل حفيد إله الشمس إلى قمة تاكاتشيهو من مدينة ميزاكي وهناك تزوج من ابنة إله الجبل وعندما حملت زوجة نيكيني وكانت على وشك الولادة حصل خلاف بينه وبينها فطالب بإثبات أن هذا الطفل هو الطفلة فأشعلت النار في غرفتها وأنجبت ثلاث أبناء ليكون أحدهم هو الإمبراطور الأول الأسطوري جيو وبه انتهى عصر الآلهة وبدأ عصر الأمبراطورية حسب الأساطير اليابانية هناك عدد كبير من الآلهة لكن أشارهم هم تسع آلهة أولهم أماتراسو وهو إله الشمس في اليابان وهو إله شينتو المركزية ومركز الحياة الروحية اليابانية بصفتها الجدة الأسطورية للعائلة الإمبراطورية اليابانية فإنها تشكل أساس حق هذه العائلة في حكم اليابان هناك أيضا إزاناقي وهو واحد من أولى الآلهة في الكون جنبا إلى جنب مع إزانامي نظرته النسائية أنشأ إزاناقي جزر اليابان وسكنها على الرغم من أنه عانى من مأساة كبيرة فقد استمر في حكم السماوات وساعد فيما بعد ابنته في الصعود إلى العرش الإلهي هناك أيضا سوزانو وهو إله البحر والعواصف حسب الأساطير اليابانية ويوصف بأنه فوضوي وعنيد ومتهور وهو أيضا شقيق أماتراسو آلهة الشمس المشرقة وملكة السماوات ومن الآلهة هناك أيضا سوكويمي وهو إله القمر الياباني يمثل هذا الإله جمال القمر وقوته ارتكب جريمة فضيعة أمام زوجته أماتراسو ومنع من رؤيتها مرة أخرى أما إله الرخاء والحدادة فهو إيناري ويصور على أنه ذكر وأنثى في بعض الأحيان وهو إله تم عبادته لأكثر من ألف عام في جميع أنهاء اليابان أدى انتشار عبادة إيناري إلى إنشاء نوع خاص من الأضرحة يركز بشكل أساسي على الحدادة وزراعة الأرز وكذلك الحفاظ على ثعالب بالنسبة لإله العواصف فهو راقين وهو الروح الدمار والفوضى والذي يرمي البر والصواعق القوية أثناء ركوبه فوق السحب المظلمة يرافقه دائما رفيقه إله الرياح فوجين بالنسبة لإله الرياح فوجين فهو شيطان ولد من العالم السفلي وهو قوة الطبيعة المدمرة يتحكم في كل رياح العالم ويظهر بجانب أخيه شيطان الرعد راجي أما آلهات الرقصات والكوميديا والثن فهي مينو أوزومي بالنسبة لإله الحظ هو إيبوسو وهو إله الحظ والازدهار حسب الأساطير اليابانية يظهر دائما بابتسامة وضحكة على الرغم من أنه تم رفضه عند الولادة إلا أن إيبوسو استمر في أن يصبح خيرا ولطيفا وواحدا من الآلهة السبعة المحظوظة أخيرا هناك إله الأرز نينيجي وهو الذي قدم الأرز والحظارة إلى اليابان ثم أسس العائلة الإمبراطورية اليابانية وهو حفيد أما تراسو العظيم إلى السماء والشمس أتلانتس هي جزيرة أسطورية يعتقد بأنه تم ذكرها في حوارات أفلاطون تيماوس وكريتياس هذه الأسطورة كانت موضوع مثير للجدل بين الفلاسفة والمؤرخين الغربيين لما يقارب 2400 عام وصفها أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد بأنها مملكة قوية ومتقدمة ولكنها في النهاية غرقت في المحيط في حوالي 9600 قبل الميلاد انقسم الإغريق القدماء حول ما إذا كانت قصة أفلاطون هي تاريخ حقيقي أو أنها قصة خيالية أيضا ذكر بعض المهتمين بأن أساسا أتلانتس هي الجزء من اليونال القديمة وبالتحديد جزيرة سانتوريني اليونانية والتي دمرها بركان في حوالي 1600 قبل الميلاد حلقة اليوم هي حلقة تعريفية عن جزيرة أتلانتس الاسطورية يصف أفلاطون أتلانتس كجزيرة أكبر من ليبيا وآسيا الصغرى مجتمعين وهي التقع في المحيط الأطلسي خلف أعمدة هرقل وأيضا يفترض بأنها اسم خاص بمضيق جبل طارق حسب أفلاطون فأن أهل أتلانتس هم أصحاب ثقافة متطورة للغاية ولديهم دستور يشابه بشكل مثيل للريبة من الدستور الذي حدده أفلاطون في كتابه الجمهورية هذه الأرض كانت تحت سيطرة الإله بوسايدون والذي عين ابنه أطلس ملك على أهل الجزيرة والمحيط ولكن مع نمو قوة أهل أتلانتس تراجعت أخلاقهم وقد استطاعوا غزوا أفريقيا حتى مصر وأوروبا حتى وصلوا لإيطاريا ولكن تم طردهم من قبل تحالف بقيادة أثينا بعد ذلك تعرض أهل الجزيرة لعقاب إلهي حيث تعرضت الجزيرة للفياضانات والزلازل لتغرب في أعماق المحيط وتنتهي هذه الحضارة هذه القصة أثارت خيال كثير حول العالم ومنهم العالم السويدي أولاوس رودبيك والذي نشر أربع مجلدات حملت اسم أطلانت في عام 1699 وحاول من خلال هذه المجلدات إثبات بأن السويد كانت الموقع الأصلي لأطلانتس وأن جميع اللغات البشرية تنحدر من اللغة السويدية هذا الإدعاء لم يلقى أي رواج خارج حدود السويد على الرغم من اعتباره موثوقا في وطنه إلا أن القليل من خارج السويد وجدوا حجة درودبيك مقنعة يقول أفلاطون بأنه سمع قصة أطلانتس من جدة والذي سمعها من رجل الدولة الأثيني سولون قبل 300 عام من زمن أفلاطون والذي بدوره تعلمها من كاهن مصري حسب أفلاطون وصف الحياة في أطلانتس يعود لتسعة آلاف سنة سابقا سواء صدق أفلاطون في قصته أم لا فأن نيته في سردها يبدو أنه كان لتعزيز أفكاري حول المجتمع المثالي فقد استخدم قصص النصر والكوارث القديمة ليعكسها على أحداث أكثر حداثة مثل حرب طروادة أو غزو أثينا لسقلية في عام 413 قبل الميلاد كانت تاريخية قصة أفلاطون مثيرة للجدل في العصور القديمة حيث يقال بأن بعض أتباعه صدقها بينما كتب سترابو بعد قرون نكتة ذكر فيها بأن أرسطو كان لديه القدرة على تخيل أمم من الفراغ وتدميرها بعد ذلك في القرون الأولى من العصر المسيحي كان أرسطو مصدق في مجتمع المثقفين لهذا لم تتم مناقشة صحة وجود أطلانتس كثيرا وفي عام 1627 نشر الفيلسوف والعالم الإنجليزي فرانسيس بيكون رواية خيالية بعنوان أطلانتس الجديدة والتي تصور مثل أفلاطون من قبله مجتمع متقدم سياسيا وعلميا في جزيرة في المحيط لم تكن معروفة من قبل وفي عام 882 نشر عضو الكونغرس الأمريكي السابق إغنادوس دوليني كتاب ذكر فيه بأنه كانت هناك حضارة متقدمة اندثرت وانتقل المهاجرون منها لأوروبا القديمة وأفريقيا والأمريكيتين وهم السبب في ظهور الأساطير اليونانية والهندوسية والإسكندنافية نظريات دوليني لقت رواج حقيقي وهي التي وصلت لنا اليوم وتطورت أكثر في مطلع القرن العشرين لتندمج مع المعتقدات المعاصرة حتى اليوم يقوم علماء الآثار بالبحث عن أدلة وجود أطلانتس ومن ما اكتشف في ساحل أسبانيا من وجود تشكيل صخري تحت سطح البحر في جزر البهامس والتي قد تكون المكان الأكثر احتمالا لوجود أطلانتس أما الموقع الأكثر قبولا لبعض العلماء هي جزيرة سانتوريني اليونانية والتي كانت قديما تحمل اسم تيرا حيث أنها جزيرة شبه مغمورة وتمسكنها في الألفية الثانية قبل الميلاد وتعرضت لثوران بوركاني أدى في النهاية للتسونامي أغرق الحضارة التي عاشت في هذه الجزيرة ميزة الأساطير أنها تصف حال الشعوب في القرون القديمة وهذا سبب طرح هذه السلسلة ومحاولة التسليط على أساطير الشعوب من حول العالم يقال بأن بعض الأساطير هي وسيلة لتفسير أمور غير اعتيادية مر عليها الشعوب مثل الأمراض والكوارث الطبيعية ولهذا فالقراءة في الأساطير تكون مفيدة لفهم بعض الأحداث التي مر بها شعوب العالم هذه المرة سنسلط الضوء على بعض عناصر الأساطير والفلكلور الإيطالي أول كلمة من الفلكلور الإيطالي سنتكلم عنها هي كلمة لوبو ماناترو وهي تصف رجال ونساء يتحولون لذئاب كان يعتقد الإيطاليين وخصوصا أهل القرى النائية في القرون القديمة بوجود بشر بينهم يتحولون لذئاب ليلا وبالتحديد في ليالي البدر بل أنهم كانوا يعتقدون بأن ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر هي الليلة الخاصة بهم أهل القرى يعتقدون بأن الكنيسة هي من لعنة هذا الشعب وحسب إحدى القصص فأن قسيس تعرض لهجوم من قبل ذئب في قرية راقوزا وبعد أن قاوم الكاهن طعن الذئب بصليب خشبي ليتحول الحيوان لإنسان والذي شكر القسيس لكسره اللعنة التي أصابت منذ كان الطفل حسب الأساطير الإيطالية يتحول الإنسان الملعون لذئب كل ليلة بدر حتى طلوع الفجر واعتقد أهل إيطاليا بأن الذئاب لا يستطيعون الصعود أكثر من ثلاث درجات ولهذا ستجد مباني إيطاليا القديمة حتى المتواضعة منها بعتبة أبواب مرتفعة أكثر من ثلاث درجات وينتشر بينهم بأنه إذا طاردك اللوبو منارو فما عليك سوى اللجوء لدرجة انتشر أيضا بينهم بأن علاج الملعون يكون عن طريق تغييده في حمام بارد أو رميه بمفاتيح معدنية أو إطلاق النار عليه برصاص فضي بحيرة كومو من أجمل بحيرات في إيطاليا والتي تقع 30 ميل شمال ميلان وهي أيضا إحدى أعمق البحيرات في أوروبا في نوفمبر من عام 1946 ادعى اثنين من الصيادين بأنهم شاهدوا حيوان ضخم شبيه بالزواحب بقشور حمراء بطول 12 متر قال الصيادون بأنهم أطلقوا النار على الحيوان ولكنه اختفى داخل أعماق بحيرة كومو حمل الحيوان في الفلكلور الإيطالي اسم لاريو ساريوس وهو اسم لزاحف من عصور ما قبل التاريخ اكتشفت بقاياه المتحجرة في بحيرة كومو في عام 1830 وفي عام 1954 ذكر الرجل بأنه وابنه شاهدوا وحش بحيرة كومو وفي عام 1957 ظهرت شهادة أخرى استمرت الشهادات بين أهل كومو حتى قال أحدهم في عام 2003 بأنه شاهد الوحش والذي يشبه ثعبان البحر ولكنه بحجم أضخم قام الباحث الإيطالي جورجو كاستل جيليوني بنشر بحث عن كل المشاهدات وحدد تفسيرات منطقية عن كل مشاهدة لينكر بشكل قاطع وجود وحش بحيرة كومو لكن الأسطورة لا تزال منتشرة بين أهل كومو وميلان بالنسبة لأسطورة البيفانيا فهي شخصية مثيرة للجدل خصوصا من قبل الكنيسة في إيطاليا تتكلم الأسطورة عن إمرأة اسمها بيفانا تقوم في ليلة السادس من يناير من كل عام بترك الهدايا للأطفال الذين كانوا مطيعين ومؤدبين طوال العام وتترك قطعة فحم للأطفال الأشغية الإيطاليين يصنفون يوم السادس من يناير بأنه نهاية موسم الكريسمس توصف بيفانا بأنها إمرأة عجوز تركب مكنسة وتطير في الهواء وتوزع الهدايا وتدخل بيوت من خلال المدخنة وتحمل حقيبة مليئة بالهدايا والحلويات وهذه الأسطورة منتشرة قرون قبل ظهور أسطورة سانتا كلوز في العالم وفقا للأسطورة كان الحكماء الثلاثة يبحثون عن الطفل المسيح عندما قرروا أن يسألوا عن الاتجاهات في منزل صغير ففتحت لهم إمرأة عجوز تحمل مكنسة عندما سأل الرجال المرأة عن المسيح الطفل استغربت من سؤالهم وملابسهم فلم تجيبهم ولكن بعد مغادرة الرجال شعرت بأنها ارتكبت خطأ عظيم فذهبت في رحلة للبحث عن الرجال وخلال بحثها كانت تقف لأي طفل وتعطيه الحلوى على أمل أن يكون أحدهم هو الطفل الذي يبحث عنه الرجال الأسطورة هذه هي الأقدم وفي نفس الوقت لا تزال تمارس لليوم الكنيسة معترضة عن ربط الدين بهذه الأسطورة تقول الأسطورة الإيطالية بأن الداهو حيوان مشابه للمعس الجبلي ولكن بأرجل ذات أطوال مختلفة حتى يتمكن من المشي بشكل صحيح في التضاريس الجبلية غير المستوية يعتقد بأن هذه الأسطورة كانت عبارة عن مزحة تقول الأسطورة بأنه يحتاج للقبض على هذا الحيوان وجود شخصين الأول يكون على سفح الجبل ينتظر بكيس والثاني يكون خلف الحيوان ويقلد صوت الداهو ليفقد الحيوان توازنه ويسقط أسفل التل الطريقة الأخرى هي نشر الفلفل في أماكن تواجد الحيوان ليعتص الحيوان ويفقد توازنه ويسقط ولكن حتى اليوم لا توجد أي قصة عن قدرة أي شخص القبض على هذا الحيوان الغريب يؤمن الإيطاليين بالحسد أو بالعين الشريرة والتي تحمل اسم مانوتشو ولهذا فهم يخفون الأخبار السعيدة عن الآخرين حتى تبعد هذه العين عنهم يؤمن الإيطاليين بأنه إذا حسد أحدهم شخص بسبب حدث مهم فهذا يجلب الحظ السيء ويعتقد الإيطاليين بأن الملابس الحمراء هي وسيلة لأبعاد العين السحرية أيضا كان الإيطاليين وحتى اليوم يلبسون قلاءة على شكل فلفل حار أحمر لأبعاد العين الشريرة طريقة أخرى لمنع العين السحرية هي لمس الحديد وحتى اليوم هناك من يضع هذه التماء في سيارته أو نوافذ المنزل أو المتاجر وهناك من الإيطاليين من يمتنع عن نشر صور أطفاله أو ذكرهم خوفا من العين السحرية وواحدة من الأساطير الأكثر شعبية في إيطاليا هي أسطورة ثريوس التنين كان ثريوس تنين مائي مجنح أو ثعبان يعيش في المستنقعات بالقرب من تريني يصاب السكان أو أي شخص يمر بالمنطقة بالمرض بسبب رائحة ثم التنين الكرهة عاش الناس في خوف من التنين حتى قرر مجلس القرية إيجاد حل وإنقاذ تريني وشعبها فتم استدعاء أشجع رجال الأرض إلى قاعة المدينة لقتل التنين لكن لم يأتي أحد للقاعة إلا رجل من عائلة سيراليوني النبيلة والذي بالفعل استطاع قتل التنين اجتمع أبناء القرية للاحتفال بهذا الانتصار وهذا الاحتفال استمر لأيام فقام أهل القرية باعتماد شعار عائلة الفارس النبيلة جنبا لجمع شعار المدينة وعبارة باللاتينية تحمل معنى بأن ثريوس التنين قتل من أجل قرية تريني يعتقد بعض الباحثين بأن هذه الأسطورة حقيقية ولكنها انتشرت باستعارات حيث أن وفيات قرية تريني كانت بسبب ملاريا والذي انتشر بسبب انتشار المستنقعات في القرية والبطل الذي قتل التنين هو العلاج الذي أنهل الملاريا من هذه القرية أخيرا ننتقل لقرية نائية في أقصى جنوب إيطاليا وتحمل اسم قرية سرينيزيا وكان عدد سكانها حوالي سبعة آلاف شخص في القرن السادس عشر الأسطورة تذكر بأنه في التاسع في النوفمبر من عام 1528 كان سكان سرينيزيا يقفون في طابور عند نافورة القرية للحصول على حصصهم اليومية من المياه ليظهر لهم فجأة تنين له سبع رؤوس يلفظ النار أمامهم هرب الشعب للأسقف لطلب المساعدة فقال لهم بأن التنين لا يمكن التغلب عليه وبأنه سيلتهم مسيحي واحد يوميا لمدة عام وذكر أيضا بأن سام تيودورو داماس هو البطل الذي يستطيع هزيمة هذا التنين بحث أهل القرية عن سان تيودرو والذي وافق على محاربة التنين وبالفعل نجح بهذا الأمر لينصبه أهل القرية ليكون حامي القرية حتى اليوم في التاسع من نوفمبر يحتفل السكان الأصلي لقرية سيرنزيا بذكرى هذه المعركة وتم بناء كنيسة لسان تيودورو وهي مزينة بصورة لسان تيودورو وهو يحارب التنين حسب أفلاطون المدينة الفاضلة هي مدينة يحكمها الفلاسفة بحكم الفلاسفة يعتقد أفلاطون بأنهم سيجعلون من كل نواحي الحياة في هذه المدينة مثالي وبالتالي ستكون هذه المدينة فاضلة ونقية وصف أفلاطون هذه المدينة في كتاب الجمهورية وقال عنها بأنها مدينة تعتمد على العدل والفضيلة الإنسانية وقال أيضا بأن هذا التنظيم الاجتماعي والسياسي سيخدم الأفراد بتعظيم إمكانياتهم وسيخدم المواطنين ليعيشوا في مدينة وفقا لقوانين محددة وضع أفلاطون خمس تصنيفات لوصف كيفية حكم هذه المدينة وذكر بأن أفضل شكل من أشكال الحكومة هو النموذج الأرستقراطي القائم على حكم الملوك الفلاسفة الشكل الآخر من الحكم هو ما أسمى الديمقراطية أو الحكم من قبل نخبة من الأوصياء أو الرجال الأقوياء أما الشكل الثالث من الحكم فهو حكم الأقلية وفيه تكون السلطة السياسية محصورة بين الفئة الصغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية وقل لأفلاطون يجب أن تكون المدينة الفاضلة مدينة مستنيرة قائمة على أعلى المبادئ العالية وأصر على أن الأفراد الذين يلتزمون بهذه الشروط ويستطيعون حمايتها والحفاظ عليها من أجل الصالح العام هم وحدهم المؤهلون لحكم المدينة أن تصبح ملكا فيلسوفا أو حاكبا مثاليا ينطوي على دورة دراسية صارمة تمتد إلى منتصف العمر لذلك يتم اختيار الحاكم المثالي من خلال دعوة داخلية أو ما اسمها دايمون اختيار القائد المثالي لا يكون عبر الحظ أو الصدفة أو الظروف الخاصة ولكن عبر النداء الداخلي هذه النقطة هي التي تفصل فكرة أفلاطون عن غيره من الفلاسفة الذين وجدوا بأن النظام حكم الأقلية هو الأنسب لإنشاء المدينة الفاضلة اعتمد أرسطو بشكل كبير على رؤية أفلاطون لكنه انتقدها أيضا ووجدها بأنها مثالية أكثر من اللزوم كان يعتقد أن جمهورية أفلاطون لا يمكن أن توجد في العالم الحقيقي الحقيقة أن عمل أفلاطون في الجمهورية لم يكن ببيان أو عمل سياسي لكنه كان عمل فلسفي أخلاقي لهذا أجرى أرسطو عدد من التحسينات على نموذج أفلاطون من أجل جعله أكثر فائدة من الناحية العملية في رأيه هناك ثلاث أشكال أساسية للتنظيم السياسي حكم الفرد وحكم القلة وحكم الأكثرية الشكل الأول في أفضل حالاته يؤدي إلى الملكية وفي أسوأ حالاته يؤدي للاستبداد والشكل الثاني في أفضل حالاته يؤدي للأرستقراطية وفي أسوأ حالاته يؤدي إلى حكم الأقلية أما الشكل الثالث ففي أفضل حالاته يؤدي لنظام أسما بوليتيا وفي أسوأ حالاته سيؤدي للديمقراطية أكد أرستو أن كل من الملكية والأرستقراطية شكلاً مثالياً للحكومة ويقصد به أنه من المستحيل تحقيقهم في الواقع لذلك اخترع شكل ثالث مستمد من نقطة القوة الفريدة لكلهما وهو البوليتيا هذا الشكل يجمع بين حكم القانون وحكم القلة تضمنت سياغة أرستو العديد من العناصر الرئيسية لأفلاطون مثل الوصاية وفكرة الاكتفاء الذاتي والدور الحاسم للقانون حاول أرستو جعل الفكرة أكثر عملية لتكون قابلة للتحقيق على سبيل مثال قدم ملكية الأرض والحكم بالقرعة كعناصر حاسمة في المدينة المثالية بينما استغناء عما اعتبرها مفاهيم غير واقعية مثل العدالة التوزيعية والحكم الطوعي برزت أفكار أفلاطون وأرستو بشكل بارز في الفكر السياسي لكل من القديس أغسطينيوس وتوما إكويني لكن الفلاسفة المسيحيين قدموا عنصر جديد وهو الحق الإلهي بذلك قاموا بتحويل التركيز بعيدا عن هذه الدنيا وأن يكون التركيز على الآخرة لهذا لم يعد ينظر إلى المدينة المثالية على أنها نظام من ترتيبات اجتماعية أو سياسية بحتها بل بالأحرى كوسيلة نحو التوافق بين قانون الرب والكنيسة انتقلت السلطة من الأفراد المنظمين في جسم اجتماعي واحد إلى الرب لتصبح الشرعية مسألة حق إلهي وليست فضيلة فردية بالنسبة للقديس أغسطين فاتخذ فكرة شكل مدينة الله مدينة مثالية يمكن للبشر في أحسن الأحوال أن يتطلعوا إليها حيث يمكنهم البحث عن الإلهام والإرشاد في تنفيذ شؤونهم الدنيوية أما بالنسبة لأكوتيني فكانت المدينة المثالية شيئا لا يمكن أن يدركه الإنسان بالكامل فقد أوجز في كتابه الخلاصة نظرية الملكية التي قدمت حجاج قوية للحكم من قبل مبعوث إلهي وهو فرد قادر على فهم ترجمة إرادة الرب لجميع أولئك الذين يرغبون في دخول الجنة يوم ما بهذه الطريقة تم النقل المدينة المثالية من فكرة فلسفية سياسية لفكرة دينية يمكن للبشر فقط أن يأملوا في تحقيقها من خلال تركيز حياتهم للفضاء المسيحية وليس كما أصر أفلاطون من خلال خدمة الصالح العام أو الإخلاص للحقائق العالمية الإسم الأساسي للفكرة المدينة الفاضلة استمر ولكن تغير الشكل العام لها بشكل جذري وفي عصر النهضة قام عالم الثقافة الإيطالي ليون باتيستا ألبرتي بتنظيم مفهوم المدينة الفاضلة من خلال نشر مجموعة من الإطروحات في عام 1450 وأضاف للفكرة حتى وفاته في عام 1472 قدم ألبرتي تفاصيل كاملة للمدينة بل وأنه نشر تخطيط لشكل المباني فيها أصر ألبرتي على اختيار موقع البلدة أولاً بعدها حدد بشكل دقيق حجم واتجاه الشوارع ثم قام بتحديد موقع الجسور والبوابات وأخيراً وضع نمط المباني بتناسق تام وفي القرن السادس عشر قام المستشار البولندي زامويسكي بتأسيس مدينة زامويسي والتي حاول فيها أن تكون مثال حقيقي على المدينة الفاضلة واليوم هذه المدينة هي الضمن مواقع التراث العالمي في بولندا كان ينظر إلى المدينة المثالية على أنها مدينة فاضلة يمكن تحقيقها من خلال تجاهل مقاييس العادية المدن التاريخية مثل مقاييس الهندسة والجمال وغيرها لذلك كان هناك الجدل حول المدن المثالية معزولاً عن الجدل الدائر حول المدن الحقيقية والتاريخية تعتبر مدينتها بالمانوفا ونيقيسيا التي تم إشاءهما في التسعينات من القرن الخامس عشر من قبل جمهورية البندقية مثال على ذلك وهي تعتبر من الأمثلة الحقيقية لمفهوم المدينة المثالية إضافة لمدينة زامويسيك البولندية التي تكلمت عنها قام جيمس أوغليثروب بالتجميع المفاهيم الكلاسيكية وأفكار عصر النظر للمدينة المثالية وأضاف لها أفكاره الخاصة في تصميم المدينة والمسارات الاجتماعية في خطته لمقاطعة جورجيا التصميم الذي قدمه أوغليثروب محفوظ اليوم في منطقة سابانا التاريخية وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهرت خطة مدينة الحتائق الخاصة بالسير إنزير هارون والذي تم تنفيذها في كل من ويلينغاردن سيتي وليتشوردغاردن سيتي في إنجلترا وفي الخمسينات من القرن الماضي في بولندا كانت هناك محاولة أخرى لم تكتمل لإنشاء مدينة فاضلة في مدينة نورا هوتا قبل ما يقارب الثلاث آلاف عام قام الشاعر أعمى اسمه هوميروس بإنتاج أعظم عملين أدبيين في العالم الغربي والذين لا يزال صداهم حتى اليوم ليكون هوميروس أحد أهم المؤلفين المؤثرين في التاريخ ولتكون أسماء مثل أوديسيوس وأخي لوبارس وهيلين أسماء يتردد صداهم على مر العصور منذ زمن بعيد عندما كانت الوحوش تعيش بين البشر كانت هناك مملكة غنية على البحر مقابل مدن أثينا وسبارتا العظيمة تحمل اسم مملكة طروادة يقال أن هذه المدينة تملك جدران غير قابلة للاختراق أو التدمير بناها الآلهة يحكم المدينة الملك بريم والملكة هيكيبيا والتي كانت محبوبة جدا الشعب في طروادة يحترمون الملك جدا ويقال بأن الملك خمسين ابن وخمسين ابنة ولكن أحبهم للشعب كان المحارب العظيم هكتور والذي كان الابن البكر لبريم هكتور كان من أعظم محاربي العالم الثاني بعد أخيه وكان معروف عنه ولائه لوطنه وعائلته لم يحب هكتور أحد أكثر من زوجته أندروماكي وأبنه إستين مار أما أخت هكتور كساندرا فكانت الأسوأ حظا من عائلة الملك فالإله أبولو أحبها وأعطاه هبة النبوة لإغرائها ولكنها رفضت فأرسل عليها اللعنة بحيث لا يصدق أحد كلامها ولا نبواتها وأخيرا هناك بارس الشقيق لهكتور كساندرا والذي تربى بعيدا عن العائلة قبل ولادة بارس تلقت الملكة نبوة تقول بأن الابن الذي لم يولد بعد سيجلب الدمار لطروادة ولكن عند ولادته لم يطاوعها قلبها لقتل الرضيع فأمرت راعي محلي لقتله ولكنه أيضا لم يقدر على قتل الطفل قرر الراعي أخذ الطفل وتربيته بالسر وهذا القرار الذي يغير من تاريخ طروادة للعبد لكن تصرف الراعي لم يكن كافي لإكمال النبوة كان يجب أن تولد طفلة أخرى عبر البحر في مدينة سبارتا أحب زعيم الآلهة زوس ملكة سبارتا ولكي يلتقي بها حول نفسه لبجعة من هذا الزواج أنجبت الملكة بيضتين من بيضة ولد ولدين وهم كاسيدو وبولوكس ومن البيضة الثانية ولدت بنتين وهنا كلينت منيسترا وهيلين هيلين كبرت لتكون أجمل إمرأة في العالم وعندما كبرت هيلين جاء كل الرجال العظماء من جميع أنحاء اليونان ليطلبوا يدها فجاء المحاربون والملوك والأمراء قيل بأن هناك من سافر لمسافات طويلة للوصول لسبارتا لطلب يد هيلين وكان أهم من حضر أوديسيوس من أثيكا وأقاممنون من مايسيني وأجكس من سالميس خافت هيلين من إراقة الدماء بسببها ولكن أوديسيوس من أثيكا أعلم بأنه يجب على الجميع أن يقسم على حماية من ستختاره هيلين زوجا لها ولهذا اختارت هيلين مانيليوس من مايكين لتنصب هيلين ومانيليوس كملكة وملك على سبارتا أما الرجال الذين طلبوا يد هيلين فعادوا لبلادهم يحملون خيبة الأمن من خسارة مسعاهم وهم لا يعلمون بأن قسمهم بحماية زوج هيلين والذي أدوه حقنا للدماء سيؤدي لنشوب أعظم الحروب في التاريخ وفي نفس الوقت على سفح جبل أولمبوس كان هناك زواج آخر يقام بين والداء خيل آلهة المياه فيتس وملك بايثا بيليوس بمناسبة هذا الزواج تم دعوة كل الآلهة والأبطال من جميع أنحاء الأرض ولكنهم تجاهلوا دعوة آلهة الفتنة إيريس فالجميع كان يبغضها المعروف عن إيريس بأنها تنشر الفوضى في أي مكان تزوره ورغم هذا قررت إيريس الحضور جلبت إيريس معها هدية كانت سبب اندلاع الصراع بين الآلهة الهدية كانت تفاحة ذهبية نقش عليها عبارة واحدة وهي هذه التفاحة هي لأجمل الآلهة قامت إيريس برمي التفاحة بين الآلهة وهي تعلم بأن غرورهم سيؤدي للصراع بينهم بالفعل هذا ما حدث حيث تصارعت هيرا وأثينا وأفروديت على التفاحة أصبح هناك صراع بينهم ولهذا قررنا التوجه لزوس لكي يقرر بدلا عنهم لم يرد زوس أن يكون سبب في زعل أي يوم منهم لهذا قرر أن ينقل القرار لإنسان بحث زوس عن رجل متواضع معروف عنه العدل وكان هذا الرجل هو الأمير بارس من طروادة الأمير الذي يعيش في منفى كراعي بسيط ولهذا قررت الآلهة عرض الهدايا على بارس من أجل الحصول على صوته هيرا عرضت على بارس أن تجعله ملكا على أوروبا وآسيا في حين وعدت أثينا بارس بمهارة لا مثيل لها في الحروب لكن أفروديت كانت على علم بما يميل قلب بارس فعرضت عليه بأنها ستجعل من أجمل نساء العالم تحبه وهو عرض لم يرفضه بارس ولهذا أعطى بارس أفروديت التفاحة على أن تقع في حبه أجمل امرأة في العالم لكن هذا الأمر لم يحدث إلا بعد أعوام وفي يوم سمع بارس عن إقامة مسابقة في طروادة فقرر تحدي أعظم محاربي المدينة والذين من ضمنهم أبناء الملك وفي مقدمتهم هكتور استطاع بارس التغلب على كل المتحدين وفي النهاية كان السباق بينه وبين هكتور وخلال مسابقة اكتشفت الملكة وجود وحمة على كتف بارس وهي نفسها الموجودة على كتف ابنها التي أمرت الراعي بقتله وكما أنها لاحظت وجود الراعي بين المتفرجين وعندما واجهت اعترف بأنه لم يقتل الطفل وهنا اعترف الملك والملكة بالابن الضاع وتم تكريمه رغم أن الكسندرا كانت تصرخ رافض وجود بارس في طروادة لأنه سيجلب الدمار للمدينة وفي يوم أرسل الملك بارس في بعثة لسبارتا وهناك قابل بارس ملكة سبارتا هيلين وسرعان ما وقعت في حبه حرب بارس ورجاله جنود سبارتا والذين أرسلهم الملك لإيقاف عملية خطف هيلين ونجحوا بركوب السفينة لطروادة انبهر الجميع من جمال هيلين وقيل بأن كل من في القصر اجتمع لرؤية جمال الأميرة الجديدة لكن اثنين فقط كانت لهم ردة فعل مختلفة الأول كان الأمير هكتور والذي كان غاضب من تصرف بارس والذي قد يؤدي ذلك لدخول طروادة في حرب حقيقية لكن كسندرا كانت ردة فعلها أكثر عنفا فقد صرخت في شقيقها وقالت بأن هذا التصرف سيؤدي لسقوط طروادة لكن بسبب لعنة أبولو لم يصدقها أحد بل وقام الحرس الملكي بطردها وحبسها في القصر كان ملك سبارتا مينولوس زوج هيلين عائد من كريد عندما أبلغ بخبر اختطاف زوجته في سفينة متجهة لطروادة غضب الملك من هذا الأمر وأرسل لكل من أقسم على الدفاع عنه للانضمام لإعلان الحرب على طروادة وبالفعل لبى جميع الرجال الدعوة وكانوا صادقين في قسمهم ليجتمع أعظم جيش في تاريخ اليونان والذي أطلق عليه هومر اسم ألاشين هذا الجيش اتجه لطروادة بهدف إعادة الأميرة هيلين لسبارتا أول من لبى نداء الملك كان أخوه أقاممنون والذي يعتبر أقوى ملك في اليونان والذي كان يحكم مايسيني المتحالفة مع اسبارتا أقاممنون كان يملك أغنى وأقوى جيش يكون أقاممنون هو القائد الأول على كل الجيش الذي اجتمع لمحاربة طروادة تبع أقاممنون كل الرجال الذين تعهدوا بالولاء للدفاع عن مينالاوس وأهمهم كان الملك أوديسيوس والملك نيستور والملك دايوميدس دايوميدس كان حاكم مدينة أرغوس وكان أصغر الملوك وكانت مملكته هي الثانية من ناحية القوة بعد مملكة أقاممنون كان دايوميدس هو المفضل للآلهة أثينا وكان حاكم محبوب بين شعبه أما الملك نيستور فكان حاكم على بايلوس وكان أكبر ملوك اليونان عمرا وقد عمر لثلاث أجيال بفضل إله أبولو سافر نستور للعالم مع هيرقل وفي هذه الحرب عرض كل خبراته على مينالاوس في سعيه لاستعادة هيلن وأخيرا هناك الملك أوديسيوس والذي كان ملك على إثيكا أوديسيوس كان الأكثر دهاء بين كل حكام الغريق الملك أوديسيوس كان معارض لفكرة إرسال رجاله لهذه الحرب فعندما وصلت له أخبار اندلاع الحرب مع طروادة ذهب لعراف ليعرف مصير هذه الحرب فقال له العراف بأنه سيغيب عن زوجته وأبنائه لعشرين عام ورغم أنه سينتصر في الحرب لكنه سيخسر جميع الرجال لهذا فعندما وصل مبعوث أجيال منه للملك أوديسيوس بالرسالة فظاهر الملك بالجنون فقام بحرط الأرض أمام المبعوث لكن المبعوث قرر اختبار ما إذا كان الملك يكذب أو لا فوضع ابن الملك أمام المحراء فلم يكن هناك خيار للملك سوى التوقف لهذا اضطر الملك للمشاركة في الحرب فأرسل رجاله لطروادة إضافة لهؤلاء الملوك انضم أفضل محاربين على طول اليونان مثل أخيل باتروليكس وأجكس العظيم وأجكس الثاني كان الأمير أخيل أعظم محارب عاش في العالم وجوده في هذه الحرب ضمان للفوز في أي نزاع وكان أخير محارب لا يقهر يقال بأنه عند ولادته أخذته الآلهة تيتيس للعالم السفلي وحملته من قدمه وغطته في مياه الخلول ليكون جسمه منيع من أي هجوم إلا كعبة الذي كان مغطى بيد تيتيس قام القنطور تشيرون معلم هرقل بتعليم وتربية إخيل فعلمه أصول الموسيقى والكلام والحرب وكان أخيل بارع في كل ما تعلمه من تشيرون ولكنه كان سريع الغضب وهو ما سيتسبب له بالمشاكل في حياته خلال دراسته وصلت لوالدته الآلهة تيتيس نبوءة عن أخيل بأنه سيعيش إحدى هاتين الحياتين أما أنه سيعيش طويلا حياة هادئة ويموت رجل كبير في العمر بلا شهرة أو سيعيش حياة قصيرة بطولية ويموت ميتة مجيدة ويخلت اسمه في التاريخ كأسطورة حقيقية ولهذا عندما وصل لها خبر تجميع جيش الأغريق لمحاربة طروادة أرادت إنقاذ ابنها من المصير المحتوم في هذه الحرب فقامت الأم بالباس ابنها ملابس النساء وأرسلته لسكايس كروكس ليختبئ بين مجموعة من النساء ولكن خطتها لم تنجح في المرسول كان بصحبة الملك أوديسيوس أذكى ملوك اليونان علم أوديسيوس بوجود أخيل في مجينة سكايس كروكس بين النساء الجزيرة فذهب للجزيرة حاملا للهدايا للنساء ولكن بين الهدايا وضع درع وهو يعلم بأنها ستجذب أخيل وضع أوديسيوس الهدايا فتجمعت النساء فأطلق بوق الحرب فجأة لتهرب كل النساء فيما عدا أخيل والذي خلع ملابس التنكر ولبس درع الحرب واثق أخيل على الذهاب للحرب ولكنه اشترط أن يرافقه صديقه باتروك لوكس وبه انضم أعظم محارف في العالم لجيش سبارتا بهذا قاد أجاممنون الأسطول والمكون من ألف سفينة وأبحر إطروادة لكن تفاجأ أجاممنون بأن الريح اختفت والبحر هدى ولم يستطع تحريك أي من السفن كان أجاممنون قد قتل غزال مقدس وهو ما أعظم الآلهة أرتميس والتي سرقت الرياح حتى لا يستطيع الى بحار استشار أجاممنون الرسل عن كيفية إرضاء الآلهة ويعادة الرياح لكنهم قالوا له بأنه يجب أن يضحي بأغلى ما عنده لتعود الرياح وكان أغلى ما يملكه أجاممنون هي ابنته أفروجينا أرسل أجاممنون في طلب ابنته قائلا بأن أخيل يطلبها للزواج وفقت للإبنة وقدمت لوالدها وعند اقترابها وجدت بأن والدها كان يحمل السكين وبمجرد اقترابها منه طعنها في قلبها فقتلت على الفور لتعود الرياح من جديد ويتحرك الأسطول اليوناني لطروادة ليواجهوا أعظم جيش في تاريخ طروادة انضم لجيش طروادة إينيوس والذي كان ابن أفرودت وقريب العائلة الحاكمة في طروادة برايم قام بدعوة حلفاء فانضم له لايسيون والأمازونيون قبيلة لايسيا كانوا بقيادة ساربيدون ابن زوس وحفيد بليرثان ومعه كان المحارب الأسطوري كلاوكاس والذي كان قائد قبيلة لايسيا أما قبيلة الأمازون فكانت قبيلة من النساء المقاتلات بقيادة بنتوسيليا ابنة إيليس كما أن الحرب قد قسمت أعظم المحاربين لقسمين أيضا هذه الحرب تسببت في انقسام الآلهة فهيرا وأثينا اختاروا الانضمام لجيش سبارتا فهن غاضبات من عدم أخذ التفاحة الذهبية أما أفرودت فاختارت الانضمام لطروادة والدعم هيلين وبارس أما أبولو والذي كان الراعي لطروادة فقد انضم لأفرودت للدفاع عن مدينة أتباعة فوسايدون والذي ساعد أبولو في بناء أسوار طروادة كان غاضب من أبناء طروادة فقد عبدوا أبولو تجاهلوه لهذا أعلن عن دعمه لجيش سبارتا أما إلى هالحرب إيريس فقرر مخالفة أخته أثينا والانضمام لحزب طروادة لتسع سنوات استمر هجوم اليونانيين على طروادة بعد محاولات فاشلة لكسر أسوار المدينة والتي اشتهر عنها بأنها مستحيل اختراقها وعندما نفذت الموارد قاد أخيل كتيبة للجنوب للبحث عن الذهب والغذاء والنساء في البداية تجهوا لجزيرة ليسبوس ثم منطقة آسيا الصغرة وهناك نهبوا كل المدن التي صادبوها ومن أهم المدن التي نهبوها كانت مدينتي لاسيوس وهيبوبليسيا جلب جيش أخيل في طريق عودته لطروادة عدد كبير من السبايا من هذه المدن ومن بين النساء كانت برايسوس والتي أخذها أخيل وكرايسوس والتي أخذها أجاممنون هاتين الامرأتين سيغير من مسار الحرب أجاممنون أحب كرايسوس والتي كانت ابنة راهب لمعبد أبولو غضب الراهب من سجن ابنته فذهب لأجاممنون طالبا منه تحرير الابنة وعرض عليه الذهب والفضة لكن أجاممنون رفض وعامل الراهب بكل احتقار أبولو غضب من تصرف الملك مع الراهب لهذا ظهر وابل من السهام قادم من السماء ليضرب جنود اليونانيين وعندما استفسر أجاممنون العرافين عن مصدر هذه السهام قيل له بأن أبولو غضب ولن تتوقف هذه الأسهم حتى تعود ابنة الراهب لهذا اضطر أجاممنون بضغط من أديسيوس لعادة كرايسوس لوالدها لكن الملك أجاممنون قام بخطوة طائشة أمر جنوده بالدخول إلى خيمة أخيل وأخذ برايسوس منه وهو أمر أغضب أخيل وكان عذره بأنه أحق بالأسيرة فهو الملك وأخيل مجرد محارب دخل أخيل على الملك غاضب وطلب منه إعادة برايسوس لكن الملك أهان أخيل ورفض الطلب أخيل أخرج سيفه غاضبا وكان قريب من الهجوم على الملك لكن آلهة أثينا نزلت وأمسكت السيف وحذرت من أي تصرف طائش امتثل أخيل لأمر أثينا وأنزل السيف لكنه أعلن عن ربطه خدمة الملك الذي أهانه وعاد أخيل لخيمته وترك الجيش حارب بدونه لهذا اضطر اليونانيين للقتال بدون أعظم المحاربين لتكون الحرب سجال بين الطرفين وتكون الخسائر متساوية وفي محاولة لإنهاء الحرب الطويلة ولإيقاف إراقة الدماء وافق عشيقاء هيلين باريس ومنيليوس على نزال فردي على أن يكون المنتصر هو زوج هيلين الشرعي عما الصمت المكان والجيشان يشاهدان المعركة الفردية التي ستحدد مصير الحرب كان هناك تفوق واضح لمنيليوس والذي كان يضرب بعنف باريس الذي سقط على الأرض وفي اللحظة التي شرع فيها منيليوس لضرب باريس وقتله تدخلت الآلهة أفردت والتي كانت بجانب باريس وأعمت عين منيليوس للحظات وأخذت باريس ووضعت في غرفة هيلين والتي كانت تشاهد المعركة من النافذة باريس بكى فرحا لرؤية حبيبته مرة أخرى ونجاته من الموت لكن هيلين بعد أن رأت المعركة كانت غير مهتمة وغاضبة بإذلال باريس أمام العامة وأمام هيلين بدأ الحب يتلاشى في قلبها هكتور أحس بالإحراج من فش الأخي وعلم بأنه يجب أن يتصرف فذهب لزوجته وأبنه وودعهم باكين وهو يعلم بأنها قد تكون آخر مرة يشاهدهم بها فهو لم يكن أمامه أي خيار فلكي تنجو طرواده يجب أن يبادر ويقاتل لهذا جمع هكتور كتيبة وهجم على اليونانيين واستطاع دفعهم لسفنهم فكانوا بدون أي قوة حقيقية بدون أخيل المعركة كانت على وشك الانتهاء بانتصار الطرواديين لكن فجأة ظهر فارس بين اليونانيين يلبس درع أخيل وهو ما قلب المعركة وكان في الحقيقة هو الصديق أخيل باتروكلس مع التقاتل جميع بأن أخيل غاد ظهر اجتاح الخوف أهل طروادة وتحمس اليونانيين أكثر عادت طرواديين لأسوار المدينة ولكن هكتور قرر مواجهة أخيل فأعلن عن تحديه للمقاتل الذي يلبس ملابس أخيل المعركة لم تستمل وقت طويل فاستطاع هكتور بسرعة قتل باتروكلس بعد مقتل باتروكلس عمل هدوء الجيشين جيش اليونانيين كان مصدوم من مقتل أخيل الذي لا يقهر وجيش طروادة مصدوم من الانتصار السريع لهكتور على أخيل ولكن عندما أنزل هكتور للخوذة من باتروكلس عرف الجميع الحقيقة اندفع الجيش اليوناني للحصول على جثة باتروكلس وإعادته لأخيل والذي صدم لرؤية جثة صديقة حتى أنه فكر بالانتحار ولكن والدة أخيل آلهة ثيتيس ظهرت له وأثنت عن الانتحار وهنا ذهبت ثيتيس لأولمبوس وجلبت درع جديد لأخيل والذي وجدته مصر على قتل هكتور وتدمير طروادة صدم هكتور بظهور أخيل وهو غاضب ومتجه ناحيته حاول هكتور الهروب لأسوار طروادة ولكن أخيل استطاع حصاره وإجباره على المواجهة وأخيرا قرر هكتور مواجهة أخيل بشرف شاهد الجميع معركة هكتور وأخيل الغاضب والذي استطاع سقاط هكتور والذي رفض التوسل من أجل حياته لكنه طلب أمر واحد من أخيل طلب هكتور من أخيل احترام جثمانه وأرساله لعائلته ومدينته لكن أخيل والذي لا يزال غاضب من مقتل صديقة تجاهل الطلب وضرب الرمح في عنق هكتور عند مقتل هكتور قام أخيل بربط جثته على عربة الخيل واستعرض جثته أمام أسوار طروادة وأمام الملك إبريم انتشر الحزن على طول طروادة ولكن الملك إبريم لم يتحمل أبدا خسارة ابنه وإهانته فتسلل ليلا لمعسكر اليونانيين وتوسل عند أخدام أخيل لعادة جسد ابنه لتكريمه وهو ما وفق عليه أخيل تم عرض جسد هكتور في شوارع طروادة والتي كانت جنازة مهيبة حضرها كل أهالي طروادة ولكن الأكثر حزنا كانت زوجة هكتور إدرماكي وابنه والذين يتعلقوا بالجثة وهم يبكون بوفاة هكتور أنهى هوميروس اليادة ولكن مأساة طروادة كانت في بدايتها بمقتل هكتور فقد أهل طروادة الأمل وعلم الجميع بأن النهاية قربت وبأن المدينة في طريقها للانهيار قام أخيل بقيادة الجيش وهجم على أسوار طروادة وذبح عدد كبير من الطرواديين ولكن خلال المعركة أحس أخيل بألم رهيب في كعبة المكان الوحيد الذي لم تصل له المياه المقدسة فقد قام باريس بإصابة أخيل بسهم مسموم بدعم من الآلهة أبولو السن بدأ يدخل لجسم أخيل ليلفظ أنفاسه الأخيرة أمام الجميع ويتحول لونه للأبيض مثل لون الثلج لكن اليونانيين قاموا بالانتقام لأخيل بمطاردة باريس وقتله بمقتل كل الأبطال من الطرفين وقع اليأس على الجميع بالتحديد اليونانيين فهم وجدوا بأن أسوار طروادة لا يمكن اختراقها أبدا خصوصا بعد خسارة أخيل لكن الملك أوديسيوس لم يفقد الأمل بل ووضع خطة ماكرة لكسر أسوار طروادة خطة تردد صداها على مر العصور أمر أوديسيوس جنوده ببناء حصان خشبي ضخم على أن يجعل داخله مساحة لاختبائه مع حفن من الجنود في اليوم التالي دم نقل الحصان أمام أسوار طروادة أهل طروادة صدموا بوجود الحصان الخشبي صباحا أمام بوابة المدينة في حين كان جيش اليونانيين قد غادروا والسفن كانت في البحر اعتقد أهل طروادة بأن الحرب انتهت وبأن الخيل هو هدية من اليونانيين كرسالة سلام اجتمع أهل طروادة على الخيل وبدأوا بإدخاله للمدينة لكن كساندرا صرخت فيهم وقالت بأنها خدعة وبأن الحصان سيجلب الموت لطروادة طلبت كساندرا منهم حرق الحصان لكن الجميع سخر منها ومن جنونها وفي الليل عندما كان الجميع نائم خرج أوديسيوس وجنوده من الحصان وقتلوا الحراس فتحوا أبواب طروادة من الداخل ليعود الأسطول والجيش اليوناني ويدخلوا مدينة طروادة اشتعلت النيران في شوارع المدينة وكانت الفوضى تعمل مدينة فانتشر الذبح والقتل شاهد الملك بريم نهاية مدينته وانهيار أسوار طروادة ليقتل بعد ذلك على يد برايس ابن أخيل استمر برايس بالتقدم بعد قتل الملك واتجه لقصر الملك وهناك قابل زوجته ابن هكتور قام برايس بسحف الرضيع من أمه وألقاه من أسوار المدينة وتم أسر زوجة هكتور لتكون سبية له وهنا بعد عشر سنوات من الحصار والمحاولات انهارت أسوار طروادة أمام اليونانية استطاعت كسندرا الهروب من شوارع طروادة لمعبد أثينا ولكن المحارب اليوناني أجاكس الصغير وجدها هناك واغتصبها أمام تمثال أثينا ولهذا عندما عاد أجاكس لسفينته أرسلت عليه أثينا البرق وقتلت لتدنيس المعبد ليسقط في البحر ويسحبه بوسايدون لأعماق المحيط بمقتل أجاكس أخذ الملك أجاممنون كسندرا له وعاد بها لجزيرة مايسيني لكن زوجة أجاممنون قتلت كسندرا والملك انتقاما لتضحية الملك بابنتها عند بداية الحرب استطاع عدد قليل من الطرواديين الهروب من المذبحة بقيادة إنياس قام إنياس ورجاله بعبور البحر الأبيض المتوسط وصولا لشواطئ إيطاليا لينشؤوا مستعمرة خاصة بهم من نسل إنياس ولد بعد قرون التوأم روميلوس وريموس والذين أسسوا قرية صغيرة حملت اسم روما ليبدأ فصل جديد في التاريخ الإنساني تظهر إمبراطورية روما القديمة أما عن مصر هيلين فقد عادت لزوجها ميلينوس بعد أن كانت سبب في انهيار أعظم المدن في التاريخ القديم وبهذا انتهت قصة كل من شارك في حرب طروادة فهناك من مات وهناك من بدأ حياة جديدة وهناك من عاد لبلاده لكن هناك رجل واحد قصته لم تنتهي بانتهاء حرب طروادة وهو أذكى اليونانيين أوديسيوس لتبدأ قصة العشر سنوات القادمة من حياة أوديسيوس في ملحمة الأوديسية الأوديسية أو الأوديسي مهما كانت التسمية هي الملحمة الثانية للشاعر اليوناني هوميروس وفيها يكمل هوميروس قصة طروادة ولكن عبر التركيز على شخص واحد فقط وهو الملك أوديسيوس كما ذكرنا في تلخيص الإلياذة الملك أوديسيوس كان رافض للمشاركة في الحرب فقد ذكر له عراف بأنه إذا شارك سيترك أهله لعشرين عام وعندما انتهت حرب طروادة بفضل عبقرية أوديسيوس كان قد قضى عشر سنوات في الحصار وبقى من النبوءة السنوات العشر التالية وهي قصة الأوديسيوس في قناة ورق نقدم مواضيع مختلفة حول التاريخ والثقافة والتقنية ادعم المحتوى الهادف من خلال الاشتراك والنشر وأيضا ادعم البودكاست الخاص بقناة ورق والذي يحمل اسم ورقاست وتجد رابط البودكاست في وسط الفيديو يبدأ هوميروس بمطالبة موس إله الشعر والموسيقى بالغناء له عن أوديسيوس ورحلاته أوديسيوس وأصحابه زاروا العديد من الأراضي الغريبة واجهوا العديد من المصاعب وفي أحيان أغضب سلوكهم الآلهة وكان هذا سبب في منعهم من الوصول لبلادهم أثيكا لعشر سنوات متواصلة يقول هوميروس لموس ابدأ من حيث تشاء وهنا تبدأ القصة من منتصف رحلة أوديسيوس الطويلة من طروادة لبلاده احتجزت الحورية كاليبسو أوديسيوس رهينة لمدة سبع سنوات في جزيرة أوقيقا لكن الآلهة أثينا دافعت عن أوديسيوس أمام مجمع الآلهة إله البحر بوسايدون كان غاضب من أوديسيوس وساهم في إعاقة البطل من العودة لبلاده لكن زوس وبخ بوسايدون وطلب منه أن ينسى غضبه على أوديسيوس ولهذا أرسل الرسول هيرمز لإطلاق صراح أوديسيوس من الأسر لكن أثينا قررت الاتجاه لإثكا لمقابلة ابن أوديسيوس تليماكوس وهناك كان الرجال يحاولون التقرب من زوجة أوديسيوس بينالوبي وكانوا يجبرون أنفسهم على زيارة منزل أوديسيوس وحسب التقاليد كان على الزوجة أن تقدم الطعام للضيوف بنالوبي تضايقت من هذا الأمر وعلمت من أن مخزونها من الأكل في طريقه للزوال لكن أثينا اتخذت شكل الملك منتس صديق والد أوديسيوس لاحظت أثينا ابن أوديسيوس متضايق من وجود الرجال في منزل والده وكان مكتوف اليدين ويفكر بالهجوم عليه رحبت تليماكوس بأثينا أخبرت أثينا الأبن بأن أوديسيوس لا يزال على قيد الحياة وأنه محتجز في جزيرة بعيدة وقالت له بأنه سيعود للمنزل اشتكى الأبن من العار الذي يشهد به بوجود الرجال ولهذا نصحته أثينا بجمع طاقم والإبحار لبيلوس ثم سبارتا للبحث عن أوديسيوس ونصحته أثينا والتي كانت تتخذ شكل ملك بأن ينتقم تليماكوس من الرجال الذين لطخوا مجلس والده كما انتقم أوريستوس لموت والده أجاممنون الإبن شكر الملك الغريب على نصيحة لكن بنالوبي دخلت المجلس وطلبت من الشاعر الذي كان يذكر قصة عودة المسافرين لمنزلهم بالتوقف فهذه الأغنية تجلب لها الحزن تليماكوس ذكرها بأن زوس هو المسؤول عن معاناة أوديسيوس وليس الشاعر ونصحها بأن تكون شجاعة وتستمع لأغنية الشاعر وأن تتذكر بأن زوجها شجاع وعندما غادرت أثينا وقف تليماكوس أمام الرجال وطلب منهم المغادرة ولمن لا يغادر ستحل عليه لعنة إله الضيافة زوس وأعلن أيضا عن نفسه كالسيد على ممتلكات والدة اندهش الجميع من جرأة تليماكوس وعلق أنتينوس بأن الآلهة فقط هي التي يمكن أن تمنح تليماكوس هذه الشجاعة تناقش الرجال حول من كان الزائر الغريب فهناك من قال بأنه إله وهناك من قال بأنه الملك منتيس ولكن تليماكوس أعلنهم بأنها أثينا جاءت على شكل منتس في الفجر طلب تليماكوس من أهل المدينة الاجتماع في الساحة العامة هناك قامت أثينا بتجعل تليماكوس أكثر هيبة وجمال وأعطته الجرأة للكلام ذكرا للجميع العار الذي يشعر به بدخول الرجال إلى مجلس والده الغائب فهو كان صبي ولا قدرة له على منعهم وبأنهم تسببوا في استهلاك كل ما تركه لهم والده من الطعام والماء لامت تليماكوس الرجال على اللامبالاء التي أبدوها اتجاهها واتجاه والدته وحذرهم من غضب الآلهة لكن أنتينوس رد على تليماكوس بأن والدته بينولوبي هي المسؤولة فهي قد وعدت الرجال باختيار زوج بمجرد الانتهاء من نسج كيفن لليتروس والد أوديسيوس لكنها في الحقيقة اتبعت أسلوب لجعل الأمر مستحيل فكانت تنسج الكفن صباحا وتفكه ليلة لكن أحدى الخادمات فضحت الأمر ولهذا أجبرها الرجال على تكملة نسج الكفن ادعى أنتينوس بأن السلوك بينولوبي الوقح وخداعها لرجال كان سبب مقنع لما قدمه الرجال في مجلس أوديسيوس اقترح أنتينوس على أن ترسل بينولوبي لوالدها ليختار الزوج لكن تليماكوس رفض الأمر وقال بأن هذا الأمر عار وسيغضب الآلهة وهنا أعلن عن رفضه التام لدخول الرجال لبيته وهددهم بأن الآلهة ستغضب من هذا التصرف ولهذا أرسل زوس رسالة للجميع الرسالة كانت عبارة عن نسران نزلا من الجبل ومزقا بعضهم البعض فوق الحشد فسرها ليتريس هذا المشهد بأنه سيموت كل الرجال الخاطبين لبنالوبي سخر يورماكوس من هذه النبوءة وقال بأنهم لن يتوقفوا حتى تختار الملكة زوجا لها أعلنت لماكوس بأنه لن يناقش الأمر معهم مرة أخرى وجمع عشرين رجل وقرر أن يبحر لبيلوس وسبارتا بحثا عن أوديسيوس فإذا علم وتأكد من حياة والده فسيؤخر الخاطبين وإذا علم بوفاته فسيحاول إيجاد الجثمان ويشجع والدته على الزواج لكن صديق أوديسيوس منتور وقف ولام أهل المدينة على تقاعسهم عن الدفاع عن شرف أوديسيوس لكن ليوكريتوس أسكت منتور وقال له حتى لو عاد أوديسيوس فالرجال سيقتلونه بعد الاجتماع توجه تليماكوس بالصلاة لأثينا والتي عادت له على شكل الملك وقالت له بأنه من الآن سيكون شجاع وذكي مثل والده وبأنه من المؤكد سينجح في المهمة أخبرته بأن لا يهتم بالرجال فهم سيفشلون بالتأكيد وطلبت منه أن يستعد للرحلة لكن أنتينوس نصح تليماكوس بأن ينسى الرحلة وينضم لمجلس الرجال ولكنه قال بأن نهايتهم ستكون عظيمة وهو لن ينسى الإهانة طلبت تليماكوس من خادمته يوريكلا تجهيز الطعام للرحلة لكنها صرخت خوفا على حياته فأكد لها بأن الآلهة سترعى وطلب منها أن تبقي خبر رحيلة عن والدته لمدة عشرة أيام أثينا اتخذت شكل تليماكوس ومشت في المدينة تجمع الرجال للرحلة فجمعت عشرين رجل وطلبت منهم الحضور للميناء عند الغروب أثينا جهزت لتليماكوس سفينة وجعلت كل الرجال المعادين له ينامون في ذلك اليوم وأخيرا طلبت من تليماكوس الحضور للسفينة وأن يأمر الرجال بالبدء في الرحلة وفي الليل تحركت السفينة والتي أرسلت أثينا لها الرياح في اليوم التالي وصلت سفينة تليماكوس لبيلوس وهناك وجد 4500 من شعب الملك نستور وهم يضحون بالثيران إكراما للإله بوسايدون وعند وصولهم حثت أثينا تليماكوس بأن يترك الخجل ويتجه للملك نستور وأن يسأله عن أوديسيوس أحس الأمير الشاب بالخجل من قلة خبرته لكن أثينا أكدت له بأنه سيتحدث بطلاقة وبمساعدة الآلهة وصل تليماكوس لمكان تواجد نستور أكرم نستور تليماكوس وأمر ابنه بيسي ستراست بجلب اللحم والنبيذ لتليماكوس ورجاله شجع الملك الأمير الشاب للصلاة لبوسايدون لكن الأمير الشاب بدأ صلاته بالشكر لأثينا أثينا طلبت من بوسايدون دعم تليماكوس وبعد أن أكلوا سألهم نستور عن سبب رحلتهم فقال تليماكوس بأنهم يبحثون عن أوديسيوس نستور تحدث عن حرب طروادة وعن الرجال الذين قتلوا في هذه الحرب تكلم نستور عن ذكاء أوديسيوس وقال بأنه بعد سقوط طروادة قامت أثينا بنعنى الأخوين ميلينوس وأجاممنون فشب خلاب بينهم أراد ميلينوس العودة لبلاده على الفور لكن أجاممنون أراد البقاء في طروادة لتقديم تضحيات لأثينا غادر نصف الرجال بمن فيهم نستور مع ميلينوس ولكن أوديسيوس والنصف الآخر بقوا مع أجاممنون عاد نستور بأمان إلى بيروس ولكنه لا يعرف شيئا عن مصير أوديسيوس ذكر نستور أن إيكوثوس قتل أجاممنون عندما عاد الملك إلى المنزل وأن ابن أجاممنون انتقم من جريمة القتل أخبر تليماكوس نستور بأنه يتمنى أن تمنحه لآله القدرة على الانتقام من الرجال الذين دنسوا منزل والده وتساءل نستور عما إذا كان أوديسيوس سيعود لمعاقبة الرجال تليماكوس قال في نفسه بأنه لا يملك الشجاعة لمحاربة الرجال ولكن أثينا وبخت على هذا الكلام كررت لماكوس بأنه يعتقد بأن والده قد لعنته الآلهة وبأنه لن يعود أبدا لكنه تجاهل هذه الأفكار واتجه لنستور وسأله عن حال ميلينوس وهل انتقم لموت أخي قال نستور بأن ميلينوس كان لا يزال في طروادة عندما أقوى إيكوثوس زوجة أجاممنون كانت الزوجة معجبة بشاعر كان حارس لها وكانت تحترم زوجها بسبب هذا الشاعر لكن إيكوثوس أرسل الشاعر للموت في جزيرة وهنا استسلمت الزوجة لإغراءات الرجل وفي نفس الوقت كانزوس قد أوصل ميلينوس لمصر وهناك حصل على كنز عظيم عاد أجاممنون لبلاده لكنه قتل على يد إيكوثوس ولكن أرتيسيوس ابن أجاممنون عاد لبلاده وقتل إيكوثوس والزوجة انتقم لأجاممنون في نفس اليوم الذي عاد في ميلينوس وعندما انتهى نستور من قصته نصحت لماكوس بعدم الابتعاد عن منزله لفترة طويلة وأيضا نصحه بزيارة ميلوس أعلنت أثينا بأنه حان وقت المغادرة لكن نستور أصر على منحهم الهدايا وأن يغادروا بعد يوم وافقت أثينا على أن تنام في السفينة وقالت بأنها ستغادر في الفجر في الفجر تحولت أثينا لنصر وطارت بعيدا هنا اندهش الملك من رؤية أثينا وقال لتليماكوس بأنه سينجح إذا استمر في الحصول على الدعم من أثينا وطلب من تليماكوس بأن يأتي معه للقصر وأن يشرب في نخب أثينا وفي اليوم التالي أقام نستور وليمة وفيها تم ذبح بقرة إكراما لتليماكوس قامت ابنة نستور بوليكاس بإلباس تليماكوس أجمل الملابس وأهدى نستور الأمير الشاب الخيول وأمر ابنه بأن يقوم مع الأمير الشاب في رحلته نحو إسبارتا وصل تليماكوس لقصر ميليلوس والذي كان يحتفل بزواج ابنه وزواج ابنته أخبر ميليلوس مساعده بأن يدعو الغرباء لتناول الطعام معه إكراما لهم أرسل الخادمات لغسل الغرباء وألباسهم أجمل ملابس أعجبت لماكوس بقصر ميليلوس ووصفه بأنه يشبه الأولمبس لكن ميليلوس قال بأنه لا يوجد أي بشري بإمكانه مقارنة زوس ذكر ميليلوس لضيوفه عن رحلاته والتي استمرت لثمان أعوام ووصف لهم الكنز الذي حصل عليه وحزنه على وفاة أخي وقال أيضا بأنه يفضل خسارة معظم الكنز على خسارة الجنود في طروادة قال ميليلوس بأنه حزن على كل الرجال لكن أكثر من حزن عليه كان أوديسيوس فهو أعظم الرجال بكات لماكوس عند سماع ذكر والده وهنا علم ميليلوس بأنه يتكلم مع ابن أوديسيوس لكن هيلين قاطعت للحضور ودخلت عليهم وقالت لزوجها بأن الشاب يشبه بحد كبير أوديسيوس وبأنه قد يكون ابنه قدمت هيلين شراب للضيوف ووضعت فيه خلصة دواء يجعل من يشربه ينسى الحزن وهنا بدأت بإخبارهم بحال أوديسيوس في حرب طروادة ذكرت بأنه دخل للمدينة متنكر على هيئة متسول وهناك قاتل العديد من الطرواديين هيلين ذكرت بأنها علمت من هو هذا المتسول لكنها في ذلك الوقت كانت قد ندمت على خيانة زوجها وكانت قد قررت العودة للميليلوس وطفلها أشاد ميليلوس بأسلوب هيلل القصص وقال بأنها حاولت خداع رفاق أوديسيوس في الحصان الخشبي بتقليد أصوات زوجاتهم لكن أوديسيوس علم بالخدعة وأنقذ أصحابه وبعد أن انتهى ميليلوس من القصة ذهب الجميع للنوم في الصباح سأل ميليلوس للماكوس عما إذا كان قد جاء لمناقشة مشكلة عامة أو خاصة فوصف له سلوك الخاطبين المشين وتوسل إلى ميليلوس أن يخبره بكل ما يعرفه عن أوديسيوس أخبر الملك تليماكوس من أن الآلهة حاصرت في المياه الساكنة بجوار جزيرة فاروس عقابا على التضحية غير الكافية التي قدمها لكن ابنة بورتيوس قررت مساعدته ونصحت بأن يختبئ مع ثلاث من رجاله على هيئة بحارة وأن يختبئوا في الكهف الذي ينام في بروتيس وأن ينصبوا له الكمين عند نومه وحذرته بأن بروتيس يستطيع تغيير شكله ولكن إذا حاصروه فسيخبرهم عن كيفية العودة لبلادهم وعند الفجر قادت الأبنة ميليلوس وثلاث من رجاله إلى مكان راحة بروتيس وسرعان ما ظهر بروتيس وفاجأ الرجال لكنه اتخذ شكل أسد وثعبان ونمر وخنزير وتيار من المياه وشجرة لكن رجال حاصروه حتى بدأ في التحدد سأل ميليلوس كيف يمكنه الهروب من فاروس والعودة للمنزل فنصح بروتيس ميليلوس بالعودة إلى مصر وتقديم تضحيات كبيرة للآلهة وأخبره بروتيس أيضا أن أجاكس مات على يد بوسايدون وأجامنون على يد إيغيستوس وقال أيضا أن أوديسيوس قد حوصر في جزيرة كاليبسو وفي اليوم التالي انطلق ورجاله إلى مصر حيث قدموا التضحيات مجيدة للآلهة والتي سمحت لهم بالعودة إلى ديارهم بأمان وفي نفس الوقت الذي كان فيه تليماكوس في قصر ميليلوس كان الرجال لا يزالون في منزل أوديسيوس وغير مبالين للغاية اكتشف أنتينوس ويروماكوس أن تليماكوس قد أبحر إلى بيلوس مع طاقم قوي بدعم ملأ عليها قضب الرجال واتفقوا على قتل الأمير في طريق عودته وعندما علمت بنالوبي بالخبر حزنت وصلت لأثينا لإنقاذ ابنها جمع الرجال 20 رجل من أجل إعادة الأمير الشاب ولكن عند نوم بنالوبي أرسلت أثينا مرسول لها في الحلم على شكل أختها أخبرها بأن ابنها بخير واتحت حماية أثينا وعندما سألت بنالوبي المرسول على حال أوديسيوس رفض المرسول الإجابة فأبحر الرجال الباحثين عن الأمير الشاب لجزيرة استريس آملين في إعادة الأمير اجتمعت الآلهة في جبل أولمبوس وهناك ناشدت أثينا زوس لمساعدة أوديسيوس حيث أنه كان حاكم عادل وهو الآن محاصر في منزل كاليبسو دون أن يعلم أي شيء عن أهله أمر زوس أثينا بأن تحمي تليماكوس وطلب من هيرمز أن يذهب ليخبر كاليبسو بأن تطلق صراح أوديسيوس لكنه أيضا أمر بأن تكون رحلة العودة لأوديسيوس صعبة لكن في النهاية سيعود بكنوز ضخمة وهنا يطير هيرمز لجزيرة كاليبو أوديسيوس كان يجلس على الشاطئ الجزيرة وهو يبكي أخبر هيرمز كاليبسو بأن الزوس يأمر بإطلاق صراح أوديسيوس لكن كاليبسو غضبت فهي كانت قد شعرت بالحب لأوديسيوس أوديسيوس لرغم أنه أقام علاقة مع كاليبسو إلا أنه كان يبكي كل ليلة على زوجته وأبنه كاليبسو بعد أن أمر زوس ذهبت لأوديسيوس وطلبت منه عدم البكاء فهي ستطلق صراحة لم يصدق أوديسيوس لكنها أقسمت له وقدمت له الطعام ذكرت كاليبسو بأنها ستجعل من أوديسيوس مخلط إذا بقى معها رد عليها بأنه يفضل العودة لأهله وفي صباح اليوم التالي بدأ أوديسيوس بالعمل على صنع القارب بمساعدة الآلهة وبعد الانتهاء أهدته كاليبسو طعام وأبحر لسبعة عشر يوما حتى وصل لجزيرة فالسين لكن بوسايد أرسل عليها عاصفة كادت أن تقتله تمنى أوديسيوس لو مات في المعركة وهنا شاهدته الآلهة إينو وأشفقت عليه وعطته وشاح ينقذه من الموت طلبت إينو من أوديسيوس السباحة للشاطة على أن يرمي وشاح الخلود في البحر عند وصوله وبالفعل قام أوديسيوس بذلك أما بوسايدون فقد وجد من أن أوديسيوس عانى بما فيه الكفاية وهنا أوصله لفيسيان وفي رحلة استمرت ليومين وصل فجرا قرب الشاطة لكنه رغم هذا شعر باليأس لكن أثينا زرعت في قلبه القوة ليسبح للشاطة رغم التعب وصل أوديسيوس ورمى وشاح الخلود في البحر وزحف للغابة ونام بينما نام أوديسيوس ذهبت أثينا لمدينة فياسي حيث توجد الأميرة نوكسية ابنة الملك ألسينوس تنكرت أثينا بهيئة فتاة بعمر الأميرة وبخت أثينا الأميرة بسبب سوء حال ملابسها واقترحت عليها الذهاب للشاطة لغسلها وهنا صباحا توجهت الأميرة مع خدمها للشاطة مكان تواجد أوديسيوس سمع أوديسيوس الصوت في البداية تخوم فهو كان عاري الملابس تجر أوديسيوس وطلب من الأميرة مساعدته فقالت له بأنه يبدو أن زوز راضي عنه فوافقت على مرافقته ألبست الأميرة وخدمها أوديسيوس أفضل ملابس رفض أوديسيوس مرافقة الأميرة للمدينة حتى لا يلطخ سمعة الأميرة أمام آيون الشعب فذكرت الأميرة لأوديسيوس أن يذهب لقصر الملك وهناك يتوسل للملكة بالرحمة في الطريق توقف أوديسيوس عند بستان ودعا أثينا والتي سمعت صلواته لكنها كانت متخوفة من بوسايدون الكارة لأوديسيوس بينما كانت أوديسيوس يسير كانت أثينا تحيط به بالضباب لحمايته وكانت متنكرة على هيئة فتاة صغيرة تدله على الطريق وتنصحه بأن يكون جري أخبرته أثينا عن الملكة إريتي وبأنه يجب أن يفوز بتعاطفها تعجب أوديسيوس من الجزيرة وعظمتها وعندما دخل القصر تبدد الضباب من حوله وتوسل الإريتي أن يعود لبلاده جلس ألسينوس بجانب أوديسيوس وأكلوا وشربوا ورفعوا النبيذ إكراما لزوس أخبر ألسينوس واللورداد بأنهم سيتجتمعون غدا للتضحية للآلهة وللترتيب رحلة أوديسيوس ولكنه لم يكن يعرف من هو أوديسيوس وكان يشك من أنه إله الآلهة أصبحوا يدخلون على البشر بأشكال مختلفة أوديسيوس قال بأنه ليس سوى بشر وبأنه طوال هذه السنين يعاني من أجل العودة للبلاد فهو رغم كل حزنه يضطر للأكل ولكنه يفضل الجوع الذي يخفف من ذاكرته كل ما يريده من الدنيا العودة لبلاده وعائلته والموت هناك بسعادة لكن الملكة إريتي لاحظت من أن ملابس أوديسيوس كانت مشابهة لملابس أهل بلادها فأخبرها أوديسيوس قصته وحبسه في جزيرة كاليبسو ولقاؤه مع الأميرة التي أهدت الملابس في الفجر اجتمع الناس في ساحة الاجتماع وعندما وصل الجميع أخبرهم ألسينوس بأنه سيجهز زفينة وطاقم من 52 رجل ليعادة أوديسيوس لبلاده ثم اجتمع الجميع لتناول الطعام وبدأ الشاعر بالغناء عن معركة أوديسيوس وأخيل وعندما سمع أوديسيوس القصيدة بكى وحاول إخباء دموعة إلا أن ألسينوس لاحظ بكاء أوديسيوس فقرر الانتقال للألعاب الرياضية لينتقل الجميع لساحة الألعاب وتبدأ مسابقات الجري والمصارعة وألقاء القرص دعا لودماس أوديسيوس للانضمام لكنه رفض مشيرا لإرهاقه وحزنه ليسخر بورسيدي من أوديسيوس فيغضب وينضم للألعاب أوديسيوس تفوق على الجميع وأعلن بأنه لا يستطيع أحد منافسته إلا الملك والذي أكرم أوديسيوس ولهذا لن يتحدى بعد الانتهاء أدى أفضل راقصين رقصاتهم اندهش أوديسيوس من مهاراتهم ثم دعا ألسينوس النبلاء الاثنى عشر لجمع الهدايا لأوديسيوس فعض بورسي أوديسيوس سيفا جميلا للاعتذار عن سخريته وأهدت الملكة أوديسيوس صندوق من الملابس الراقية وأخيرا قام الشاعر بوصف كيف دخل الحصان الخشبي المليء بالجنود لطروادة سرا هنا انفجر صراح الجنود من الحصان وهزموا أبطال طروادة ذكر الشاعر الشجاعة الخاصة لأوديسيوس ومينيليس لكن أوديسيوس بكى لسماع الحكاية ولهذا طلب ألسينوس الشاعر بالتوقف عن الغناء وطلب من أوديسيوس الكشف أخيرا عن هويته وشرح دموعه أعلن أوديسيوس عن نفسه وبدأ في ذكر رحلاته بعد حرب طروادة في بداية الرحلة النهب هو ورجاله مدينة سيكونوس وحملوا العديد من الغناء أراد أوديسيوس المغادرة لكن الرجال قرروا البقاء والنهب في الوقت نفسه اتصل أهل المدينة بجيرانهم للحصول على الدعم فقتل الجيش الجديد الرجال قبل أن يهرب الباقون أرسل زوس إعصار فاستراح الرجال لمدة يومين ثم أرسلت رياح الشمال السفن في الاتجاه الخاطئ بعد تسع أيام وصلت السفن إلى أرض أكلة اللوتوس هناك فقد أفراد الطاقم الذين تناولوا ثمرة اللوتوس كل الرغبة في العودة وكل ذاكرتهم عن بلادهم أرادوا فقط البقاء وتناول اللوتوس لكن أوديسيوس أجبرهم على العودة إلى السفن وربطهم بالصواري وطلب من الرجال المتبقين إلى بحار بعد ذلك جاءوا إلى أرض سايكلوبس ليس لدى أهل سايكلوبس لات العين الواحدة قوانين أو مجالس أو مزارع أو سفن أو حتى تجارة ذهب أوديسيوس وطاقم سفينته لاستكشاف الأرض بينما انتظر الرجال الآخرين في جزيرة قريبة عندما وصل الرجال للشواطئ رأوا كهف كبير به قطعام من الأغنام والماعز في الفناء وكان هذا المنزل ضخم للغاية ترك أوديسيوس معظم طاقمه في الشاطئ وذهب مع 12 من رجاله إلى الكهف وهناك أخذ حاوية من النبيذ القوي جدا ولم يكن العملاق في المنزل أراد الرجال أخذ ما في وسعهم والعودة للسفن لكن أوديسيوس أصر على البقاء لمقابلة العملاق في المساء عاد السايكلوبس إلى المنزل وأغلق مدخل الكهف بصخرة عملاقة وحلب أغنامه وماعزه وأشعل النار ولكنه لاحظ وجود الرجال وسألهم بغضب منهم أجاب أوديسيوس بأنهم آخيين فقدوا الطريق وحدث سايكلوبس واسمه بولوفيموس على طاعة العرف واحترام قواعد الآلهة واستقبالهم بسخاء سخر السايكلوس من تحذيرات أوديسيوس وقال بأن نوعه لا يخشون زوس أو أي إله آخر فضرب على الفور رجلين ميتين في الأرض وأكلهما بشكل شنيع هنا قرر أوديسيوس قتل السايكلوبس لكنه أدرك إذا قتل هذا العملاق فلن يكون لديه هو رجاله مخرج من الكهف لأن العملاق فقط هو الذي يمكنه تحريك الصخرة الضخمة لتسود المدخل لذلك استلقوا هناك طوال الليل في رعب عند الفجر أشعر السايكلوبس النار وحلب خرافة وأكل الرجلين آخرين لتناول الأفطار ثم غادر لهذا اليوم وأغلغ مدخل الكهف خلفه بالصخرة الضخمة وفي نفس الوقت خطط أوديسيوس للانتقام عند الغسق عاد بولوفيموس وحلب أغنامه وما عزه وأكل الرجلين آخرين عرض أوديسيوس على بولوفيموس نبيذ قوي فشرب بولوفيموس ثلاث أطباق وعندما أصبح العملاق في حالة سكر قال له أوديسيوس بأن اسمه لا أحد شكر بولوفيموس أوديسيوس على النبيذ ووعده بإنهاء معاناته بأكله ولكنه بسبب الشرب الشديد كان العملاق يترنع وهنا وجد الرجال فرصتهم فهجموا على العملاق بحديدة ساخنة وطعنوا عينه الوحيدة صرخ بولوفيموس في عذاب وهرع كل العمالق الآخرين لكهفه وسألوه عن من كان يهجم عليه فصرخ الساكلوبس لا أحد لذلك ابتعدوا بعد ذلك خطط أوديسيوس للهروب رتب الكباش في الكهف في مجموعات من ثلاثة أشخاص واختبأ كل رجل قرب بطن الكبش وعند الفجر عندما سمح بولوفيموس للكباش بالخروج من الكهف هرب الرجال أيضا بمجرد خروجه من الكهف فك أوديسيوس نفسه ورجاله وسارعوا جميعا إلى السفن وعندما كانوا في الخارج على المياه صرخ أوديسيوس مرة أخرى إلى بولوفيموس وقال له بأن زوس عقب على جرائمه رجا على ذلك قطع بولوفيموس الغاضب الجزء العلوي من الجرف وألقى به في اتجاه السفينة حيث دفعت موجة السفينة بمجرد أن كانوا على مسافة آمنة مرة أخرى صرخ أوديسيوس مرة أخرى ليقول أوديسيوس هو الذي أعمى سايكلوبس فإذا سألك أي شخص تذكر بأن أوديسيوس هو الذي فعل ذلك بولوفيموس تذكر بأن عراف ذكر له يوما بأنه سيعمى من قبل شخص يدعى أوديسيوس واصل أوديسيوس سرد روايته وقال كانت المحطة التالية لهم هي الجزيرة الأيولية والتي كانت موطن لإله الرياح ومكت فيها لمدة شهر وهناك أهداء يوليس كيس به رياح قام يوليس بإرسال الرياح لتحريك سفن أوديسيوس اتجاه بلاده فأبحر لتسع أيام وفي يوم العاشر شاهد أوديسيوس شواطئ إثيكا وهنا استطاع أوديسيوس أخيرا النوم والراحة لكن الرجال كانوا متعجبين من الحقيبة التي حصل عليها أوديسيوس فالبعض قال بأنها بالتأكيد تحمل كنوز وبأن أوديسيوس يرفض مشاركتهم لذلك قاموا بفك الربط لمعرفة ما بداخلها وحرروا الرياح استيقظ أوديسيوس وشاهد في يأس الرياح تبعد السفينة بعيدا عن بلاده وتعيده لإله الرياح توسل أوديسيوس من إله الرياح للحصول على مساعدته لكن الإله اعتقد بأن ما يحدث لأوديسيوس هو دليل على غضب الآلهة منه لهذا رفض الطلب بدأ الرجال بالتجذيف وبعد سبعة أيام وصلوا لجزيرة الاسترقون أرسل أوديسيوس عدد من الرجال للتحقق هل كان السكان متحضرين أم وحوش هناك التقوا بأميرة في بئر فأرسلتهم لقصر والدها ورأوا هناك ملكة عظيمة والتي نادت زوجها دخل الملك وأكل أحد رجال أوديسيوس لكن اثنين من الرجال استطاعوا الهرب أكلت العائلة المالكة معظم طاقم أوديسيوس لكن سفينة واحدة استطاعت الهرب أبحر أوديسيوس وسفينته الوحيدة ورست في جزيرة سيرس استراحوا هناك لمدة يومين وخرج أوديسيوس وقتل غزال لإطعام رجاله فتناولوا الطعام وناموا وفي صباح اليوم التالي أخبر أوديسيوس الرجال بأنه رأي الدخان يتصاعد من مكان ما في وسط الجزيرة صرخ الرجال خوفا من سكان الجزيرة فأجاب أوديسيوس بأن الفزع والبكاء لا يفيد وأرسل النصف الرجال للتحقق هناك جاء الرجال إلى قصر سيريس فسمعوها تغني وهي تنسج فاستأذنوا ورحبت بهم على طويلتها لكنها أضافت شيء في طعامهم فمحت ذاكرتهم عن البلاد وحولتهم لخناصير ركض يولو ماخوس إلى السفينة وأخبر أوديسيوس بأن الرجال اختفوا من القصر ولم يعودوا انطلق أوديسيوس إلى القصر ولكن قبل أن يصر إلى أبوابه التقى إراميس والذي كان متنكر على هيئة شاب أعطى إراميس دواء يسمى مولي من شأنه أن يجعله محصن ضد دواء سيريس وقال له اركض عليها بسيثك حتى تخاف عندما دخل أوديسيوس إلى قصر سيريس حدد كل شيء تماما كما تنبى إراميس توقعت سيريس بأن الغريب يجب أن يكون أوديسيوس أعدت خاتمات سيريس حمام ووليمة لكن أوديسيوس كان رافض لتناول الطعام لذلك حولت سيريس طاقمه من خنازير إلى رجال مرة أخرى عاد أوديسيوس إلى سفينته لإخفاء حملته في الكهوب حتى يورولوخوس الرجال على المغادرة في ذلك الوقت بدلا من العودة لأنه قد يكون فخ وذكرهم بالرجال الذين لقوا حتفهم في كهف بوليفيموس بسبب سوء تقدير أوديسيوس لكن الرجال تبعوا أوديسيوس بما في ذلك يورولوس بقى الرجال في الجزيرة لمدة عام وعاشوا في رفاهية وبعد عام أصبحت طاقم غاضب واقنعوا أوديسيوس أخيرا فإن الوقت أتحان للمغادرة نصاحته سيريس بالنزول إلى أرض الموتى للتحدث إلى شبح تيريسياس وهو نبي أعمى أخبرته سيريس بأن يجد المكان الذي يلتقي به نهر النار ونهر الدموع وأن يحفر هناك خندق هناك يجب أن يصب الحليب والعسل والنبيذ والماء للموتى ورشة من الشعير وقالت أنه يجب أن يعد الموتى بقتل بقرة عندما يعود لأثكة وأن يذبح كبش أسود من أجل تيريسياس بعد ذلك يجب على أوديسيوس ذبح كبش ونعجة عندها فقط ستظهر الظلال وفي تلك اللحظة يجب على طاقم أوديسيوس حرق الجثث بينما يحتفظ أوديسيوس بالظلام بعيدا عن الدم ثم سيظهر تيريسياس ويخبره بكيفية إكمال رحلته لبلاده عندما استيقظ أوديسيوس وطاقمه في صباح اليوم التالي للمغادرة اكتشفوا أن إيلينبور أصغر عضو في الطاقم قد شرب في الليلة السابقة ونام في السطح وعندما استيقظ في الصباح على صوت الرجال الآخرين سقط من السطح وكسرت رقبته أوضح أوديسيوس رحلتهم القادمة إلى العالم السفلي فشعر الرجال بالخوف من القادم وصل أوديسيوس سر قصته عندما وصله رجاله إلى مدخل عالم الموتى فعلوا بالضبط كما سمعوا من سيريس حفروا خندق وقدموا الأضحية وضحوا بنعجة وكبش فظهرت لهم آلاف الأشباح عندما بدأ الدم يتدفق كان الشبح الأول الذي اقترب منهم هو إلنبور طلب من أوديسيوس دفنه وأكرامه فوافق أوديسيوس الشبح التالي كان أنتكليا والدة أوديسيوس لكن أوديسيوس لم يسمح لها بالاقتراب من الدم أخيرا ظهر تيريسياس بمجرد أن شرب دم الحيوانات المذبوحة أخبر أوديسيوس بأن رحلته إلى المنزل ستكون مليئة بالمتاعب فقد أغضب أوديسيوس بوسايدون من خلال إعماء ابن بوسايدون السايكلوبس قال تيريسياس أن الرجال سيصلون إلى المنزل إذا تركوا ماشية الشمس دون أن يقتلوها إذا قتلوا الماشية فسيعود أوديسيوس إلى المنزل وحيدا لكن قبل أن يستقر بسلام سيتعين عليه القيام برحلة أخرى إلى أرض بعيدة عن أي بحر وأن يقدم الأضحيات لبوسايدون عندها فقط ستنتهي رحلاته الطويلة سأل أوديسيوس تيريسياس عن كيفية التحدث إلى شبح والدته أوضحت تيريسياس أن الشبح لن يتحدث إلا إذا شرب دم الحيوانات سمح أوديسيوس لأمه بشرب الدم وفجأة تعرفت عليه وأخبرت أن بينالوبي تنتظر وهي حزينة وأن ممتلكاته لا تزال في يد تليماكوس وأن والده يعيش في فقر وعزلة وبأنها ماتت من الحزن والشوق على أوديسيوس حاول وضع ذراعه حولها لكن كل مرة كانت تذوب عند لمسه هنا ختم أوديسيوس قصته وطلب من الملك المغادرة لدياره وعده الملك والملكة بالعديد من الهدايا الجميلة إذا بقى لفترة أطول قليلا وطلب منه وصف الجنود والأبطال الذين قابلهم في أرض الموتى وصف أوديسيوس المحادثة التي أجراها مع أقاممنون ناقش الشبح خيانة زوجته وأخبر أوديسيوس بأن عشيقها قتله ورفاقه مباشرة على مائدة العشاء وقال بأن سلوك زوجته لطخ سمعت جميع النساء ونصح أوديسيوس بالحذر من زوجته بعد ذلك تحدث أوديسيوس إلى أخيل والذي قال بأنه يفضل أن يكون عبد في الأرض على أن يكون ملك في أرض الموتى أخبره أوديسيوس أن أبنه تصرف بشجاعة وقتل العديد من الرجال مما أسعد أخيل ثم احتشت الضلال بعنف من حوله راغب في التحدث معه ولكنه ركض عائدا لسفينته عاد الرجال إلى إرنست هناك استعدوا لدفن جثة إليمبور قبل أن يغادر أوديسيوس ورجاله أخبر سيروس أوديسيوس بأنه سيمر بجزيرة حريات البحر والذين سيحاولون إغراءه بأغانيهم قيل أوديسيوس بأنه يجب وضع الشمع على أذن الرجال لكن أوديسيوس أصر على سماع أغاني حريات البحر فتم ربطه على سارية المركب حتى لا يهرب بعد ذلك يجب على أوديسيوس وطاقمة المرور على سيلة الوحش الرهيب ضل رؤوس الستة وتشاري بيتس الذي يخلق دوامة تمطص سفن كاملة في البحر ثلاث مرات في اليوم نصح سيروس بأن يبحر أوديسيوس بسفينته عبر سيلة ويضحي بست رجال بدلا من المخاطرة بالانفصاص في الدوامة والغرب سأل أوديسيوس عما إذا كان بإمكانه الهروب ومحاربة سيلة لكن سيروس وبخ أوديسيوس على عنادة وقال له بأن سيلة خالدة ولا يمكن هزيمتها عندما أشرقت الشمس أعد الرجال سفينتهم للمغادرة عندما أبحرت السفينة بعيدة أخبر أوديسيوس الرجال بنصيحة سيروس على الرغم من هذا أخبرهم بأن سيروس قال بأنه يجب أن يسمع أغاني حريات البحر لم يذكر للرجال أي شيء عن سيلة لأنه لا يريد أن يصاب الرجال بالخوف وعندما مروا بجزيرة حريات البحر وضع الرجال الشمع في آذانهم لكن أوديسيوس أمرهم بربطه على الصاري وهنا لم يتعرض أحد لأي خطر وعندما وصلوا إلى شاربيديست أبحروا بعناية حول الدوامة لكن سيلة أمسكت بستة الرجال وأكلتهم حاول الرجال الأبحار بسرعة ومغادرة المكان ليصلوا بعد ذلك إلى جزيرة الشمس أراد أوديسيوس لجنب الجزيرة تماما لكن يورولوكوس أصر على أن طاقمه يحتاج للراحة جعل أوديسيوس الرجال يقسمون على عدم أكل أي من الماشية في الجزيرة لكنهم حصروا في الجزيرة لمدة شهر بسبب الرياح غير مناسبة في النهاية نفذ الطعام وبدأ الرجال يتضورون جوعا وفي إحدى الأيام نام أوديسيوس أقنع يورولوكوس الرجال بأكل الماشية وقال بأنه من الأفضل أن تموت في البحر من غضب الآلهة بدلا من الموت من الجوع استيقظ أوديسيوس ليجد الرجال قد أكله الماشية طلب إله الشمس هليوس بغضب من زوس والآلهة الآخرين معاقب الطاقم أوديسيوس لقتلهم الماشية امتثل زوس فبدأت أمور غريبة تحدث لهم بدأت الماشية الميتة بالتحرك لكن الرجال استمروا في تناول الطعام لمدة ستة أيام أخرى قبل الإبحار بعيدا بمجرد خروجه من البحر أرسل زوس عاصفة دمرت السفينة وقتلت الجميع على متنها باستثناء أوديسيوس والذي علق على بضعة قطع من الخشب دفعت الرياح مرة أخرى نحو شارب ديس فصنع الوحش الدوامة لكن أوديسيوس أنقذ نفسه من خلال التمسك بغصن شجرة التين بعد أن أفلت من الدوامة انجرف في البحر حتى وصل إلى جزيرة كاليبسو وهنا توقف أوديسيوس عن قصته وقال سأخبركم بالباقي في وقت لاحق في اليوم التالي أخفى الملك السينوس هدايا أوديسيوس العديدة على متن السفينة في اليوم التالي أحس أوديسيوس بالتعب ونام نوما عميقا مشابه للموت أحس بأنه نسى العشرين عام التي مرت بعيدا عن أهله وبلاده وصلت السفينة لميناء إثيكا وهناك أخفى الرجال أوديسيوس النائم وهدايا بعيدا عن عين لصوص شعر بوسايدون بالغضب لأن الفاسيين ساعدوا أوديسيوس وأعطوه الكثير من الكنوز وعلى الرغم من ضغينة بوسايدون اعتبر زوس شكوى بوسايدون تافيها بعض الشيء لكنه لم يثنيه عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يهدئ من غضبه وأن ينتقب تحول بوسايدون لصخرة ضخمة لإغراغ السفينة أحس أهل الجزيرة بالخوف من أن يكون بوسايدون صخور حول جزيرتهم ويمنعهم من الوصول للبحر لهذا قاموا بالصلاة وتقديم الأضاحي له في إثيكا استيقظ أوديسيوس من نومه الطويل وكانت أثينا قد أحاطته بالضباب لحمايته ولهذا عندما صح من نومه لم يعرف أين هو وكان في البداية يعتقد بأنه في مدينة غريبة عليه وبأنه تم خداعه لكن أثينا ظهرت له على شكل راعي وأخبرته بأنه في إثيكا نهض أوديسيوس وأخبر الراعي الغريب من أنه قادم هربا من جزيرة كريت وأن هناك من يحاول سرقته وبأنه تم جلبه خلصة لإثيكا لكن أثينا غيرت من شكلها أمامه لإمرأة وأخبرته بإعجابها بمكره وحذرته من أنه سيعاني من العديد من المشاكل لاحظ أوديسيوس كم أن أثينا كانت معه خلال حروبه ولكنها تخلت عنه في رحلاته قالت له بأنها لم تساعده في رحلاته خوفا من غضب بوسايدون أخبرت أثينا أوديسيوس عن حال زوجته خلال غيابه وقالت له بأنها كانت تحمل الولاء له وعانت كثيرا من الخاطبين والرجال علم أوديسيوس بأنه حتى وهو في بلاده فهناك خطر على حياته بيد الخاطبين وبأنه قد يكون مصيرة مثل أجام منهم طلب أوديسيوس من أثينا مساعدته للانتقام لهذا قامت بتغيير هيئته ليكون على الشكل متسول وطلبت منه أن يزور أميس والذي لا يزال مخلص له ذهب أوديسيوس بهيئة المتسول لأميس والذي رحب به وعطاه الطعام شكره أوديسيوس على حسن الضيافة ورد عليه أميس بأن زوس طلب من الجميع أن يكون كريم مع المتسولين والغرباء تحدث أميس بأمر الرجال الخاطبين وبأنهم يأكلون من منزل أوديسيوس دون الخوف من غضب الآلهة وأضاف أميس بأن الرجال على اعتقاد بموت أوديسيوس ولهذا فهم لا يخجلوا أو يخافوا من الرجل الذي كان أقوى رجل في المدينة ذكر أوديسيوس بأنه متسول قادم من كريم وأنه عندما كان شاب كان يعشق الحرب والمغامرة وقال بأنه شارك في حرب طروادة وقاتل هناك لعشر سنوات وعاد بعد ذلك لكريد وهناك لم يجد أي شيء ولهذا انتقل لمصر مع مجموعة من الرجال لكنهم كانوا لصوص فقاموا بسرقة وقتل المصريين لهذا جاء الجيش من مدينة مصرية وحربهم حسب قصة أوديسيوس في المتسول قضى سبع سنوات في مصر ثم غادر مع الرجل في نيقي لليبيا لكن زوز أغرغ سفينتهم فخسر كل أمواله في البحر فأبحر على خشبة لتسعة أيام حتى وصل لثيسبورتا وهناك قابل الملك الذي يكرمه أرسله الملك لمدينة دوليتشون لكن طاقم السفينة سرقوا كل أمواله والقوه في أثيكا حيث وصل لمنزل أميس وهنا انتهى أوديسيوس من قصة المختلقة لكن أوديسيوس قرر اختبار كرم صديقة لهذا اخترع هذه القصة وقال له بأنه خلال حرب طروادة كاد أن يموت من البرد أشاد أميس بشداعة المتسول وأهداها عباء خاصة طارت أثينا إلى لايسيمون وطلبت من تليماكوس العودة إلى إثيكا وحذرت من أن بعض الخاطبين سيحاولون نصب كمين له وقتله في الطريق وحذرته من أنه يجب أن يتجنب جميع الجزر وفي صباح اليوم التالي رتب ميلينوس لمغادرة تليماكوس إلى إثيكا وعندما ذكر تليماكوس أوديسيوس في وداعة طار نصر مع أوزة في مخلبه وكان هذا فأل جيد حمل تليماكوس الهدايا في سفينته وأبحر لإثيكا وفي إثيكا قرر أوديسيوس اختبار صديقة مرة أخرى حيث أخبره من أنه يخطط للمغادرة في اليوم التالي وبأنه يريد أن يجرب حظه بالتسول في القصر لكن الصديق أحثه على البقاء حتى يعود تليماكوس وعندما سأل أوديسيوس عن السبب قال بأن الملك بيرتس والد أوديسيوس يعيش أيامه حزنا على ابنه وزوجته وفي اليوم التالي وصل تليماكوس للمدينة وهناك ظهر صقر وفي فمه حمامة وهذا ما فسره البعض بأنه فأل حسن لأوديسيوس وذريته وعندما وصل تليماكوس طلب منه إيميوس رعاية الغريب وهو ما رحب به تليماكوس وأهداه سيف ولباس تدخل أوديسيوس المتسول ليقول بأنه يزعجه أن يسمع عن الوضع المحسن في القصر وأنه يتمنى أن يتمكن من المساعدة في محاربة الخاطبين فهو متأكد من أن أوديسيوس يفضل الموت على عدم محاربة هؤلاء المجرمين وبأنه مستعد لمحاربتهم وعدم التسامح معهم طلبت تليماكوس من أوميسيوس الذهاب إلى القصر وأخبار بنولوبي بأن ابنها عاد إلى المنزل بأمان ولكن على أن لا يخبر أحد ولا حتى لارتس اقتربت أثينا من المزرعة ولم تكن ظاهرة إلا لأوديسيوس والكلاب ظهر أوديسيوس للتحدث معها وطلبت منه الكشف عن حقيقته لابنه حتى يتمكن أثناء من التخطيط للانتقام أعادت أثينا شكل أوديسيوس لشكله الطبيعي وعندما عاد صدمت تليماكوس واعتقد بأنه إله قادم على شكل والده حيث أن الآلهة هي فقط من يتحول بهذا الشكل السريع لكن أوديسيوس قال أنا والدك رغم هذا لم يصدقوه تليماكوس في البداية حتى ذكر له بأن أثينا هي التي حولته لمتسول سابقا طلب أوديسيوس من ابنه وصف الخاطبين لكن تليماكوس قال بأنه يشك من أن أثنين يستطيعون التغلب على العدد الكبير من الرجال حيث أن عددهم يفوق المئة لكن أوديسيوس ذكر بأن أثينا وزوس سيقفان بجانبهما طلب أوديسيوس منه الذهاب إلى القصر والاختلاط مع الخاطبين على أن يدخل أوديسيوس مرة أخرى على شكل متسول وحذره من أنه يجب أن يحافظ عن خبر عودته حتى من بلالوي شعر الخاطبون من سماع خبر عودة تليماكوس وخافوا من أنه قد يكون قد استطاع الوصول لأوديسيوس فاقترح أنتينوس قتله لكن أنفينموس قال بأنه بإمكانهم قتل الأمير إذا كانت الآلهة تؤيد القتل فوافق الجميع على الخطة الأكثر اعتدالا خرجت بنالوبي من غرفتها وواجهت أنتينوس وحذرت من قتل تليماكوس فهو يجب أن يتذكر من أن أوديسيوس أنقذ والده ذات مرة وهنا قام يوروماكوس وقال لبنالوبي بأنه لن يسمح بإيذاء تليماكوس لكن الحقيقة أن يوروماكوس كاذب في هذا الأمر وهنا عاد أمينوس مع أوديسيوس المتنكر وأكل الطعام أنامه لاحظت لماكوس من أن الخاطبين كانوا لطفاء معه ولكنه كان يشك بأنهم يكذبون أخبر بنالوبي بأن مينوس سمع بأن أوديسيوس كان محاصر في جزيرة كاليبسو وذكرت لماكوس نبوءة حيث قال من أن أوديسيوس في إثكا ولم يمضي وقت طويل بعد ذلك انطلق أميس وأوديسيوس إلى المدينة مع تنكر أوديسيوس في زي متسود وفي طريقهم اصطدموا بميلانتوس والذي أهانهم بل وأعطى أوديسيوس ركلة اضطر أوديسيوس أن يكون هادئ مع اقتراب الرجلي من القلعة حذر أميس أوديسيوس المتسول من أن شخصا ما قد يضربه أو يسخر منه لمجرد التسلية فرد أوديسيوس بأنه يستطيع تحمل أي إذلال بعد سنوات من التجول بينما يتحدثون لاحظ أوديسيوس كلب عجوز مستلقي مهمل بالغبار والروض والذي كان أرغوس والذي كان في يوم من الأيام جار أوديسيوس تعرف السيد والكلب على بعضهم البعض على الفور لكن في تلك اللحظة مات الكلب العجوز أمامهم دخل أوديسيوس لمنزله لأول مرة منذ عشرين عام ذكرت أثينا لأوديسيوس بأنه يجب أن يمر على كل المتواجدين في الطاولة والتسول منهم منها سيستطيع معرفة الخاطبين السيئين عن الأبرياء أشفق عليه معظم الخاطبين لكن أنتينيوس كان غاضب من وجود المتسول ووبخه إيموس رمى أنتينيوس كرسي على المتسول لكن أوديسيوس لم يغضب بعض الخاطبين قالوا لأنتينيوس بأن هذا العند غير مستحق وبأن الآلهة ستغضب أحس تليماكوس بالألم لرؤية والده هو يتعرض للإهانة وتحدث إيموس لفترة وجيزة إلى الملكة ثم عاد إلى مزرعته لكن أوديسيوس وتليماكوس بقوا في القصر لكن كان هناك متسول آخر في القصر اسمه إيروس هذا المتسول قام بإهانة أوديسيوس المتسول أنتينيوس استغل هذا الأمر وقال لمن حوله بأنه يريد أن يتصارع المتسولان لمتعتهم وهنا وقف الجميع وأعلن عن جائزة عبارة عن طعام للفائز في المصارعة بين المتسولان لكن أوديسيوس كان أقوى من إيروس المتسول والذي خاف من مواجهة أوديسيوس لم يهتم لإذاء المتسول ولهذا انتصر بأقل أذى لغريمة فتمت دعوته للطعام مع الخاطبين الخاطب أنفينوموس لطيف بشكل خاص مع أوديسيوس المتسول بينما هم يتحدثون علم أوديسيوس من أنهم متخوفون من عودته وبأنهم يعتقدون بأن الكثير سيموت على يد أوديسيوس وابنه تليماكوس أثينا ألهمت بنولوبي بأن تنزل وتتحدث مع الجميع أخبرت الملك الخاطبين بأنه إذا كانوا يأملون في الفوس بيدها فعليهم تقديم الهدايا لها كما هو معتاد هذه الخدعة أسرت أوديسيوس كثيرا أرسل الخاطبون خدمهم لجلب الكنوز الجميلة وبدأوا في الرقص والغناء أرادت أثينا إشعال الموقف مرة أخرى فأوحد ليوروماكوس من أن يرمي كرسي على أوديسيوس مرة أخرى لكن أوديسيوس أيضا لم يبدي أي غضب لكن تليماكوس غضب فأمر الجميع بالمغادرة في تلك الليلة بدأ أوديسيوس وأبنه خطتهم عند نوم الخاطبين أخفوا أسلحتهم وعندما نام تليماكوس نزلك بنالوبي لاستجواب الزائر الغريب أخبرها بأن أوديسيوس استقبله سابقا في منزله بكت عند سماع اسم زوجها لكنها قررت اختبار الصدق الغريب فسألته عن تفاصيل معينة في شكل زوجها فأخبرها بملابسه وشكله فبكت مرة أخرى فالملابس التي وصفها كانت هدية منها لزوجها أخبرها بأن أوديسيوس في البحر وسيعود في نهاية الشهر قامت خادمة أوديسيوس بغسل قدمه وعندما سمعت اسم أوديسيوس بكت وأقسمت بأن هناك شبه بين أوديسيوس والغريب ولكن عندما بدأت الخادمة العجوز في غسل قدمي أوديسيوس لاحظت الندبة التي اتلقاها أوديسيوس أثناء صيده مع جده توسل إليها أوديسيوس بأن تلتزم الصم فوعدته بالحفاظ على سره في الوقت نفسه قامت أثينا بصرف انتباه بينالوبي عن المشهد عندما غادرت الخادمة استأنف أوديسيوس المتسول محادثته مع بينالوبي طلبت منه تفسير حلم وفيه يطير نصر في الجبال ويكسر أعناق عشرين أوزة في منزلها أخبرها أوديسيوس بأن الحلم يعني موت مؤكد للخاطبين أخبرته بأنها تخطط لإعلام مسابقة الرماية لاختيار الزوج الجديد لها وعدها بأن زوجها سيعود قبل أن تبدأ أي مسابقة في اليوم التالي صحى أوديسيوس من نومه قلق من واجهة عدد كبير من الرجال فكيف سيكون ردة فعل أهلهم إذا قتلهم؟ لكن أثينا طمنت الملكة في نفس الوقت كانت في غربتها لا تستطيع النوم وتتمنى الموت على خيانة زوجها وديسيوس سمع بوكاء زوجته فأحس بالحزن وطلب من زوس إرسال فأ الخير لهم فأرسل لهم الرعد بدأ الخدم بترتيب البيت والاستعداد للمسابقة وظهر في السماء نسر في مخلبه حمامة حاول أثامينوس إقناع الخاطبين بعدم إذاء الأمير الصغير حاولت أثينا إشعال غضب أوديسيوس فحثت أحد الخاطبين للاعتداء عليه لكن تليماكوس هو الذي رد على الخاطب فصرخ في حين أن أوديسيوس كان هادا أما الخاطب الآخر فذهب لتليماكوس لكي يقنع والدته بالزواج من رجل آخر وطبعا تليماكوس رفض هذا الأمر أثينا جعلت كل الخاطبين يضحكون بشكل هستيري بدون أي سبب لكن فجأة تحدث متنبئ بينهم حيث قال بأن هناك فأل سيحدث الدماء ستكون على الجدران والأشباح على الأبواب والضباب سيغطي الشمس لكن الخاطبين سخروا من كلامه أحضرت بنالوبي قوس أوديسيوس وقالت بأن من يرمي القوس بدقة سيكون زوجها حاول كليماكوس المشاركة وأن يكون الأول لكنه لم يكن دقيق وفشل بعد ذلك حاول يودوس والذي فشل أيضا استمر الخاطبون بالمحاولة والكل كان يفشل في نفس الوقت تحدث أوديسيوس لبعض الرجال وأخبرهم بهويته وأضر لهم الندبة كدليل على شخصيته وأقنع الرجال أن يشاركوا في معركته طلب من فيلينتوس أن يأتي بالسهم وأمر الخادمات بإغلاق أبواب القصر اقترح أوديسيوس عن الخاطبين الصلاة لإله الحرب على أن يحاول هو كتسلية لهم حذر أن تينيوس الغريب من المحاولة لكن بنالوبي وافقت لتجربة حظ المتسول الغريب فلا عار من هذا فالعار الذي سيجربه الخاطبون أعظم وسط سخرية الجميع أخذ المتسول القوس واستطاع استخدامه ببراعة وفي نفس الوقت ظهر البرب في السماء كعلامة منزوس وعلنت لماكوس انتصار الغريب بسرعة أرسل أوديسيوس السهم في حلق أنتينوس وركل أوديسيوس الطاولة ليختلط الطعام بالدماء وهنا كشف المتسول عن نفسه كملك أثيكا الغائب أحس الخاطبون بالرعب وطلبوا الرحمة من أوديسيوس حاول الخاطبون إقناع أوديسيوس بنسيان ما حدث ويعادت كل ما خسره من ثروة لكن أوديسيوس أخبرهم بأن المال لا يغسل العار الذي جلبوه لبيته قتل أوديسيوس يوروماكوس وقتل تيليماكوس أنفيكيوس قام إيماوس بحراسة الباب حتى لا يتمكن أحد من الهرب وعندما حاول البعض الهرب ظهرت أثينا ومنعتهم وطارت للسطح لمشاهدة المعركة أطلق الرجال الأسهم على أوديسيوس لكن أثينا أبعدت الأسهم أوديسيوس وتيليماكوس هجموا على الرجال مثل النسور وهي تهجم على الطيور الصغيرة وعندما أعلنت الخادمة عن ساعدتها بمقتل الرجال وبخها أوديسيوس وقال بأنه من الخطأ الفرح بموت أحد فهذا تصرف قد يغضب الآلهة طلب منها أوديسيوس جلب كل الخادمات التي شاركنا الخاطبون في جلب العار لبيته وأمرهم بإخراج الجثث وغسل الدماء أخبرت الخادمة بنالوبي بأن أوديسيوس عاد وقتل كل الخاطبين بنالوبي رفضت تصديق القصة لهذا نزلت للحديث مع الغريب وهناك ركزت نظرها على الغريب وجدته بالفعل يشبه أوديسيوس ولكن هناك غموض حوله طلب أوديسيوس من تيليماكوس تجهيز البيت يبدو كما لو هناك حفل زفاف يجرى فيه ويبقي خبر قتل الرجال من شعب إثيكا أثينا غيرت من شكل أوديسيوس لرجل أصغر سنا وأكثر وسامة الغريب الجديد أعلم بأنه غاضب من بنالوبي فهي لم ترحب به قالت بنالوبي الخادمة بأن تحضر سرير أوديسيوس للغريب لكن أوديسيوس قال بأنه لا يمكن جلب السرير فالسرير ملتصق بشجرة زيتون وهنا علمت بنالوبي بالحقيقة أوديسيوس عاد حذر أوديسيوس بنالوبي من أنه يجب عليه القيام برحلة طويلة وخطيرة أخرى قبل أن يتمكن من الاستقرار بسلام عليه أن يسافر إلى أرض بعيدة عن أي بحر وأن يضحي بحيوانات إلى بوسايدون وقبل أن يغادر الفجر التالي طلب أوديسيوس من بنالوبي البقاء مع خادمتها في غرفتها لأن الرجال قد يأتون للانتقام طارت أشباح الخاطبين تبكي في العالم السفلي مع وصول الأشباح ناقش أخيل وأجاممنون وأجكس وفاتهم حسد أجاممنون أخيل وأجكس على وفاتهم في المعركة وتعرف أجاممنون على أنفيدون أحد أشباح الخاطبين وسأله لماذا مات الكثير من الشباب النبلاء دفعة واحدة وصف أنفيدون مغازرة الخاطبين لبنالوبي وانتقام أوديسيوس فسر أجاممنون من أن زوجة أوديسيوس كانت أكثر إخلاصا من زوجته وقال لأن الآلهة والرجال سيمدحونها للأبد وفي نفس الوقت أتى أوديسيوس ورفاقه الثلاث إلى مزرعة لايرترس وجد أوديسيوس والده يعمل في الحقل فبكى لرؤية حالته وعلى الرغم من شفقته قرر اختبار ولا والده أخبر لارتيس بأنه مسافر من أرض أخرى وبأنه استضاف أوديسيوس ذات يوم فبكى لايرترس لسماع اسم أوديسيوس وانهار أوديسيوس وكشف عن هويته لكن لايرترس طلب دليل على أنه أوديسيوس فأظهر له الندبة ووصف له أشتار الفاكهة التي أعطاها إياه عندما كان صبيا فشعر الأب بسعادة بالغة لعودة ابنه وبينما يتناول لرجال الغداء أتى دوليريس وأبنائه بعد العمل في الحقول وحيوا بسعادة الملك الغائب لكن وصل خبر وفاة الخاطبين ومقتلهم لأهل أثيكا فأتى أقارب القتلى لجمع الجثث ونادى والد أنتينوس للانتقام لكن ميدون العراق حذر الحشد من أن الآلهة تقف إلى جانب أوديسيوس فتراجع البعض من الخوف لكن الآخرين استعدوا للمعركة وهنا تظهر أثينا إلى جانب زوس وتسأل عما إذا كان يريد استمرار القتال فأخبرها بأن سكان البلدة يجب أن ينسوا مظالمهم ويعيشوا في سلام وبالعودة للمزرعة استعد أوديسيوس والرجال الآخرين لمواجهة الجيش في المدينة لكن أثينا أمرت سكان البلدة بالتوقف عن القتال فهربوا في رعب وأعلن أوديسيوس عن إطاعة أوامر أثينا لتعيش أثينا بسلام أخيرا تنسب قصيدتي الإلياذة والأوديسة للشاعر اليونان القديم هوميروس وتعتبران اليوم من أهم أعمال الأدب اليونان القديم ومن أهم الأعمال الموجودة في الأدب الغربي من المحتمل أن تكون القصائد المرحمية قد تم تأليفها بالقرب من نهاية القرن الثامن قبل الميلاد في منطقة الأناظول الساحلية اليونانية وأساسا هذه القصائد انتقلت كتاريخ محكا تركز الإلياذة على حرب طروادة والتي استمرت لعشر سنوات وعلى الشجار بين الملك أجاممنون والمحارب العظيم أخي بينما تحكي الأوديسيا الحكاية الملحمية لرحلة أوديسيوس ملك أذكا بعد سقوط طروادة واليوم هناك من يشكك بأن هوميروس واحدة هو من ألف الملحمتين ويعتقد بأن الكثير من الشعراء أضافوا للرواية الحقيقية النسخة الأكثر شهرة لترجمة القصائد كانت في عام 1480 ولكن هناك ترجمة أقدم منها وهي من قبل المؤرخ الإيطالي رافييلو مافي من اليونانية للاتينية في عام 1510 الكاتب الأمريكي روبرت ديرين يملك نسخة من هذه الترجمة وفي البندقية في عام 1524 نشرت ترجمة أخرى للقصائد هذه الترجمة لم تصل لنا منها إلا نسختين أكثر الترجمات شهرة ظهرت في القرن الثامن عشر بالتحديد من قبل ألكسندر بوب استمر عمل بوب في الترجمة من خلال إصدار مجلدات لمدة ست سنوات ووصف سامويل جونسون عمل بوب في ترجمة القصائد بأنه أمر لا يمكن لأي إنسان أو أمة القيام به بعد أن نشر الإياذة في عام 1720 عمل بوب على ترجمة الأوديسيا في عام 1726 بمساعدة وليام بروم وإيتيليا بونتون وفي عام 1922 قدمت جيمس جويس رواية يوليسيوس وهي إعادة للسرد الأوديسيا بأحداث تجري في ديبلن وهذه الرواية نجحت واعتبرت من أهم الروايات التي أعيد فيها صياغة القصص التراثية وفي عام 1924 أعاد الفيلسوف اليوناني نيكوس كازنتاكس العمل على تحديث الأوديسيا بـ 24 فصل وهو عدد مشابه لعدد فصول الأوديسيا الـ 24 وهذا العمل استغرق 14 عام وأصدر في عام 1938 لكن الكاتب جوزيف كامبل قدم رؤية مختلفة لملحمتي هوميروس فقد قدم نظرية تقول بأن جميع الأساطير من مختلف الحضارات ومختلف مناطق العالم تشترك في بنية أساسية وأطلق عليها اسم الأحادية أو رحلة البطل النموذجي والتي تكون بقالب واحد وهو على النحو التالي يغامر البطل بالخروج من عالمه إلى منطقة فيها الأعجوبة الخارقة للطبيعة فهناك يجد القوة ويتم تحقيق نصر حاسم يعود البطل من هذه المغامرة الغامضة مع القدرة على منح نعمة لأخي الإنسان يوجد حتى الآن خمس ترجمات عربية للإلياذة اثنان فقط عن اللغة اليونانية الأصلية أول ترجمة صدرت لسليمان البستاني عن الفرنسية وراجعها عن اليونانية ثم ترجمت أمين سلامة عن اليونانية وترجمت داريني خشبة بتصرف عن الإنجليزية وترجمت ممدوح عدوان عن الإنجليزية أيضا وأخيرا ترجمت أحمد عثمان عن اليونانية وقد ذكر سليمان البستاني في مقدمته الطويلة حول الإلياذة والأوديسيا والعرب بقوله ليس ما بين أيدينا من التهليف العربية ما يشير أن ديوان هوميروس نقل إلى لغة العرب فهو بلا ريب لم يعرب وإن كان معروفا عند خاصة العلماء في بغداد في عصر العباسيين إذ كان يتناشد الأدباء من نقلة الكتب المقربين من الخلفاء بأصل يوناني ونقل سرياني والظاهر أن الإلياذة كانت منتشرة بين الخاصة في بلاد الفرس وكلدان في زمن الدولة العباسية لأن ثاوفيلس الرهوي والذي نظمها بالسريانية كان منجم المهدي ثالث الخلفاء وقال ابن أبي أصيبع في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء نقلا عن يوسف بن إبراهيم في ترجمة حنين بن إسحاق أثناء تنكر حنين وهو عاكف على درس الطب فتبنت خرشي جارية الرشيد الرومية ذلك الغلام وهو إسحاق المعروف بابن الخصي وأدبته بآداب الروم وقراءة كتبهم فتعلم اللسان اليوناني علما كانت له فيه رئاسة فكنا نجتمع في مجالس أهل الأدب كثيرا فوجب لذلك حقه وذمامه واعتلى إسحاق بن الخصي علا فأتيته عائدا إذ أبصرت بإنسان له شعر قد تجللت وقد سترى وجهه عني ببعضها وهو يتردد وينشد شعرا بالرومية ليوميروس رئيس شعراء الروم فشبهت نغمته بنغمة حنين كان العهد بحنين قبل ذلك الوقت بأكثر من سنتين فقلت لإسحاق بن الخصي هذا حنين فأنكر ذلك إنكارا يشبه الإقرار فهتفت بحنين فاستجاب لي فيأخذ بما تقدم أن اليونانية كانت معروفة لذلك العهد في بغداد تقرأ وتدرس حتى في بيوت الخلفاء وأن منظومات ميروس كانت معروفة فيما بين المشتغلين بلغات الأجانب ومعظمهم في ذلك الوقت من النصارى أما سائر ما ذكر عنه ميروس في كتب العرب فليس إلا شذرات متقطعة من كتب اليونان المعربة برعاية العباسيين والمؤلفات التي وضعها كبار المعربين والمؤلفين من الكلدان كأبن ماسوي وأبن خصي وحنين بن أسحاق مثال ذلك قول ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء كان الشعراء في ذلك الزمان على ما ذكره حنين بن أسحاق أميروس وإلى آخرة وقوله في ترجمة أرتطالس ومن كتبه كتاب في مسائل ابن عويس شعر أميروس في عشرة أجزاء وقوله في ترجمة جالينوس عند ذكر الكتب التي اعترض حنين بن أسحاق على نسبه إليه ومنها كتاب الطب في رأي أميروس ومن ذلك القبيل قول البيروني أميروس المتقدم عند اليونانيين كأمرأ القيس عند العرب ومثله قول ابن خلدون في مقدمته إن الشعر لا يختص باللسان العربي بل هو موجود في كل لغة سواء كانت عربية أو عجمية وقد كان في الفرس شعراء وفي اليونان كذلك وذكر منهم أرستو في كتاب المنطق وأميروس الشاعر وأثناء عليه ومثله قول ابن أبي أصيبعة قال أفلاطون وقد كان أقام منهم ملك اليونانيين والذي يذكره أميروس الشاعر باسمه وجبروته وما تهيئ لليونانيين في سلطانه رميهم بشدائد في زمانه وخوارجهم في سلطانه ويدرج في ذلك الباب قول الشهر الثاني أميروس الشاعر من القدماء الكبار الذي يجريها أفلاطون في أعلى المراتب ويستدل بشعره لما قد يجمع فيه من إتقان المعرفة ومتانة الحكمة وجودة الرأي وجزالة اللف وخلاصت القول أن أميروس كان له شأن مذكور عند نقلة الكتب من بطانة الخلفاء ولكن المام الدباء العرب بأقواله كان المام ناقص بقى منحصرا على أفراد معدودين من كبار الكلدان وأمام منظوماته فالثابت أنها لم تعرف وطبعا السؤال المهم هل أحداث ملحمتي الإلياذة والأوديسة مبنية على أحداث حقيقية لقرون اعتبرت القصة ليست سوى أسطورة حتى أن مدينة طروادة لم يكن هناك دليل حسي على وجودها حتى أعلن عالم الآثار الألماني هاينريد شلمان في السبعينات من القرن التاسع عشر عن اكتشاف أنقاض مدينة طروادة في تركيا الحديثة أجر العلماء على مدى قرون أبحاث على هذه الأنقاض وذكروا بأنهم على يقين بأن المدينة كانت مزدهرة بأسوار عالية وتم تدميرها في حرب بهذا تم النظر للإلياذة على أنها مبنية على قصة حقيقية وأضيف لها العامل الأسطوري في حين أن الأوديسة هي أسطورة لكن في عام 2010 استطاع علماء الآثار إيجاد قصر يعود للقرن الثامن قبل الميلاد في إثكا ويعتقد العلماء بأن هذا القصر يعود لبطل ملحمة الأوديسة أوديسيوس وهذا القصر هو آخر اكتشاف يثبت من أن بعض أحداث الأوديسة قد تكون حقيقية أو مبنية على شخصيات وأماكن حقيقية ويقول البروفيسور تناسيس بابا دوبولوس والذي قادل فريق الذي كشف عن قصر أوديسيوس بأن القصر مشابه لحد كبير ما ذكره في ملحمة الأوديسيا حمل أوديسيوس أكثر من اسم في أكثر من لغة فاليونانيين كانوا يسمونه يوليسيوس في حين أن النص الأصلي يذكره باسم أوديسيوس وقال البروفيسور بابا دوبولوس وفق الأدلة ومع الأخذ في الاعتبار التحفظات العلمية نعتقد أننا وجدنا قصر أوديسيوس وبينالوبي القصر الوحيد من قصور عصر هوميروس الذي لم يتم اكتشافه بعد لكن هذا الاكتشاف والإعلان أثار حفيظة البعض فقد ذكر الباحث البريطاني روبرت بيتلستون بأن وصف هوميروس لإثقة القديمة لا يشبه إلى حد كبير الجزيرة التي تحمل هذا الاسم اليوم وأن مملكة أوديسيوس كانت تقع في جزيرة سفالونيا في حين أن عالم الأثار الإيطالي أدريانو لارجينا قال بأن بغض النظر عن كون القصر لأوديسيوس أو لا فإن اكتشاف قصر ملكي من القرن الثامن قبل الميلاد هو اكتشاف عظيم وفي القرن الأول قبل الميلاد حاول الشاعر الروماني فريقل تكملت قصة الإلياذة والأوديسيا فكتب الإنياذة باللاتينية وهي ملحمة تصف الحياة الأسطورية لإيناس الطروادي والذي سافر غربا إلى أراضي إيطاليا وأصبح أب لكل الرومان تتكون إنياذة من 12 فصل مقسمة بحسب مواضيعها إلى قسمين حيث تذكر الفصول الستة الأولى رحلة إنياذة إلى منطقة لاتيون في إيطاليا وتحكي الفصول الستة الباقية الحرب التي يخوضها إنياذة أتمنى أن تكون الحلقة قد حازت على رضاكم في قناة أساطير أقدم لكم محتوى حول القصص والأساطير من حول العالم ادعم محتوانا من خلال الاشتراك وشاركنا بالتعليقات حول رأيك وإذا كنت تحب هذا النوع من المحتوى اشترك أيضا في قنواتنا قناة ورق المتخصصة في التاريخ وقناة شيء المتخصصة في التقنية